بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نبدأ إن شاء الله في قراءة كتاب أكذوبة مذكرات هنفر إعداد سليمان بن صالح الخراشي المقدمة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق سقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن تشويها الحق ولو بالأكاذيب سنة أعداء الرسل عليهم السلام وأتباعهم منذ بعثهم الله إلى أن يرث الأرض ومن عليها كما قال سبحانه كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون وقال كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون وقال عن خاتمهم صلى الله عليه وسلم وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون فينبغي على من استقام على طريقتهم واقتدى بهديهم أن يوطن نفسه على هذه المقابلة من أعداء الحق لأنه ليس بأكرم عند الله من رسله صلى الله عليه وسلم ولا يعيقه هذا عن السير قدما إلى أن ينشر الحق نور شعاعه بين الخافقين كما هي سنة الله التي لا تتبدل ولا تتغير كما قال تعالى إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد قال ابن القيم رحمه الله والحق منصور وممتحن فلا تعجب فهذه سنة الرحمن وشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ليس بدعا في هذا الأمر فقد تعرض لما تعرض له رسل الله من الأكاذيب والبهتان وواجه منذ أن جهر بدعوة التوحيد الخالص في مجتمعات تشربت الشرك والإنحراف حتى طمها أوكاد واستمرأت العيش في وسط هذا الواقع المظلم واجه سيلا جارفا من التهم والأكاذيب لتشويه دعوته وتنفير الناس عنها من قبل أطراف عديدة متباينة المشارب يصدق عليها قوله تعالى تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى صاحت عليه بصوت واحد لما سمعت منه دعوة التوحيد كما أخبر الله عن أشباههم بقوله وإذا ذكر الله وحده شمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون وقوله ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرق به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير وقد ابتدأت حلقات سلسلة الافتراءات في عصره مما جعله يردد تجاهها في رسائله قوله تعالى سبحانك هذا بهتان عظيم ولقد عاداه ونوأه علماء السوء من الحسدة وأكلة السحر وحكام الجور وكفرة اليهود والنصارى والمبتدعة وعلى رأسهم الرافضة والصوفية مصداقا لقوله تعالى أتواصوا به بل هم قوم طاهون ومن آخر كذباتهم في هذا العصر اختراع بعضهم لما سمي بمذكرات هامفر وهو شخصية وهمية زعم مخترعها أن هامفر جاسوس بريطاني أرسل من قبل وزارة المستعمرات البريطانية للتجسس على بلاد الإسلام ومحاولة بث الفرقة بين المسلمين مستغلا في ذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الذي التقى به البصرة حسب زعمه ثم قام هامفر بكتابة مذكراته المليئة بالهراء كما سيأتي إن شاء الله تعالى وهذه المذكرات مجرد كذبة افتراها أحد أبالسة الباطل ثم صدقها بعض المناوئين لهذه الدعوة السلفية على اختلاف مشاربهم لأنها وافقت هواهم وتمكنت من قلوبهم المريضة لعلها تشفي ما فيها من غيظ وغل على الدعوة السلفية وصاحبها وقد أنبأنا الله عن عاقبة أمثال هؤلاء المناوئين المغتاضين من الحق بقوله من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ قال ابن كثير قال ابن عباس من كان يظن أن لن ينصر الله محمدا صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب أي بحبل إلى السماء أي سماء بيته ثم ليقطع ثم ليختنق به وكذا قال مجاهد وعكريمة وعطاء وأب الجوزاء وقتاد وغيرهم وقال عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم فليمدد بسبب إلى السماء أي ليتوصل إلى بلوغ السماء فإن النصر إنما يأتي محمدا من السماء ثم ليقطع ذلك عنه إن قادر على ذلك وقول ابن عباس وأصحابه أولى وأظهر في المعنى وأبلغ في التهكم فإن المعنى من كان يظن أن الله ليس بناصر محمدا وكتابه ودينه فليذهب فليقتل نفسه إن كان ذلك غائظه فإن الله ناصره لا محالة قال الله تعالى إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد الآية ولهذا قال فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ قلت ولم أكن لأحفل بهذه الأكدوبة الساذجة مذكرات هنفر التي اخترعها الرافضة كما سيأتي وصدقوها ونشروها في منتداياتهم وطاروا بها فرحا لأننا قد تعودنا منهم مثل هذه الكذبات السخيفة على مر التاريخ فهم بحق بيت الكذب لولا أني وجدت صدى كذبتهم يرجعه غيرهم وفيهم من يزعم أنه من العلماء والدكاترة المثقفين الذين لم يحصنهم علمهم وثقافتهم من روجان إفك الرافضة عليهم ولم يحجزهم إيمانهم عن الدخول تحت قوله تعالى عن سماعي شبه ذاك الإفك ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم ليشملهم وعيد الله تعالى القائل لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كباره منهم له عذاب عظيم ومن هؤلاء الأستاذ إيهاب عمر صاحب كتاب الخليج البريطاني الذي اعتمد مذكرات هنفر في تشويه شخصية الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي عندما سئل عن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فأجاب الحارقة الوهابية ساعدت بريطانيا في إيجادها سامي المليجي في كتابه الوهابية حيث ألحق به مذكرات هنفر بعد أن قال في المقدمة وفي أثناء إعداده اطلعت على كتي من عنوانه مذكرات مستر هنفر موضوعه الأساسي أن الدعوة الوهابية صنيعة المخابرات البريطانية عبد القديم زلوم أمير حزب التحرير الثوري بعد وفاة مؤسسه تقين الدين النبهاني في كتابه كيف هدمت الخلافة الإعلامي فيصل القاسم كتب مقالا بعنوان كلام أنترنت جاء فيه لقد فقدت الوثائق القيمة قيمتها ومصداقيتها بمجرد وضعها على الأنترنت فكم من الوثائق والحقائق أصبح مشكوكا في صدقيتها ودقتها بعد أن انتشرت على الأثير الإلكتروني مع العلم أنها قد تتمتع بقدر كبير من الأهمية فمثلا بمجرد أن أفرجت الخارجية البريطانية عن الوثيقة الشهيرة للمستر هامفر التي يروي فيها قصة نشر الوهابية في المنطقة العربية فقدت الوثيقة مصداقيتها وأصبحت بعد انتشارها على الأنترنت كانتشار النار في الهشيم في نظر الكثيرين مجرد تلفيق وافتراء على المذهب الوهابي ولا يستطيع أحد الآن إثبات صحة الوثيقة أو نفيها لا لشيء إلا لأنها غدت مادة أنترنتية مبتذلة انتهى كلامه قلت وهذا كذب رخيص من الإعلامي الدرزي تناغما مع إخوانها الرافضة كما سيأتي ومحاولة ذكية لتثبيت هذه المذكرات المزعومة في أذهان القراء باستعمال عبارة أفرجت الخارجية البريطانية وهو يعلم أن لا ثم إخراج أو إفراج ولكنها ألاعيب الإعلاميين ممن توجههم عقائدهم التي تظهر على الفلتات الدكتور أحمد شوقي الفنجري كتب مقالا بعنوان جاسوس بريطاني ينشر الوهابية الكاتب الصوفي المتشيع عبد الحليم العزمي في مقالة له بعنوان يا أمة الإسلام أنقذوا كتاب الله من تحريف الوهابية ناقلا عن مذكرة هنفر أنه اتفق مع الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله على تحريف القرآن قائفة الأحباش في لبنان في مجلتهم منار الهدى التي يصدرها المكتب الإعلامي في جمعيتهم المشاريع الخيرية الإسلامية الدكتور حمزة الكتاني في مقدمته لكتاب الفجر الصادق المشرق الملفق في إبطال ترهات الثرثار المتشدق المتفيهق لجعفر الكتاني حيث قال ولقد وقفت على مذكرات مهمة منسوبة لجاسوس بريطاني مسمى هنفر ثم أورد شيئا منها لتشويه الدعوة السلفية غير آبه باختلافها للأسف عباس الجراري في مقاله أسباب تقدم المسلمين وتأخرهم من خلال تقرير جاسوس بريطاني رغم اعترافه أن مترجم المذكرات شخص مجهول قلت إن المرأة ليعجب من السماعين لهذا الإفك الرافضي على الشيخ محمد ودعوته السلفية المباركة عندما يدعون المراجع المعتمدة لمعرفة حقيقة دعوته وسيرته بل يدعون رسائله ومؤلفاته المبثوتة في العالمين لم يخف منها شيء ويلجأون إلى كلام الكافر النصراني النكر المجهول هامفر فيصدق فيهم قول الشاعر ومن جعل الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب ليعلم العقلاء بعدها أن هؤلاء السماعين أصحاب هوا قد شحنت نفوسهم بالغيظ على دعوة التوحيد ما بين مقل ومستكثر عافان الله من حالهم هذا وقد جعلت رسالتي تقوم على المباحث التالية المبحث الأول أسباب الكذب على دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله المبحث الثاني نماذج متنوعة لهذا الكذب المبحث الثالث ملخص مذكرات هامفر المبحث الرابع الأدلة على اختلاق مذكرات هامفر المبحث الخامس الأدلة على شيعية كاذب مذكرات هامفر أسأل الله أن ينفع بما كتبت وأن تكون هذه الرسالة معينة للدفع عندما يثار الحديث عن مذكرات هنفر المزعومة ولا يفوتني أخيرا أن أشكر أخي الشيخ محمد بن حمد النمي على تفضله علي بقراءة هذا الكتاب قبل طبعه وتزويدي بملاحظاته الثمينة فجزاه الله خيرا وبارك في عمره وعلمه والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سليمان ابن صالح الخراشي المبحث الأول أسباب الكذب على الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ودعوته السلفية من خلال الإطلاع على مواقف وكتب خصوم دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية فإنه يمكن إيجاز أبرز الدوافع والأسباب التي أدت إلى العداء والمناهظة للدعوة السلفية ثم الكذب والافتراء عليها فيما يلي أولا أن الحق ثقيل قبوله على بعض الأنفس مما ركنت إلى واقعها المنحرف وأهوائها المتنوعة كما قال تعالى لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون وكما حكى عن نبيه صالح عليه السلام قوله ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين فاتباع الحق إذا تبين يحتاج بعد توفيق الله إلى أنفس تقتحم العقبة في سبيل التزامه والتخلص مما هي عليه من فتنة الشبهات والشهوات وهذا ما لا يستطيعه سوى القليل أما من اتبع هواه فإنه سيكره الحق وسيحاول التنفير عنه بشتى الوسائل ثانيا ومن الأسباب الحسد الذي أصاب بعض مدعي العلم في عصر الشيخ ممن سكت عن البدع والمنكرات التي تمارس بين ظهرانيه لسبب ما واقتات على أموال الناس فلما جهر الشيخ بدعوته وبيّن الحكم الشرعي في تلك المنكرات وذلك المال الذي يأكله بعض أدعياء العلم من العامة حسدوه على هذا الفضل الذي اختصه الله به وامتزج حسدهم بحقد بسبب كشفه لحالهم مما ألجأهم إلى تشويه دعوته والافتراء عليه كما سيأتي نموذج لأحدهم إن شاء الله تعالى ثالثا ومن الأسباب ما كان عليه أولئك الخصوم وبعض المنتسبين إلى الإسلام قبل دعوة الشيخ من الضلال والغي عن السراط المستقيم حيث بلغوا أحطى الدركات في فساد الاعتقاد وعم الجهل وطغى فعبد غالب المسلمين ربهم بلا علم ولا هدى ولا كتاب منير فظهرت البدع والشركيات بمختلف أنواعها وصارت هذه الأمور الشركية والمحذثات البدعية من العوائد والمألوفات التي هرم عليها الكبير وشب عليها الصغير فانعكست الموازين وانقلبت الحقائق وأصبح الحق باطلا والباطل حقا ويوضح ابن غنام الحالة السيئة التي وصل إليها المسلمون في مختلف البلاد وما كانوا عليه من فساد الاعتقاد واستفحال الكفر والابتداء فيقول رحمه الله كان غالب الناس في زمانه متضمخين بالأرجاس متلطخين بوضر الأنجاس حتى قد انهمكوا في الشرك بعد حلول السنة المطهرة بالأرماس وإطفاء نور الهدى بالانقماس فعدلوا إلى عبادة الأولياء والصالحين وخلعوا ربقة التوحيد والدين فجدوا في الاستغاثة بهم في النوازل والحوادث أحدثوا من الكفر والفجور والإشراك بعبادة أهل القبور وصرف الدعاء لهم والنذور انتهى كلامه رحمه الله فلما أظهر الله هذه الدعوة السلفية على يد المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب استنكرها الرعاع وأدعياء العلم والعوام لأنها خالفت عوائدهم الشركية ومألوفاتهم البدعية فلما دعاهم الشيخ إلى وجوب إفراد الله تعالى بالعبادة وأنه لا يدعى ولا يستغاث إلا بالله وحده فلا يستغاث بالأولياء أو الأنبياء استنكر أولئك الجهال هذا الحق وزعموا أن ذلك انتقاص للأنبياء والأولياء فخالفوا الحق مع ظهوره وبيان أدلته ووطوح براهينه وأسقط في يد بعضهم عندما بهرهم نور الحق الذي لم يقدروا على مواجهته فلجأوا للأكاذيب والإفتراءات ثالثا ومن الأسباب النزاعات السياسية والحروب التي قامت بين أتباع هذه الدعوة وبين الأطراق من جهة وبين أتباع هذه الدعوة وحكام الحجاز من جهة أخرى ومن ورائهم جميعا الإنجليز الذين يسوءهم أن يعود المسلمون إلى دينهم الصحيح فيعود لهم مجدهم فينتفظوا على من نهب ديارهم وأموالهم وقد أشار بعض الباحثين إلى هذا العامل السياسي الخطير وما ترتب عليه من تلك المطاعن والمفتريات والشبهات يقول الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله عن السياسة نقلا عن أحد الكتاب إذا احتاجت السياسة إلى قلب الحقائق وإظهار الشيء بخلاف ما هو عليه اتخذت لذلك جميع الأسباب واستعانت على ذلك بمن لهم منافع شخصية من وراء إعانتها فتنجح إلى حين في تعمية الحق على كثير من الخلق ومن هذا القبيل ما كان يطرق آذان الناس في مصر والشام والعراق وسائر بلاد الشرق الأدنى في المئة السنة الماضية من تسمية الدعوة التي دعا بها الشيخ المصلح محمد بن عبد الوهاب رحمه الله باسم الوهابية اتهاما بأنه مذهب جديد ويتحدث محمد عبد الله ماضي عن العوامل التي أدت إلى التشنيع على دعوة الشيخ فيذكر العامل السياسي فيقول عامل سياسي يرجع إلى الخلاف الذي قام بين آل سعود وبين الدولة العثمانية ذلك الخلاف الذي سبب الحرب النجدية المصرية بين محمد علي وأنصار الدعوة والذي صاحبه وترتب عليه كثير من الدعايات ضدهم وإظهارهم بمظهر المعتدي على الدين الخارج على تعاليمه حتى تسهل مقاومتهم وتيسر القضاء عليهم وكذلك الخلاف السياسي بين آل سعود وبين أشراف مكة ثم بينهم وبين زعماء نجد المحليين رابعا ومن الأسباب دفاع خصوم الدعوة وبالأخص الصوفية والرافدة عن معتقداتهم الفاسدة وآرائهم الباطلة فإنه لما غلب على حال كثير من المسلمين ظهور الشركيات وانتشار البدعيات واستفحال الخرافات والغلو في الأموات والاستغاثة بهم وظهور تشهيد المشاهد وإقامة المزارات على القبور وزخرفتها وتزيينها وصرف الأموال الطائلة عليها فلما غلب ذلك على حال عامة المسلمين فإن هؤلاء المتصوفة والرافضة وجدوا في هذا الواقع الآسني مرتعا خصبا لبث سمومهم العقدية فلما بدت أنوار هذه الدعوة تكشف غياهب الظلام وتزيل أذران الشرك ونجاساته وتدعو الناس إلى تحقيق التوحيد بصفائه ونقائه أدرك الخصوم أن ظهور هذه الدعوة السلفية ندير بزوال عقائدهم الباطلة فحشد أولئك الخصوم قواهم وانبروا في التشنيع بهذه الدعوة وأنصارها وهم أثناء تشنيعهم يذكرون معتقدهم الصوفي أو الرافضي وغيرهما ويزينونه للناس ويزعمون أنه الحق هذه بعض الأسباب الظاهرة لشدة عداوة الخصوم للدعوة السلفية ومحاولة تشويهها بالأكاذيب والإفتراءات المبحث الثاني نماذج متنوعة للكذب على دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لقد تنوعت مقاصد الكاذبين على دعوة الشيخ محمد رحمه الله لكن اتحد هدفهم في تشويه هذه الدعوة السلفية المباركة التي تمثل الإسلام الصحيح الذي يخالف إما كفرهم أو بذعهم وأهواءهم وإليك نماذج من هذا الكذب المتنوع الذي أحاط بالدعوة من جوانبها إلا أن الله بحكمته وفضله أظهر نورها ولو كره المناوئون أولا كذب الكفار رحلة الصائغ الحلبي النصراني هي رحلة زعم صاحبها فتح الله الصائغ الحلبي وهو الشاب النصراني في العشرينات من عمره أنه قام بها إلى الدرعية زمن الإمام سعود بن عبد العزيز رحمه الله وقد شكك في هذه الرحلة الشيخ أحمد بن حسن بن رشيد الحنبلي توفي سنة 1257 هجرية أحد العلماء المتأثرين بالدعوة السلفية وهو الخبير بالدرعية وناسها إذ كان مقيما فيها عند سقوطها على يد الطاغية إبراهيم باشا ثم نقل إلى القاهرة فتولى التدريس في القلعة وفي الأزهر وبقي في القاهرة حتى توفي فقد عرض عليه ما قاله الحلبي عن الدرعية وعن الإمام سعود فكتب نظر فيها الفقير إلى مولاه العلي أحمد بن رشيد الحنبلي فوجد صاحبها لم يصدق في شيء مما أخبر عنه لا في وصف سعود ولا كلامه ولا أفعاله ولا صدق من جهة وصف الدرعية ولا عادات جماعات سعود وعزائمهم ولا أسماء الوزراء ولا أبو مسلم ولا الحضر موتي ولا هيدل ولا في عدد أقارب سعود ولا أولاده ولا في طعامه ولا في مال الحجرة أربعين الجمل تحمل الجواهر خاصة ولا في قوله إن أهل المدينة وأهل مكة واليمن يأتون إلى الدرعية في كل أربعاء للسوق وخروج النسوة ولا أرى هذا الرجل إلا كذاب مزور أشر بطر ولنا صاحب من أكبر أهل الدرعية ابن للشيخ الوهابي موجود الآن تحت سفرية أفندين الخديوي اسمه إبراهيم ابن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب من المشايخ الركع العباد العلماء لما عرضت عليه كلام هذا النصراني رأى مثل ما رأيت وكذبه مثل ما كذبته وأخبر أن الدرعية ما قدمت درعية لا في أيام سعود ولا في أيام أبيه عبد العزيز ولا في أيام ابنه وقد أشرت في الكتابة بتكذيبه باختصار وهذه إشارة بالإجمال وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قلت ثم بيّن الشيخ أحمد بتعليقات موجزة بعد كذب الصيغ النصراني وقال الدكتور عبد الله المطوع زعم رحالة سوري يدعى فتح الله الصيغ الحلبي أنه زار الدرعية في حدود سنة 1228 ولكن لم يرد في ملحوظاته ذكر لأي حي من أحياء الدرعية مع أنه زارها إذا صح ذلك في عهد الإمام سعود بن عبد العزيز أي في عصرها الذهبي تثار مشكلة حول مصداقية الصيغ في هذه الرحلة وخاصة الجزء المتعلق بزيارة الدرعية وسنكتفي للتدليل على ذلك بثلاثة أمثلة أولا ذكر بأن الحاكم عند زيارته للدرعية كان الإمام عبد الله بن سعود كما يتضح ذلك من الرسالة التي زعم أن ذلك الإمام كتبها ونقلها الصيغ حرفيا أو كما قال هذه الألفاظ لا غير ولكن ما ذكره من معلومات تدل على أن مجيئه إذا صح ذلك كان في عهد الإمام سعود بن عبد العزيز ثانيا ذكر بأنه تناول العشاء مع أمير عسير عبد الوهاب أبو نقطة ومن المعلوم أن أبا نقطة قتل في معركة وادي بيش سنة 1224 ثالثا ومما يؤخذ عليه ويدلل على التناقض الذي وقع فيه قوله عندما يستعد مع رفاقه لمغادرة الدرعية يقول وصل مرسول يخبر بخروج قوات محمد علي من ينبع بكل نظام وقوة نحو المدينة لامتلاكها ومن المعلوم أن وصول قوات طوصون باشا إلى ذلك الميناء كان في سنة 1226 وهو العام نفسه الذي حصلت فيه معركة الخيف أو كما تسمى معركة وادي الصفراء بقيادة الأمير عبد الله ابن سعود أي قبل وفاة والده بثلاث سنوات في ضوء هذه المآخذ وغيرها يصعب تبرير مثل هذه الأخطاء والتناقضات التي لا يمكن قبول الالتباس حولها من شخص يزعم أنه زار الدرعية وبقي فيها عدة أيام ناهيك عن أنه لا يذكر اسم أي حي من أحيائها وخاصة الحيين الشهيرين الطريف والبجيري وبناء على ما أوردناه من ملاحظات على سبيل التمثيل للحصر فإن من المرجح أن الصائغة لم تطأ قدماه أرض الدرعية بل سمع عنها وجمع معلوماته من من زارها من التجار وغيرهم الذين يترددون ما بين بلاد الشام ونجد قلت ومن كذبات الحلبي المبتذلة الرخيصة محاولته تشويه دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بقوله السخيف عن الإمام سعود أما بخصوص صلاته فهو يتوضأ ويصلي مثل المسلمين غير أنه لا يستقبل جهة مكة كمثل المسلمين أما بخصوص محمد فهو لا يبغضه ولا يحبه انتهى كلامه ثانيا الكذب السياسي كتاب لمع الشهاب في سيرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب قال الشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله في مقدمة تحقيقه للكتاب الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفى وبعد فهذا كتاب لمع الشهاب في سيرة محمد بن عبد الوهاب ألفه رجل مجهول حوالي سنة 1233 وجاء في آخره ما يفيد أنه بخط شخص يدعى حسن ابن جمال ابن أحمد الريكي ومن الجائز أن يكون هذا الكاتب هو المؤلف وعلى الغرض فهو نكرة مجهول كما قيل سألنا عن ثمالة كل حي فقال القائلون ومن ثماله فقلنا محمد بن يزيد منهم فقالوا الآن زدت به جهاله وقد وصل هذا الكتاب مخطوطا إلى المتحف البريطاني بلندن عام 1860 ومضت الأيام وتعاقبت الأعوام وهو باق في المتحف ولما كان سنة 1967 قامت دار الثقافة ببيروت بنشره بمطابع بيبلوس الحديثة في بيروت في شهر مايو سنة 1967 فخرج إلى عالم المطبوعات فلما وقف عليه المسؤولون في دارة الملك عبد العزيز وعلى رأسهم معالي الشيخ حسن ابن الشيخ عبد الله آل الشيخ واطلعوا على ما جاء فيه من التجني والكذب على شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رأوا أن الواجب الديني والتاريخي يحتمان القيام بإعادة طباعته والتعليق عليه بما يكشف كذب مؤلفه ويضحض باطله لذا أمرتني دارة الملك عبد العزيز ممثلة في شخص معالي الشيخ حسن ابن الشيخ عبد الله بالقيام بالتعليق عليه والرد على ما جاء فيه من المفتريات والأكاذيب فامتثلت الأمر شاكرا لمعاليه هذه الثقة العلمية راجيا أن أكون بعون الله وتوفيقه عند حسن ظنه فبدأت العمل وقرأت الكتاب المشار إليه من أوله إلى آخره فوجدته مملوءا بالكذب ومشحونا بالبهت ومجتملا على هذيان يشبه هذيان المجاذيب والصبيان ووجدت جميع ما ذكر مؤلفه عن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب نسج خيال وافتراء واضحا صاغاه هذا المؤلف المنحرف في قالب الأخبار وصبغه بسبغة التاريخ أكد أحيانا فيه الذم بما يشبه المدحة تمويها وإغالا في التضليل والترويج فاستعمت الله ومضيت في التعليق عليه بما يكشف جهله ويضحض باطله ويعلم الله أني لاقيت من تنوع هذا المؤلف في البهت واندفاعه في الهذيان الذي لا ضابط له ولا ساحل لبحره جهدا وعناء كبيرا وصعب علي ملاحقته في كل صغيرة وكبيرة من هذيانه وسخفه فحصرت جهدي في رد أكاذيبه التي افتراها على شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ولم أتعرض لما عدا ذلك من أخطائه الفضيعة وأقواله السخيفة إلا ندرا قلت وللإحاطة بمجمل محتويات الكتاب فقد أفاد مؤلفه الريكي في مقدمة كتابه بأنه مرتب على خمسة أبواب وخاتمة الباب الأول في بدء أمر الشيخ النجدي وبيان أحواله وما هو عليه قبل الابتداع وإظهار نسبه وحسبه الباب الثاني في بيان بدعته وسبب شيوعها في أرض نجد وموافقة محمد بن سعود له بادئ الأمر الباب الثالث في بيان نسب محمد بن سعود وحسبه وما كان عليه قبل اتباع محمد بن عبد الوهاب الباب الرابع في سلطانة محمد بن سعود وابنه عبد العزيز وولديه سعود وعبد الله وابن سعود بعده وابتداء حكومتهم في نجد ونواحيها بدوا وحضرا وأسماء القبائل التي هناك وبيان تسخير بلاد بني خالد والإحساء والقطيف والبحرين وقطر وعمان الصير وبعض بلاد عمان الظاهرة والباطنة وحروبهم وغزوهم أطراف العراق والشام وحلب الباب الخامس في بيان تملكهم الحجاز والتهامة وبلاد اليمن وبيان حدود بلاد نجد والحجاز وتهامة واليمن وأرض بني خالد وقطر وعمان وما يتعلق بذلك من أسماء قبائل الحجاز وتهامة واليمن وعمان وأسماء شعوب بني خالد وما كانوا به من الرياسة قبل ظهور محمد بن سعود وأما الخاتمة فهي بيان جملة من فروع مذهب محمد بن عبد الوهاب وبعض أصوله قلت وقد أجاد الشيخ عبد الرحمن آل الشيخ رحمه الله في تعقب افتراءات مؤلف الكتاب من خلال تعليقاته العلمية على الكتاب ثم فعل مثله الدكتور عبد الله العثيمين عندما حقق الكتاب مؤخرا وأنقل هنا شيئا من افتراءات الريكي مع رد الدكتور محمد السكاكر عليها ضمن كتابه الإمام محمد بن عبد الوهاب حياته آثاره دعوته السلفية قال وفقه الله افتراءات صاحب كتاب لمع الشهاب في سيرة محمد بن عبد الوهاب والرد عليها هذا الكتاب لم يعرف مؤلفه على وجه اليقين وغاية ما هنالك أنه كتب في الصفحة الأخيرة من مخطوطته عن نص التالي وقع الفراغ من تحرير هذا الكتاب في يوم السبت السادس والعشرين من شهر محرم الحرام سنة ثلاث وثلاثين بعد المائتين والألف كتبه الجاني حسن ابن جمال ابن أحمد الريكي فلا يعلم هل هذا الكاتب هو المؤلف أم أنه ناسخ له كعادة النساخ يزيلون ما يخطونه بأسمائهم وقد حقق الكتاب مرتين أولاهما من قبل الدكتور أحمد مصطفى أبو حاكمة الأستاذ بكلية الآذاب بالجامعة الأردنية وقد طبع في مطابع الثقافة ببيروت عام الف تسعمائة وسبعة وستين والأخرى من قبل الشيخ عبد الرحمن ابن عبد اللطيف ابن عبد الله آل الشيخ رحمه الله وقد طبعته دارة الملك عبد العزيز في الرياض عام الف ثلاثمائة واربعة وتسعين الف تسعمائة واربعة وسبعين أما أبو حاكمة فلم يذكر شيئا عن شخصية مؤلفه ولعله لم يظهر له ما يدل عليه فآثر العدول عنه والاشتغال في الكتاب إذا هو بيت القصير وأما المحقق الثاني الشيخ عبد الرحمن ابن عبد اللطيف فكثيرا ما يردد جملة المؤلف النكر وقد جاء في مقدمة تحقيقه النص التالي وبعده فهذا كتاب لمع الشهاب في سيرة محمد ابن عبد الوهاب ألفه رجل مجهول حوالي سنة ألف مئثين وثلاث وثلاثين وجاء في آخره ما يفيد أنه بخط شخص يدعى حسن ابن جمال ابن أحمد الريكي ومن الجائز أن يكون هذا الكاتب هو المؤلف وعلى الفرض فهو نكرة مجهول أما الشيخ حمد الجاسر فيرى أن حسن جمال الريكي هو المؤلف لهذا الكتاب يقول وهو كتاب ألف حوالي سنة ألف مئثين وثلاث وثلاثين كتبه شخص يدعى حسن ابن جمال ابن أحمد الريكي نسبة إلى ريك أو ريق أو ريج بلجيم كما يرى أنه ألفه استجابة لرغبة أحد موظفي الإنجليز في الخليج ويعلل ذلك بأن الكتاب يحوي ثناء على الإنجليز في الخليج ووصفا لأعدائهم من العرب في الشارقة وغيرها بأوصاف كان موظفوء الإنجليز في ذلك العهد يطلقونها عليهم وهي غير صحيحة والكتاب لا يتحدث عن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب فقط كما جاء في عنوانه وإنما تناول فيه مؤلفه بعضا من أحوال الدولة السعودية الأولى وحروبها وذكر طرفا من حياة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب أكثرها مخالف للصواب كما تناول الكتاب أيضا حدود نجد وقبائلها وطباع أهلها ومعاشهم وتحدث عن الحجاز واليمن وأعرابهم وأنسابهم وعن بلدان الخليج العربي وقبائلها فالكتاب في جملته عبارة عن تاريخ للجزيرة العربية وأهلها لا عن سيرة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب والذي يعنينا في هذا الكتاب ما أورده صاحبه في آخره من شبه وافتراءات على الشيخ محمد فقد جاء في خاتمته مجموعة من الانتقادات زعم فيها أن الشيخ محمد قد ابتدعها وخالف فيها علماء المسلمين وقد قسم هذه الانتقادات إلى قسمين القسم الأول يتعلق بأصول العقيدة طرح فيه ثمان مسائل وأخذ يناقشها مسألة مسألة وكان كلامه في كل مسألة عبارة عن مغالطات تنم عن عدم معرفته بأصول الدين الإسلامي وكلام أصحاب هذه الصناعة من السلف والخلف ووهمه فيها ظاهر جلي وقد وفق الشيخ عبد الرحمن ابن عبد اللطيف آل الشيخ محاقق الكتاب في الرد على هذه المسائل أما القسم الثاني من هذه الانتقادات فزعم المؤلف لهذا الكتاب أنها تتعلق بالفروع التي مشى عليها الشيخ محمد ابن عبد الوهاب على غير مذهب الإمام أحمد بن حنبل وقد جعل هذا القسم في أربع مسائل ومع أن الشيخ عبد الرحمن قد علق على أكثر هذه المسائل ورد عليها ضمن تحقيق الكتاب إلا أننا نشير إليها هنا بشيء من التفصيل إتماما للفائدة لألا يغتر بها من يطلع عليها لأن هذا الكتاب ينقل عنه من لا يعرف حقيقة الدعوة السلفية ظنا منه أن ما ذكر فيه هو الصواب وهو خطأ محض وكذب ظاهر فيقول في المسألة الأولى ومما أوجبه محمد ابن عبد الوهاب على الناس عينا الصلاة جماعة ولم ينقل هذا عن مذهب الإمام أحمد ولا غيره ومما أفتى به تحريم التتا ووضع له حدا في الشرع من درب قدر أربعين صوتا أو أقل أو حلق لحيته حسب ما يقتدي رأي القاضي من أحد هذه الثلاثة والجواب على ذلك نقول أما وجوب الصلاة فلم تكن رأيا خاصا للشيخ محمد ابن عبد الوهاب بل هو رأي جمهور أهل العلم حتى ذهب بعضهم إلى أن الجماعة شرط في صحة الصلاة مع القدرة وقد اعتمدوا في هذا على نصوص صريحة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فالتقم طائفة منهم معك الآية سورة النساء فإذا كان المسلمون مأمورين بإقامة صلاة الجماعة وهم في أشد الخوف بمواجهة عدوهم فإن إقامتها في حال الأمن والاستقرار من باب أولى فهي من آكد الواجبات وأجل الطاعات وقال الحافظ بن كثير وما أحسن ما استدل به من ذهب إلى وجوب الجماعة في هذه الآية حيث اغتفرت أفعال كثيرة لأجل الجماعة فلولا أنها واجبة لما ساغ ذلك ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيأم الناس ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار وقد جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم وكان رجلا أعمى فقال يا رسول الله أنا ضرير شاسع الدار ولي قائد لا يلائمني فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ فرخص له فلما ول دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم قال فأجب وفي لفظ فإني لا أجد لك رخصة وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن رجل يقوم الليل ويصوم النهار ولا يحضر الجماعة فقال هو في النار ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من تأمل الكتاب والسنة وما كان عليه السلف حق التأمل علم أن فعلها في المسجد فرض عين إلا لعذر فهذه الأدلة الصحيحة صريحة في وجوب صلاة الجماعة وأنها من أعظم شعائر الإسلام الظاهرة فهل كان رأيا إن فارد به الشيخ محمد بن عبد الوهاب أم هو معتقد سلف الأمة الإسلامية وخلفها؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وصلاة الجماعة اتفق العلماء على أنها من أوكد العبادات وأجل الطاعات وأعظم شعائر الإسلام وأما قول المعترض ولم ينقل هذا عن مذهب الإمام أحمد ولا غيره فهذا محظ افتراء فقد نقل الأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني علامة اليمن الخلافة في هذه المسألة فقال رحمه الله وإلى أنها فارد عين دهب عطاء والأوزاعي وأحمد وأبو ثور وابن خزيمة إلى آخره وقد عقد الإمام البخاري لها بابا في صحيحه فقال باب وجوب صلاة الجماعة وسئل أحد أئمة الدعوة السلفية عن وجوبها فأجاب اختلف العلماء في وجوبها والمشهور عن أحمد وغيره من فقهاء الحديث أنها واجبة على الرجال المكلفين حضراً وصفراً فمن هذه النصوص الصريحة الصحيحة يظهر أن وجوب صلاة الجماعة للصلاوات الخمس دليله الكتاب والسنة والآثار المروية عن كبار الأئمة وعمل المسلمين إلى اليوم لا كما توهمه هذا المعترض ولو بسطنا القول في هذه الشعيرة الظاهرة من شعائر الإسلام وجمعنا كل ما قيل فيها وما ورد في فضلها لاستغرق ذلك وقتاً وضم صفراً كبيراً وأما المسألة الثانية وهي قوله ومما أفتى به تحريم التتاً ووضع له حداً في الشرع من ضرب قدر أربعين صوتاً إلى آخره فالجواب أنه لم ينقل عن الشيخ محمد فتوى في حكم شرب الدخان التتاً على التفصيل الذي ذكره هذا المعترض بل حينما بلغه أن أناساً من أعداء الإسلام يذكرون عنه أنه يكفر بالذنوب أجاب رحمه الله بما نصه يذكر لنا من أعداء الإسلام من يذكر أننا نكفر بالذنوب مثل شرب التتاً وشرب الخمر والزنا وغير ذلك من كبائر الذنوب فنبرأ إلى الله من هذه المقالة فنفى رحمه الله التكفير بسبب هذه الذنوب أما شرب التتاً الدخان فهو عادة خبيثة وفعلة رذيلة وما ضاره الصحية والمالية معلوماً يعترف بها شاربه والشارع نهى عن كل ما فيه ضرر على الأبدان والأموال قال الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً والتتاً ضرره على الأجسام ظاهر فقد أكد الثقات من الأطباء أن شربه يورث الإصابة بالتدرن الرئوي والأمراض الصدرية وأما ضرره على الأموال فهو صرف لها بدون فائدة ولا منفع فهو تبذير وإصراف وهذا منهي عنه قال تعالى ولا تبدر تبذيراً وهو أيضاً مفتر للأجسام نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر فلو سألت شاربه هل هو من الطيبات أم من الخبائث فحينما يصدقك القول يقول إنه من الخبائث والخبائث محرمة بنص القرآن قال تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث وبناء على هذه الأدلة تناوله العلماء المتأخرين بالبحث والمناقشة لكونه لم يعرف في بلاد الغرب إلا خلال القرن السادس عشر الميلادي ثم جعل ينتشر وينتقل حتى وصل إلى بلاد الشرق وشرب الدخان بدعة سيئة صح تحريمه من أربعة أوجه كونه مدراً بالصحة بإخبار الأطباء المعتبرين كونه من المخدرات والمفترات وكون رائحته كريهة تؤذي الناس الذين لا يستعملونه وكونه سرفاً وتبديراً للمال يقول الشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب وبما ذكرنا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام أهل العلم يتبين لك تحريم التتن الذي كثر في هذا الزمان استعماله وللدكتور صالح ابن عبد العزيز المنصور رسالة تبحث في حكم شرب الدخان ساق فيها الأدلة وكلام العلماء على تحريمه مفتي الديار السعودية في وقته سماحة الشيخ محمد ابن إبراهيم ابن عبد اللطيف آل الشيخ وقد ألف فيه رسالة ذكر فيها أقوال العلماء فيه هذه آراء علماء الإسلام في حكم شرب الدخان وهي آراء كلها تتفق على تحريمه إذن فما الذي يؤخذ على إمام الدعوة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب إذا أفتى بتحريم التتن مع أنه لم يتكلم فيه بشيء سوى ما سبق ذكره يقول الشيخ عبد الرحمن ابن عبد اللطيف ابن عبد الله آل الشيخ محاقق كتاب لمع الشهاب اجتهدت في أن أقف على كلام لشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب فتة أو مماثله فلم يتيسر للوقوف على كلام للشيخ في ذلك فما دام لم يصدر من الشيخ محمد فتوى فتة فكيف يضع له حدا في الشرع كما يزعم هذا المعترض ثم لو فرضنا جدلا أن الشيخ محمد وضع لشارب الدخان الحد المشار إليه فإن ضرب شاربه أربعين صوتا يصح قياسا على حد شارب الخمر لوجود علة الإسكار والتفتير إذ لا يوجد نص شرعي في حكم شاربه لحدوث اكتشافه واستعماله أما حلق لحيته كما يدعي هذا المفتري فإن العقل السليم والخالي من الهوى لا يقبل هذا إذ كيف ينهى عن عمل محدث ويعاقب عليه بمعصية محرمة بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف أحف الشوارب وأعف اللحاء ثم إن الشرع قد حكم على من اعتدى على لحيته إنسان فأزال شعرها بالكلية على وجه لا يرجى عوده بالدية كاملة فلولا مكانتها في الشرع لما حكم عليه بالدية كاملة وجعلها في مقابلة البدن جميعه فكيف يعاقب الشيخ محمد من شرب الدخان بحلق لحيته هذا بعيد كل البعد لكن هذا المفتري يهذي هذيان المحمومين فلا يذري ماذا يقول والمسألة الثالثة قوله وكان يوجب على الناس دفع زكاة أموالهم الباطنة كالنقود ومال التجارة إلى الإمام أي سلطان المسلمين وهو يفرقها لمستحقيها وكان يأمر بالتجسس عما عند الناس من الأموال الباطنة ليأخذ الإمام زكاتها قهرا منهم مع أن هذا غير المعهود من مذهب أحمد إلى آخره والجواب عن ذلك أن نقول إن الله أنزل في محكم كتابه قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم فأمر تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه الآية الكريمة بأخذ زكاة الأموال من الأغنياء وتوزيعها في مصارفها الثمانية الذين وضحهم الله بقوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فدلت الآية الأولى بقوله خذ من أموالهم على أن للرسول صلى الله عليه وسلم في حياته ولمن جاء بعده من أئمة المسلمين أخذ زكاة الأموال ولم تفرق الآية بين الأموال الظاهرة كالحبوب والثمار والمواشي وبين الأموال الباطنة كالذهب والفضة وعروض التجارة ولهذا قال الحافظ ابن كثير في تفسيره لهذه الآية اعتقد بعض مانعي الزكاة من أحياء العرب أن دفع الزكاة إلى الإمام لا يكون وإنما كان خاصا بالرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا احتجوا بقوله خذ من أموالهم صدقة وقد رد عليه هذا التأويل والفهم الفاسد أبو بكر الصديق وسائر الصحابة رضي الله عنهم وقاتلوهم حتى أدوا الزكاة إلى الخليفة كما كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال الصديق والله لو منعوني عناقا وفي رواية عقالا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه ويروى أن رجلا جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد برئت منها إلى الله ورسوله فقال الرسول صلى الله عليه وسلم نعم إذا أديتها إلى رسولي فقد برئت إلى الله ورسوله فلك أجرها وإثمها على من بدلها إن الصحابة رضوان الله عليهم قد فهموا من هذه الأدلة مشروعية دفع الزكاة إلى ولي الأمر ليفرقها على الفقراء وفي مصالح المسلمين ولم يفرقوا بين الظاهر والباطن إذا علم هذا فلماذا هذا الاعتراض على الشيخ محمد في هذه المسألة ما دامت محل نقاش بين أهل العلم من السلف والخلف وقد استهدت في طلب الوقوف على كلام للشيخ محمد بن عبد الوهاب في هذه المسألة فلم أذفر بشيء فيما اطلعت عليه إلا أني اطلعت على كلام لإبنيه عبد الله وحسين فقد سئل هل للإمام طلب الزكاة من الأموال الباطنة فأجابا رحمهم الله هذه المسألة اختلف فيها العلماء فمنهم من يقول للإمام أخذ الزكاة من الأموال الباطنة كالظاهرة ويجب دفعها إليه وهو قول مالك وقول في مذهب أحمد واتفقوا يعني الأئمة الأربعة على أن للإمام طلب الزكاة من الأموال الظاهرة والباطنة وإنما الخلاف في وجوب الدفع إليه وهل يجزئ عن صاحبها إذا لم يدفعها إليه أو لا فكيف يدعي هذا المعترض أن الشيخ ألزم الناس بدفع زكاة أموالهم الباطنة إلى الإمام فلو وجد لعرف ودو فإن رسائله وفتاواه مبذولة ومنتشرة وقد حوت الكثير من الأمور الفقهية فلو كان له كلام في هذه القضية لاشتهر وعرف ولكن شيئا من ذلك لم يكن ثم لو فرضنا جدلا أن الشيخ محمدا قال ذلك فإنه لم ينفرد بهذه الفتوى بل سبقه إليها فحول الصحابة ومن صار على نهجهم من أهل العلم وقد قدمنا رواياتهم وما قالوه في هذه المسألة أما دعواه بأن الشيخ كان يأمر بالتجسس عما عند الناس من الأموال الباطنة ليأخذ الإمام زكاتها قهرا منهم فالجواب أن هذا محض افتراء وكذب على الشيخ محمد فلم يثبت ذلك بدليل صحيح ولم يقل به أحد من المؤرخين وأئمة الدعوة وعلماء نجد الذين وجدوا بعده وهم لله الحمد كثر والشيخ محمد صاحب مكارم أخلاق وعفة نفس وكان يدعو الناس إلى البر والتقوى ويحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله وقد جاء النهي الشديد عن التجسس والغيبة فقال تعالى ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا فلا يعقل أبدا أن يفعل الشيخ هذا مع ورود هذا النهي الشديد قال الشاعر لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم أما دعوى هذا المعترض بأن أخذ زكاة الأموال الباطنة ودفعها إلى السلطان غير معهود في مذهب الإمام أحمد فهذا الكلام غير صحيح أيضا فإن المشهور في مذهب الإمام أحمد جواز ذلك قال الشيخ منصور البهوتي في كتابه شرح منتهى الإرادات لا يختلف أئمة المذهب أن دفعها للإمام جائز سواء كان عدلا أم غير عدل وسواء كانت من الأموال الظاهرة أم الباطنة المسألة الرابعة قوله وقد حكم بتحريم ذبيحة من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وأحلها أحمد بن حنبل اكتفاء بظاهر الإسلام إلى آخره فالجواب عن هذا أن الشيخ محمد لا يحكم بتحريم ذبيحة من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وعمل بمقتضى هذه الشهادة أما من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهو مع هذا مقيم على أعمال الشرك يدعو أصحاب القبور ويزور أضرحتهم متبركا بها ويطلب منهم قضاء الحاجات ودفع المضرات كما كان يفعله بعض الناس قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب فهذا الصنف من الناس هم الذين حرم الشيخ ذبيحتهم لأنهم لم يجردوا التوحيد ويخلصوا العبادة لله وحده والمشهور لدى أهل العلم أن المذكين ثلاثة أصناف صنف اتفق العلماء على صحة تذكيته وهو من اجتمع فيه خمسة شروط الإسلام الذكورية البلوغ العقل والخامس المحافظة على شعائر الإسلام كالصلاة والزكاة والصيام ونحوها وصنف اتفق العلماء على عدم صحة ذبيحته وهم المشركون عبدة الأصنام لقوله تعالى وما ذبح على النصب وقوله وما أهل لغير الله به وصنف اختلف في جواز ذبيحتهم وهم أهل الكتاب إذا ذكروا عليها اسم الله وقد سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب عن حكم من ذبح للجن فأجاب إذا فهمت هذا فهم أي أهل العلم صرحوا أن الذبح للجن ردة تخرج عن الإسلام وقالوا الذبيحة حرام ولو سمى عليها قالوا لأنه يجتمع فيه مانعان أحدهما أنها مما أهل به لغير الله والثاني أنها ذبيحة مرتد لا تحل ذبيحته وإن ذبحها للأكل وسمى عليها كما سئل الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ رحمه الله عن حكم ذبيحة الوثني والمرتد فأجاب من استدل على ذبيحة الوثني والمرتد بقوله فكلوا مما ذكر اسم الله عليه فهو من أجهل الناس بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة إلى أن قال وأما ما ذبحوه تقربا إلى غير الله فهو حرام وإن ذكرت التسمية عليه هذا طرف من أقوال بعض أئمة الدعوة في هذه المسألة فمن هذا نعرف أن الشيخ محمدا لم يحرم ذبيحة من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله عاملا بمقتضى هذه الشهادة فلم يدعو إلا الله ولم يتوسل إلا بالله ولم يذبح إلا بإسم الله أما من توسل بأصحاب القبور وسألهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات وتقرب إليهم بالذبح والنذر لهم فهذا الصنف من الناس هم الذين حرم الشيخ ذبيحتهم لأنها أهلت لغير الله ولم ينفرد بهذا الحكم بل هو عقيدة أهل السنة والجماعة وعلى رأسهم الإمام أحمد بن حنبل وغيره من أئمة السلف والخلف ثالثا كذب علماء السوء والحسد افتراءات سليمان ابن سحيم وهو أحد كبار المناوئين لدعوة الشيخ إبان ظهورها فقد كان يخب ويضع في سبيل تشويهها وتأليب الناس في الداخل والخارج عليها ومن ذلك رسالته الشهيرة التي كان يبعث بها إلى الآفاق للصد عن الدعوة السلفية ولو بالأكاذيب وأوردها هنا كما جاءت في تاريخ ابن غنام مع رد الشيخ محمد عليها قال ابن غنام ومنها رسالة أرسلها جوابا لعبد الله بن سحيم مطوع من أهل المجمعة حين سأله عن الكتاب الذي أرسله عدو الله سليمان ابن محمد ابن سحيم مطوع أهل الرياض وكانت رسالة أرسلها إلى أهل البصرة والحسى يشنع فيها على الشيخ بالكذب والبهتان والزور والباطل الذي ما جرى وما كان وقصده بذلك الاستنصار بكلامهم على إبطال ما أظهره الشيخ من بيان التوحيد وإخلاص الدعوة لله وهدم أركان الشرك وإبطال مناهج الضلال والإفك ورغم هذا أن يرتقي إلى ذلك بأسباب ويستدعي من كل معاند مكابر جواب وإلا فالله تعالى بفضله قد أزال اللبس والحجاب وكشف عن القلوب المظلمات الرينة والإحتجاب ونص رسالة المجاب من الفقير إلى الله تعالى سليمان ابن محمد ابن سحيم إلى من يصل إليه من علماء المسلمين وخدام شريعة سيد ولد آدم من الأولين والآخرين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد فالذي يحيط به علمكم أنه قد خرج في قطرنا رجل مبتدع جاهل مضل ضال من بضاعة العلم والتقوى عاطل جرت منه أمور فضيحة وأحوال شنيعة منها شيء شاع وذاع وملأ الأسماع وشيء لم يتعد أماكننا بعد فأحببنا نشر ذلك لعلماء المسلمين وورثة سيد المرسلين ليصيدوا هذا المبتدع صيد أحرار السقور لصغار بغاث الطيور ويردوا بذعه وضلالاته وجهله وهفواته والقصد في ذلك القيام لله ورسوله ونصرة الدين جعلنا الله وإياكم من الذين يتعاونون على البر والتقوى فمن بذعه وضلالته أنه عمد إلى شهداء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الكائنين في الجبيلة زيد بن الخطاب وأصحابه وهدم قبورهم وبعثرها لأجل أنهم في حجارة ولا يقدرون أن يحفروا لهم فطووا على أضرحتهم قدر ذراع ليمنعوا الرائحة والسباع والدافن لهم خالد وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمد أيضا إلى مسجد في ذلك وهدمه وليس داع شرعي في ذلك إلا اتباع الهوى ومنها أنه أحرق دلائل الخيرات لأجل قول صاحبها سيدنا ومولانا وأحرق أيضا رود الرياحين وقال هذا رود الشياطين ومنها أنه صح عنه أنه يقول لو أقدر على حجرة الرسول هدمتها ولو أقدر على البيت الشريف أخذت ميزابه وجعلت بدله ميزاب خشب أما سمع قوله تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ومنها أنه ثبت أنه يقول الناس من ستمائة سنة ليسوا على شيء وتصديق ذلك أنه بعث إلي كتابا يقول فيه أقروا أنكم قبلي جهال ضلال ومن أعظمها أن من لم يوافقه في كل ما قال ويشهد أن ذلك حق يقطع بكفره ومن وافقه وصدقه في كل ما قال قال أنت موحد ولو كان فاسقا محضا أو مكاسا وبهذا أظهر أنه يدعو إلى توحيد نفسه لا إلى توحيد الله ومنها أنه بعث إلى بلداننا كتابا مع بعض دعاته بخط يده وحلف فيه بالله أن علمه هذا لم يعرفه مشايخه الذين ينتسب إلى أخذ العلم منهم في زعمه وإلا فليس له مشايخ ولا عرفه أبوه ولا أهل العارض فيا عجبا إذا لم يتعلمه من المشايخ ولا عرفه أبوه ولا أهل قطره فمن أين علمه وعن من أخذه هل أوحي إليه أو رآه مناما أو علمه به الشيطان وحلفه هذا أشرف عليه جميع أهل العارض ومنها أنه يقطع بتكفير ابن الفارد وابن عربي ومنها أنه قاطع بكفر سادة عندنا من آل الرسول لأجل أنهم يأخذون النذر ومن لم يشهد بكفرهم فهو كافر عنده ومنها أنه ثبت عنه لما قيل له اختلاف الأئمة رحمه قال اختلافهم نقمة ومنها أنه يقطع بفساد الوقف ويكذب المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم وقفوا ومنها ابطال الجعالة على الحجج ومنها أنه ترك تمجيد السلطان في الخطبة وقال السلطان فاسق لا يجوز تمجيده ومنها أنه قال الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلتها وقال هي بدعة وضلالة تهوي بصاحبها إلى النار ومنها أنه يقول الذي يأخذه القضاة قديما وحديثا إذا قضوا بالحق بين الخصمين ولم يكن بيت مال لهم ونفقه أن ذلك رشوة ومن هذا القول بخلاف المنصوص عن جميع الأمة أن الرشوة ما أخذ لإبطال حق أو لإحقاق باطل وأن للقاضي أن يقول للخصمين لا أقضي بينكما إلا بجعل ومنها أنه يقطع بكفر الذي يذبح الدبيحة ويسمي عليها ويجعلها لله تعالى ويدخل مع ذلك دفع شر الجن ويقول ذلك كفر واللحم حرام فالذي ذكره العلماء في ذلك أنه منهي عنه فقط وذكره في حاشية المنتهى فبينوا رحمكم الله ذلك للعوام المساكين الذي لبس عليهم وأبطل عليهم الاعتقاد الصحيح فإن رأيتم أن ذلك صواب فبينوه لنا ونرجع إلى قوله وإن رأيتموه خطأا فاردعوه وزجروه وبينوا للناس خطأه فقد افتتن بسببه ناس كثير من أهل قطرنا فتداركوا رحمكم الله الأمر قبل أن يرسخ في النفوس فإن الجواب متعين على من وقف عليه ممن له معرفة بحكم الله ورسوله لأن ذلك إظهار للحق عند خفائه وإذ حاض للباطل انتهى ما ذكره صاحب الرسالة قال الشيخ ابن غنام وقد يسر الله للشيخ اتصال إليها والوقوف عليها وألهمه الجواب عنها والتنصل عن كثير منها فبين الحق الذي قاله وبين الكذب والزور الذي رماه به أهل الجهالة وهذا نص الرسالة كتبها بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الوهاب إلى عبد الله بن سحيم وبعد لفان مكتوبك وما ذكرت فيه من ذكرك وما بلغك ولا يخفاك أن المسائل التي ذكرت أنها بلغتكم في كتاب من العارض جملتها أربع وعشرون مسألة بعضها حق وبعضها بهتان وكذب وقبل الكلام فيها لا بد من تقديم أصل وذلك أن أهل العلم إذا اختلفوا والجهال إذا تنازعوا ومثلي ومثلكم إذا اختلفنا في مسألة هل الواجب اتباع أمر الله ورسوله وأهل العلم أو الواجب اتباع عادة الزمان الذي أدركنا الناس عليها ولو خالفت ما ذكره العلماء في جميع كتبهم وإنما ذكرت هذا ولو كان واضحا لأن بعض المسائل التي ذكرت أنا قلتها لكن هي موافقة لما ذكره العلماء في كتبهم الحنابلة وغيرهم ولكن هي مخالفة لعادة الناس التي نشأوا عليها فأنكرها علي من أنكرها لأجل مخالفة العادة وإلا فقد رأوا تلك في كتبهم عيانا وأقروا بها وشهدوا أن كلامي هو الحق لكن أصابهم ما أصاب الذين قال الله فيهم فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنسوا الله على الكافرين الآية وهذا هو ما نحن فيه بعينه فإن الذي رسلكم هو عضو الله ابن سحين وقد بينت ذلك له فأقر به وعندنا كتب يده في رسائل متعددة أن هذا هو الحق وأقام على ذلك سنين لكن أنكر آخر الأمر لأسباب أعظمها البغي أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده وذلك أن العامة قالوا له ولأمثاله إذا كان هذا هو الحق فلأي شيء لم تنهونا عن عبادة شمسان وأمثاله فتعذروا أنكم ما سألتمونا قالوا وإن لم نسألكم كيف نشرك بالله عندكم ولا تنصحونا وظنوا أن يأتيهم في هذا غضاضه وأن فيه شرفا لغيره وأيضا لما أنكرنا عليهم أكل السحت والرشا إلى غير ذلك من الأمور فقام يدخل عندكم وعند غيركم بالبهتان والله ناصر دينه ولو كاره المشركون وأنت لا تستهون مخالفة العادة على العلماء فضلا عن العوام وأنا أضرب لك مثلا بمسألة واحدة وهي مسألة الاستجمار ثلاثا فصاعدا من غير عظم ولا روث وهو كاف مع وجود الماء عند الأئمة الأربعة وغيرهم وهو إجماع الأمة لا خلاف في ذلك ومع هذا لو يفعله أحد لصار هذا عند الناس أمرا عظيما ولنهوا عن الصلاة خلفه وبدعوه مع إقرارهم بذلك ولكن لأجل العادة إذا تبين هذا فالمسائل التي شنع بها منها ما هو من البهتان الظاهر وهي قوله إني مبطل كتب المذاهب وقوله إني أقول إن الناس من ستمائة سنة ليسوا على شيء وقوله إني أدعي الإجدهاد وقوله إني خارج عن التقليد وقوله إني أقول إن اختلاف العلماء نقمة وقوله إني أكفر من توسل بالصالحين وقوله إني أكفر البوصيري لقوله يا أكرم الخلق وقوله إني أقول لو أقدر على هدم حجرة الرسول لهدمتها ولو أقدر على الكعبة لأخذت ميزابها وجعلت لها ميزابا من خشب وقوله إني أنكر زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقوله إني أنكر زيارة قبر الوالدين وغيرهم وإني أكفر من يحلف بغير الله فهذه اثنة عشرة مسألة جوابي فيها أن أقول سبحانك هذا بهتان عظيم ولكن قبله من بهت النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه يسب عيسى بن مريم ويسب الصالحين تشابهت قلوبهم وبهتوه بأنه يزعم أن الملائكة وعيسى وعزير في النار فأنزل الله في ذلك إن الذين سبقت لهم من الحسن أولئك عنها مبعدون الآية وأما المسائل الأخر وهي أني أقول لا يتم إسلام الإنسان حتى يعرف معنى لا إله إلا الله ومنها أني أعرف من يأتيني بمعناها ومنها أني أقول الإله هو الذي فيه السر ومنها تكفير الناذر إذا أراد به التقرب لغير الله وأخذ النذر كذلك ومنها أن الذبح للجن كفر والذبيحة حرام ولو سمى الله عليها إذا ذبحها للجن فهذه خمس مسائل كلها حق وأنا قائلها ونبدأ بالكلام عليها لأنها أم المسائل وقبل ذلك ذكر معنى لا إله إلا الله فنقول التوحيد نوعان توحيد الربوبية وهو أن الله سبحانه متفرد بالخلق والتدبير عن الملائكة والأنبياء وغيرهم وهذا حق لا بد منه لكن لا يدخل الرجل في الإسلام لأن أكثر الناس مقرون به قال الله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع ولا بصار إلى قوله أفلا تتقون وأن الذي يدخل الرجل في الإسلام هو توحيد الألوهية وهو أن لا يعبد إلا الله لا ملك مقرب ولا نبي مرسل وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث وأهل الجاهلية يعبدون أشياء مع الله فمنهم من يدعو الأصنام ومنهم من يدعو عيسى ومنهم من يدعو الملائكة فنهاهم عن هذا وأخبرهم أن الله أرسله ليوحد ولا يدعى أحد من دونه لا الملائكة ولا الأنبياء فمن تبعه ووحد الله فهو الذي شهد أن لا إله إلا الله ومن عصاه ودعا عيسى والملائكة واستنصرهم والتجأ إليهم فهو الذي جحد لا إله إلا الله مع إقراره أنه لا يخلق ولا يرزق إلا الله وهذه جملة لها بسط طويل لكن الحاصل أن هذا مجمع عليه بين العلماء ولما جرى في هذه الأمة ما أخبر نبيها صلى الله عليه وسلم حيث قال لتتبعون سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وكان من قبلهم كما ذكر الله عنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله فصار ناس من الضالين يدعون أناسا من الصالحين في الشدة والرخاء مثل عبد القادر الجيلاني وأحمد البدوي وعدي ابن مسافر وأمثالهم من أهل العبادة والصلاح فأنكر عليهم أهل العلم غاية الإنكار وزجروهم عن ذلك وحذروهم غاية التحذير والإنذار من جميع المذاهب الأربعة في سائر الأقطار والأمصار فلم يحصل منهم انزجار بل استمروا على ذلك غاية الاستمرار وأما الصالحون الذين يكرهون ذلك فحاشاهم من ذلك وبين أهل العلم أن أمثال هذا هو الشرك الأكبر وأنت ذكرت في كتابك ما تقول يا أخي ما لنا والله دليل إلا من كلام أهل العلم وأنا أقول كلام أهل العلم رضي الله تعالى عنهم وأنا أنقله لك وأنبهك عليه فتفكر فيه وقم لله ساعة ناظرا ومناظرا مع نفسك ومع غيرك فإن عرفت أن الصواب معي وأن دين الإسلام اليوم من أغرب الأشياء أعني دين الإسلام الصرف الذي لا يمزج بالشرك والبدع وأما الإسلام الذي ضده الكفر فلا شك أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم آخر الأمم وعليها تقوم الساعة فإن فهمت أن كلامي هو الحق فاعمل لنفسك واعلم أن الأمر عظيم والخطب جسيم فإن أشكل عليك شيء فسفرك إلى المغرب في طلبه غير كثير واعتبر لنفسك حيث كتبت لي فيما مضى أن هذا هو الحق الذي لا شك فيه لكن لا تقدر على تغيير وتكلمت بكلام حسن فلما غرب لك الله بولد المويس ولبس عليك وكتب لأهل الوشم يستهزئ بالتوحيد ويزعم أنه بدعة وأنه خرج من خراسان ويسب دين الله ورسوله لم تفطن لجهله وعظم ذنبه وذننت أن كلامي فيه من باب الانتصار للنفس وكلامي هذا لا يغيرك فإن مراضي تفهم أن الخطب جسيم وأن أكابر أهل العلم يتعلمون هذا ويغلطون فيه فضلاً عنا وعن أمثالنا فلعله إن أشكل عليك تواجهني هذا إن عرفت أنه حق وإن كنت إذا نقلت لك عبارات العلماء عرفت أني لم أفهم معناها وأن الذي نقلت لك كلامهم أخطأوا وأنهم خالفهم أحد من أهل العلم فنبهني على الحق وأرجع إليه إن شاء الله تعالى فنقول قال الشيخ تقي الدين وقد غالط في مسمى التوحيد طوائف من أهل النظر ومن أهل العبادة حتى قلبوا حقيقته فطائفة ظنت أن التوحيد هو نفي الصفات وطائفة ظنوا أنه الإقرار بتوحيد الربوبية ومنهم من أطال في تقرير هذا الموضع وظن أنه بذلك قرر الوحدانية وأن الألوهية هي القدرة على الإختراع ونحو ذلك ولم يعلم أن مشركي العرب كانوا مقرين بهذا التوحيد قال الله تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون الآيات وهذا حق لكن لا يخلص به عن الإشراك بالله الذي لا يغفره الله بل لا بد أن يخلص الدين لله فلا يعبد إلا الله فيكون دينه لله والإله هو المألوه الذي تألهه القلوب وأطال رحمه الله الكلام وقال أيضا في الرسالة السنية التي أرسلها إلى طائفة من أهل العبادة ينتسبون إلى بعض الصالحين ويغلون فيه فذكر حديث الخوارج ثم قال فإذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين ممن ينتسب إلى الإسلام من مرق مع عبادته العظيمة فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام قد يمرق من الدين وذلك بأمور منها الغلو الذي ذمه الله مثل الغلو في عدي بن مسافر أو غيره بل الغلو في علي بن أبي طالب بل الغلو في المسيح ونحوه فكل من غلى في نبي أو صحابي أو رجل صالح وجعل فيه نوعا من الإلهية مثل أن يقول يا سيدي فلان أغتني أو أنا في حسبك ونحو هذا فهذا كافر يستتاب فإن تاب وإلا قتل فإن الله سبحانه إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد ولا يدعى معه إله آخر والذين يدعون مع الله آلهة أخرى مثل الشمس والقمر والصالحين والتماثيل المصورة على صورهم لم يكونوا يعتقدون أنها تنزل المطر أو تنبت النبات وإنما كانوا يعبدون الملائكة والصالحين ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله فبعث الرسل وأنزل الكتب تنهى عن أن يدعى أحد من دونه لا دعاء عبادة ولا دعاء استغاثة وأطال الكلام رحمه الله فتأمل كلامه في أهل عصره من أهل النظر الذين يدعون العلم من أهل العبادة الذين يدعون الصلاح وقال في الإقناع في باب حكم المرتدي في أوله فمن أشرق بالله أو جحد ربوبيته أو وحدانيته إلى أن قال أو استهزأ بالله أو رسله قال الشيخ أو كان مبغضا لرسوله أو لما جاء به اتفاقا أو جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم كفر إجماعا إلى أن قال أو أنكر الشهادتين أو إحداهما فتأمل هذا الكلام بشراشر قلبك وتأمل هل قالوا هذا في أشياء وجدت في زمانهم واشتد نكيرهم على أهلها أو قالوها ولم تقع وتأمل الفرق بين جحد الربوبية والوحدانية والبغض لما جاء به الرسول وقال أيضا في أثناء الباب ومن اعتقد أن لأحد طريقا إلى الله غير متابعة محمد صلى الله عليه وسلم أو لا يجب عليه اتباعه أو أن لغيره خروجا عن اتباعه أو قال أنا محتاج إليه في علم الظاهر دون علم الباطن أو في علم الشريعة دون علم الحقيقة أو قال إن من العلماء من يسعه الخروج عن شريعته كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى كفر في هذا كله ولو تعرف من قال هذا الكلام فيه وجزم بكفرهم وعلمت ما هم عليه من الزهد والعبادة وأنهم عند أكثر أهل زماننا من أعظم الأولياء لقضيت العجب وقال أيضا في الباب ومن سب الصحابة واقترن بسبه دعوى أن علي إله أو نبي أو أن جبريل غالط فلا شك في كفر هذا بل لا شك في كفر من توقف في تكفيره فتأمل هذا إذا كان كلامه هذا في علي فكيف بمن ادعى أن ابن عربي أو عبد القادر إله وتأمل كلام الشيخ في معنى الإله الذي تألهه القلوب واعلم أن المشركين في زماننا قد زادوا على الكفار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يدعون الأولياء والصالحين في الرخاء والشدة ويطلبون منهم تفريج الكربات وقضاء الحاجات مع كونهم يدعون الملائكة والصالحين ويريدون شفاعتهم والتقرب إليهم وإلا فهم مقرون بأن الأمر لله فهم لا يدعونهم إلا في الرخاء فإذا جاءتهم الشدائد أخرص لله قال الله تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم الآية وقال أيضا في الإقناع في الباب ويحرم تعلم السحر وتعليمه وفعله وهو عقد ورقى وكلام يتكلم به أو يكتبه أو يعمل شيئا يؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله ومنهما يقتل ومنهما يمرض ومنهما يأخذ الرجل عن إمرأته فيمنعه وطأها ومنهما يبغض أحدهما للآخر ويحبب بين اثنين ويكفر بتعلمه وفعله سواء اعتقد تحريمه أو إباحته فتأمل هذا الكلام ثم تأمل ما جرى في الناس خصوصا الصرف والعطف تعرف أن الكفر ليس ببعيد وعليك بتأمل هذا الباب في الإقناع وشرحه تأملا جيدا وقف عند المواضع المشكلة وذاكر فيها كما تفعل في باب الوقف والإيجارة يتبين لك إن شاء الله أمر عظيم وأما الحنفية فقال الشيخ قاسم في شرح دولر البحار النذر الذي يقع من أكثر العوام وهو أن يأتي إلى قبر بعض الصلاحاء قائلا يا سيدي فلان إن رد غائبي أو عوفي مريدي أو قضيت حاجتي فلك كذا وكذا باطل إجماعا لوجوه منها أن النذر للمخلوق لا يجوز ومنها ظن أن الميت يتصرف في الأمر واعتقاد هذا كفر إلى أن قال إذا عرف هذا فما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت ونحوها وينقل إلى ضرائح الأولياء فحرام بإجماع المسلمين وقد ابتلي الناس لا سيما في مولد أحمد البدوي فتأمل قول صاحب النهر مع أنه بمصر ومقر العلماء كيف شاع بين أهل مصر ما لا قدرة للعلماء على دفعه فتأمل قوله من أكثر العوام أتظن أن الزمان صلح بعده وأما المالكية فقال الترطوشي في كتاب الحوادث والبدع روى البخاري عن أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حديث عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون حولها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال الله أكبر هذا كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة لتركبن سنن من كان قبلكم فانظروا رحمكم الله أينما وجدتم سدرة يقصدها الناس وينوطون بها الخرق فهي ذات أنواط فاقطعوها وقال صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس ومعنى هذا أن الله لما جاء بالإسلام فكان الرجل إذا أسلم في قبيلته غريبا مستخفيا بإسلامه قد جفاه العشيرة فهو بينهم ذليل الخائف ثم يعود غريبا لكثرة الأهواء المضلة والمذاهب المختلفة حتى يبقى أهل الحق غرباء في الناس لقلتهم وخوفهم على أنفسهم وروى البخاري عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال والله ما أعرف فيهم من أمر محمد إلا أنهم يصلون جميعا وذلك أنه أنكر أكثر أفعال أهل عصره وقال الزهري دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي فقلت ما يبكيك فقال ما أعرف فيهم شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة وهذه الصلاة قد ضيعت انتهى كلام الطرطوشي فليتأمل اللبيب هذه الأحاديث وفي أي زمان قيلت وفي أي مكان وهل أنكرها أحد من أهل العلم والفوائد فيها كثيرة ولكن مراضي منها ما وقع من الصحابة وقول الصادق المصدوق أنه مثل كلام الذين اختارهم الله على العالمين لنبيهم اجعل لنا إلها يا عجبا إذا جرى هذا من أولئك السادة كيف ينكر علينا أن رجلا من المتأخرين غلط في قوله يا أكرم الخلق كيف تعجبون من كلامي فيه وتظنونه خيرا وأعلم منهم ولكن هذه الأمور لا علم لكم بها وتظنون أن من وصف شركا أو كفرا أنه الكفر الأكبر المخرج عن الملة ولكن أين كلامك هذا من كتابك الذي أرسلت إلي قبل أن يغرب لك الله بصاحب الشام وتذكر وتشهد أن هذا هو الحق وتعتذر أنك لا تقدر على الإنكار ومراضي أبين لك كلام الطرطوشي ما وقع في زمانه من الشرك بالشجر ومع كونه في زمن القاضي أبي يعلى أتظن الزمان صلح بعده وأما كلام الشافعية فقال الإمام محدث الشام أبو شامة في كتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث وهو في زمن الشارح وابن حمدان وقد وقع في جماعة من النابذين لشريعة الإسلام المنتمين إلى الفقر الذي حقيقته الافتقار من الإيمان من اعتقادهم في مشايخ لهم ضالين مضلين فهم داخلون تحت قوله أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله وبهذه الطرق وأمثالها كان مبادئ ظهور الكفر من عبادة الأصنام وغيرها ومن هذا القسم ما قد عم الإبتلاء من تزهين الشيطان للعامة تخليق الحيطان والعمد وسرج مواضع في كل بلد يحكي لهم حاك أنه رأى منامه أحد ممن شهر بالصلاح فيفعلون ذلك ويظنون أنهم يتقربون إلى الله ثم يجاوزون ذلك إلى أن يعظم وقع تلك الأماكن في قلوبهم ويرجون الشفاء لمرضاهم وقضاء حوائجهم بالنذر لهم وهي بين عيون وشجر وحائط وشجر وفي دمشق صانها الله من ذلك مواضع متعددة كعوينة الحمى والشجر الملعونة خارج باب النصر سهل الله قطعها فما أشبهها بذات أنواط ثم ذكر كلاما طويلا إلى أن قال أسأل الله الكريم معافاته من كل ما يخالف رضاه ولا يجعلنا ممن أضله فاتخذ إلهه هواه فتأمل ذكره في هذا النوع أنه نبذ لشريعة الإسلام وأنه خروج عن الإيمان ثم ذكر أنه عمل ابتلاء به في الشام فأن تقول لصاحبكم هؤلاء العلماء من الأئمة الأربعة ذكروا أن الشرك عمل ابتلاء به وغيره وصاحوا بأهله من أقطار الأرض وذكروا أن الدين عاد غريبا فهو بين اتنين إما أن يقول كل هؤلاء العلماء جاهلون ضالون مضلون خارجون وإما أن يدعي أن زمانه وزمان مشايخه صالح بعد ذلك ولا يخفك أني عثرت على أوراق عند ابن عزاز فيها إجازات له من عند مشايخه وشيخ مشايخه رجل يقال له عبد الغني ويتنون عليه في أوراقهم ويسمونه العارف بالله وهذا اشتهر عنه أنه على دين ابن عربي الذي ذكر العلماء أنه أكثر من فرعون حتى قال ابن المقري الشافعي من شك في كفر طائفة ابن عربي فهو كافر فإذا كان إمام دين ابن عربي والداعي إليه هو شيخهم ويتنون عليه أنه العارف بالله فكيف يكون الأمر ولكن أعظم من هذا كله ما تقدم عن أبي الدرداء وأنس وهما بالشام ذلك الكلام فيه العظيم واحتج به أهل العلم على أن زمانهم أعظم فكيف بزماننا؟ وقال ابن القيم رحمه الله في الهدي النبوي في الكلام على حديث وفذ الطائف لما أسلموا وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك لهم اللات لا يهدمها سنة ولما تكلم ابن القيم على المسائل المأخذة من القصة قال ومنها لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها وإبطالها يوما واحدا فإنها شعائر الشرك والكفر وهي أعظم المنكرات فلا يجوز الإقرار عليها مع القدرة البتة وهذا حكم المشاهد التي بنيت على القبور التي اتخذت أوثانا تعبد من دون الله والأحجار التي تقصد للتبرك والنذر والتقبيل لا يجوز إبقاء شيء منها على وجه الأرض مع القدرة على إزالته وكثير منها بمنزلة اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى بل أعظم شركا عندها وبها والله المستعان ولم يكن أحد من أرباب هذه الطواغيت يعتقد أنها تخلق وترزق وإنما كانوا يفعلون عندها وبها ما يفعله إخوانهم من المشركين اليوم عند طواغيتهم فاتبع هؤلاء سنن من قبلهم وسلكوا سبيلهم شبرا بشبر وذراعا بذراع وسلكوا سبيلهم حذو القدة بالقذة وغلب الشرك على أكثر النفوس لغلبة الجهل وخفاء العلم وصار المعروف منكرا والمنكر معروفا والسنة بدعة والبدعة سنة ونشأ في ذلك الصغير وهارم عليه الكبير وطمست الأعلام واشتدت غربة الإسلام وقل العلماء وغلب السفهاء وتفاقم الأمر واشتد البأس وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس انتهى كلامه وقال أيضا في الكلام على هذه القصة لما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ مالا لا وصرفه في المصالح ومنها جواز صرف الإمام الأموال التي تصير إلى هذه الطواغيت في الجهاد ومصالح المسلمين فيجب عليه أن يأخذ أموال هذه الطواغيت التي تصاق إليها ويصرفها على الجند والمقاتلة ومصالح الناس كما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم أموالا لا وكذا الحكم في وقفها والوقف عليها باطل وهو مال ضائع فيصرف في مصالح المسلمين فإن الوقف لا يصح إلا في قربة وطاعة لله ولرسوله فلا يصح على مشهد ولا قبر يشرح عليه ويعظم وينذر له ويعبد من دون الله وهذا مما لا يخالف فيه أحد من أئمة الدين ومن اتبع سبيلهم انتهى كلامه فتأمل كلام هذا الرجل الذي هو من أهل العلم وهو أيضا من أهل الشام كيف صرح أنه ظهر في زمانه في من يدعي الإسلام في الشام وغيره عبادة القبور والمشاهد والأشجار والأحجار التي هي أعظم من عبادة اللات والعزة أو مثله وأن ذلك ظهر ظهورا عظيما حتى غلب الشرك على أكثر النفوس وحتى صار الإسلام غريبا بل اشتدت غربته أين هذا من قول صاحبكم لأهل الوشم في كتابه لما ذكروا له أن في بلدانكم شيئا من الشرك يأبى الله أن يكون ذلك في المسلمين وكلام هؤلاء الأئمة من أهل المذاهب الأربعة أعظم وأعظم وأطم مما قال ابن عيدان وصاحبه في أهل زمانهما أفترى هؤلاء العلماء أتوا فرية عظيمة ومقالة جسيمة فهذا ما يسر الله نقله من كلام أهل العلم على سبيل العجلة فأنت تأمله تأملا جيدا واجعل تأملك لله مستعيذا بالله من اتباع الهواء ولا تفعل فعلك أولا ولما ذكرت لك أنك تأمل كلامي وكلامه فإن كان كلامي صحيحا لا مجازفة فيه وأن شاميكم لا يعرف معنى لا إله إلا الله ولا يعرف عقيدة الإمام أحمد وعقيدة الذين ضربوه فاعرف قدره فهو بغيره أجهل وعرف أن الأمر أمر جليل فإن كان كلامي باطلا ونسبت رجلا من أهل العلم إلى هذه الأمور العظيمة بالكذب والبهتان فالأمر أيضا عظيم فأعرضت عن ذلك كله وكتبت لي كتابا في شيء آخر فإن كان مرادك اتباع الهواء أعاذن الله منه وأنك مع ولد المويس كيف كان فاترك الجواب فإن بعض الناس يذكرون عنك أنك صائر معه لأجل شيء من أمور الدنيا وإن كنت مع الحق فلا أعذرك من تأمل كلامي هذا وكلامي الأول وتعرضهما على كلام أهل العلم وتحررهما تحريرا جيدا ثم تتكلم بالحق إذا تقرر هذا فخمس المسائل التي قدمت جوابها في كلام العلماء وأضيف إليها مسألة سادسة وهي إفتائي بكفر شمسان وأولاده ومن شابههم وسميتهم طواغيت ذلك أنهم يدعون الناس إلى عبادتهم من دون الله عبادة أعظم من عبادة اللات والعزة بأضعاف وليس في كلامي مجازفة بل هو الحق لأن عبادة اللات والعزة يعبدونها في الرخاء ويخلصون لله في الشدة وعبادة هؤلاء أعظم من عبادتهم إياهم في شدائد البري والبحر فإن كان الله أوقع في قلبك معرفة الحق والإنقياد له والكفر بالطاغوت والتبرأ ممن خالف هذه الأصول ولو كان أباك أو أخاك فاكتب لي وبشرني لأن هذا ليس مثل الخطأ في الفروع بل ليس الجهل بهذا فضلا عن إنكاره مثل الزنا والسرقة بل والله ثم والله ثم والله إن الأمر أعظم وإن وقع في قلبك إشكال فاضرع إلى مقلب القلوب أن يهديك لدينه ودين نبيه وأما بقية المسائل فالجواب عنها ممكن إذا خلصنا من شهادة أن لا إله إلا الله وبيننا وبينكم كلام أهل العلم لكن العجب من قولك أنا هادم قبور الصحابة وعبارة الإقناع في الجنائز يجب هدم القباب التي على القبور لأنها أسست على معصية الرسول والنبي صلى الله عليه وسلم صحى عنه أنه بعث عليا لهدم القبور ومثل صاحب كتابكم لو كتب لكم أن ابن عبد الوهاب ابتدع لأنه أنكر على رجل تزوج أخته فالعجب كيف راج عليكم كلامه فيه وأما قولي إن الإله الذي فيه السر فمعلوم أن اللغات تختلف فالمعبود عند العرب والإله الذي يسمونه عوامنا السيد والشيخ والذي فيه السر والعرب الأولون يسمون الألوهية ما يسميه عوامنا السر لأن السر عندهم هو القدرة على النفع والضر وكونه يصلح أن يدعى ويرجى ويخاف ويتوكل عليه فإذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب وسئل بعض العامة ما فاتحة الكتاب ما فسرت له إلا بلغة بلده فطارة تقول هي فاتحة الكتاب وطارة تقول هي أم القرآن وطارة تقول هي الحمد وأشباه هذه العبارات التي معناها واحد ولكن إن كان السر في لغة عوامنا ليس هذا وأن هذا ليس هو الإله في كلام أهل العلم فهذا وجه الإنكار فبينوا لنا وأما قول ابن سحيم في أول الرسالة إنه عمد إلى شهداء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الكائنين في الجبيلة زيد ابن الخطاب وأصحابه وهدم قبورهم وبعثرها لأجل أنهم في حجارة ولا يقدرون أن يحفروا لهم فطووا على أضرحتهم قدر ذراع ليمنعوا الرائحة والسباع والدافن لهم خالد بن الوليد وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمد أيضا إلى مسجد في ذلك وهدمه إلى آخره فهذا الكلام ذكر فيه ما هو حق وصدق وذكر فيه ما هو كذب وزور وبهتان فالذي حدث من الشيخ رحمه الله وأتباعه أنه هدم البناء الذي على القبور والمسجد المجعول في المقبرة على القبر الذي يزعمون أنه قبر زيد ابن الخطاب رضي الله عنه وذلك كذب ظاهر فإن قبر زيد رضي الله عنه ومن معه من الشهداء لا يعرف أين موضعه بل المعروف أن الشهداء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلوا في أيام مسيلمة في هذا الوادي ولا يعرف أين موضع قبورهم وقبور غيرهم ولا يعرف قبر زيد من قبر غيره وإنما كذب ذلك بعض الشياطين وقال للناس هذا قبر زيد فافتتنوا به وصاروا يأتون إليه من جميع البلاد بالزيارة ويجتمع عنده جمع كثير ويسألونه قضاء الحاجات وتفريج الكربات فلأجل ذلك هدم الشيخ ذلك البناء الذي على قبره وذلك المسجد المبني على المقبرة اتباعا لما أمر الله به ورسوله من تسوية القبور والنهي الغليذ الشديد في بناء المساجد عليها كما يعرف ذلك من له أدنى ملكة من المعرفة والعلم وقوله وبعثرها لأجل أنهم في حجارة ولا يقدرون أن يحفروا لهم فطووا على أدرحتهم قدر ذراع ليمنع الرائحة والسباع فكل هذا كذب وزور وتشنيع على الشيخ عند الناس بالباطل والفجور وكلامه هذا تكذبه المشاهدة فإن الموضع الذي فيه تلك القبور موضع سهل لين للحفر وأهل العيينة والجبيلة وغيرهما من بلدان العارض يدفنون موتاهم في تلك المقبرة وهي أرض سهلة لا حجارة فيها والحجارة والوعر عن تلك المقبرة شمالا وجنوبا ولكن هذا العدو وأشباهه يرمون هذا الشيخ بالأمور الفضيعة والأهوال الهائلة الشنيعة لكي ينفر السامعون لذلك عن الدخول في دين الله وليس ذلك ببدع من الشيطان وحزبه والحمد لله رب العالمين آخر الرسالة وصلى الله على محمد وآله وسلم رابعا كذب أهل البدع افتراءات أحمد زيني دحلان هذا الصوفي المتوفى عام 1304 ألف رسالة بعنوان الدرر السنية في الرد على الوهابية شحنها بالافتراءات على دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ووجد من يتبناها من الحكام المناوئين للدولة السعودية في فترة مضت يقول الشيخ رشيد رضا رحمه الله عن سبب انتشار رسالة دحلان انشأت أول مطبعة في مكة المكرمة في زمن هذا الرجل فطبع رسالته وغيرها من مصنفاته فيها وكانت توزع بمساعدة أمراء مكة ورجال الدولة في حجاج الآفاق فعم نشرها وتناقل الناس مفترياته وبهاءته في كل قطر وصدقها العوام وكثير من الخواص كما اتخذ المبتدعة والحشوية الخرافيون رواياته ونقولاته الموضوعة والواهية والمنكرة وتحريفه للروايات الصحيحة حججا يعتمدون عليها في الرد على دعاة السنة المصلحين وقال الشيخ فوزان السابق عنه قال بعض الفضلاء من علماء مكة تصانيف دحلان كالميتة لا يأكلها إلا المدطر وقد رد عليه كثير من علماء الهند والعراق ونجد ففضحوه وبينوا ضلاله وقد سمعت غير واحد ممن يوثق بهم من أهل العلم يقولون إن دحلان هذا رافضي لكنه أخفى مذهبه وتسمى بتقليد أحد الآئمة الأربعة سترا لمقاصده الخبيثة ولنيل المناصب التي يأكل منها ومن أدل الدليل على رفضه الخبيث تأليفه لكتاب أسنى المطالب في نجاة أبي طالب الذي رد فيه بهواه نصوص الكتاب والسنة الصحيحة المتواترة قلت وممن قام بالرد على رسالته السابقة الشيخ الهندي محمد بشير السهسواني رحمه الله برسالته الشهيرة صيانة الإنسان على وسوسة الشيخ دحلان والشيخ الهندي عبد الكريم ابن فخر الدين برسالته الحق المبين في الرد على اللهابية المبتدعين والشيخ صالح ابن محمد ابن الشثري رحمه الله برسالته تأييد الملك المنان في نقض ضلالات دحلان والشيخ زيد ابن محمد آل سلمان برسالته فتح المنان في نقض شبه الضال لدحلان والشيخ سليمان ابن سحمان رحمه الله بقصيدة مطولة تقع في 499 بيتا عنوانها المواهب الربانية في الانتصار لطائفة الوهابية ورد آضاليل الشبه الدحلانية والشيخ أحمد ابن عيسى رحمه الله برسالته تلخيص الكلام في الرد على أحمد زيني دحلان والشيخ ناصر العقل ضمن رسالته إسلامية لاوهابية وأنقل هنا موجزا في رد افتراءاته من رسالة الإمام محمد ابن عبد الوهاب حياته آثاره دعوته السلفية للدكتور محمد السكاكر قال وفقه الله افتراءات أحمد زيني دحلان والرد عليها هذا الرجل ولد سنة 1232 هجرية وتولى القضاء والتدريس في مكة وله عدد من المؤلفات في التاريخ وتوفي في المدينة سنة 1304 هجرية أعد رسالة في حوالي 70 صفحة طبعت عدة مرات عنوانها الدرر السنية في الرد على الوهابية زعم في أولها أنه جمع فيها ما تمسك به أهل السنة والجماعة في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم والتوسل به وبالأولياء والصالحين في الحياة وبعد الممات ورسالته هذه تدور على ما ذكر في شبهات داود بن جرجيس إلا أن دحلان زاد عليها بالسب والشتم والتجريح في إمام هذه الدعوة ومن حمل لواءها من بعده من العلماء وملوك آل سعود يقول دحلان في رسالته المذكورة إنه يريد الشيخ محمد بن عبد الوهاب منع الناس من زيارة النبي صلى الله عليه وسلم وخرج ناس من الأحساء وزار النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه خبرهم فلما رجعوا مروا عليه بالدرعية فأمر بحلق لحاهم ثم أركبهم مقلوبين من الدرعية إلى الإحساء وكان ينهى عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويتأذى من سماعها إلى غير ذلك من الهراء والكذب الذي يطول ذكره والجواب عن ذلك من عرف حال الشيخ محمد بن عبد الوهاب وما هو عليه في عقيدته ودعوته ينكر هذا القول الباطل فالشيخ محمد يعتقد أن رتبة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أعلى مراتب المخلوقين ومن أشغل أوقاته بالصلاة والسلام عليه على ما ورد عنه فقد فاز بسعادة الدارين وآثار الشيخ محمد ورسائله تدل على هذا بوضوح فلا يمر ذكر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلا ويصلي ويسلم عليه أما قصد زيارة قبره صلى الله عليه وسلم دون مسجده فلم يرد في ذلك دليل صحيح على ما ذكره أهل العلم المعتد بقولهم بل الدليل ورد بزيارة مسجده فقال صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد هادا والمسجد الأقصى فمن قصد مسجده للصلاة فيه سن له زيارة قبره للسلام عليه لأن ذلك يدخل تبعا لا قصدا ومن قال من العلماء يستحب زيارة قبره صلى الله عليه وسلم فإن مرادهم زيارة مسجده للصلاة فيه والسلام عليه صلى الله عليه وسلم ولهذا كاره إمام دار الهجرة مالك بن أنس أن يقول الرجل ذرت قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن هذا اللفظ لم يرد يقول شيخ الإسلام ابن تيمية والأحاديث المروية في زيارة قبره صلى الله عليه وسلم كلها ضعيفة بل كذب ويقول الإمام عبد العزيز ابن محمد ابن سعود في إحدى رسائله والأحاديث التي رواها الدار قطني في زيارة قبره عليه الصلاة والسلام كلها مكذوبة موضوعة باتفاق أكثر أهل المعرفة أما دعوى دحلان حلق لحى المذكورين كما يزعم فهو قول مردود عليه لأن حلق اللحى قد ورد النهي عنه فقال صلى الله عليه وسلم أحف الشوارب وأعف اللحى وفي رواية أخرى وثر اللحى وأحف الشوارب فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان والشيخ محمد بن عبد الوهاب متبع لا مبتدع فكيف يأمر بحلق لحاهم كما يزعمه هذا المعترض مع ورود الدليل في النهي عنه سبحانك هذا بهتان عظيم ومن جملة كذب دحلان أيضا قوله في رسالته فلما مضى الدولة الشريف مساعد وتوفي سنة 1174 وولي أمارة مكة أخوه الشريف أحمد بن سعيد أرسل أمير الدرعية جماعة من علمائهم فأمر العلماء أن يختبروهم فاختبرهم فوجدهم لا يدينون إلا بدين الزنادقة فأبى أن يأذن لهم في الحج هكذا يقول دحلان عن أهل هذه الدعوة عامله الله بعدله فما دين أهل هذه المملكة الحاضرة إلا امتداد لدين أولئك الأفذاد أتباع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ومذهبهم مذهب أهل السنة والجماعة والاجتماع الذي أشار إليه دحلان قد بسط تفاصيله المؤرخ بن غنام الذي عاصره وشاهد أحداثه يقول بن غنام وفي هذه السنة 1185 هجرية أرسل الشيخ محمد بن عبد الوهاب والأمير عبد العزيز بن سعود إلى والي مكة أحمد بن سعيد هدايا وكان قد كاتبهما وطلب منهما أن يرسلا إليه فقيها وعالما من جامعتهما يبين حقيقة ما يدعون إليه من الدين ويناظر علماء مكة فأرسلا إليه الشيخ عبد العزيز الحصين ومعه رسالة منهما ثم أورد بن غنام نص الرسالة بكاملها ومن جملة ما ورد فيها قولهما ولما طلبتم من ناحيتنا طالب علم امتثلنا الأمر وهو واصل إليكم ويحضر في مجلس الشريف أعزه الله تعالى هو وعلماء مكة فإن اججمعوا فالحمد لله على ذلك وإن اختلفوا أحضر الشريف كتبهم وكتب الحنابلة والواجب على كل منا ومنهم أن يقصد بعلمه وجه الله ونصر رسوله كما قال تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتومنن به ولترصرنه فإذا كان الله سبحانه قد أخذ الميثاق على الأنبياء إن أدركوا محمدا صلى الله عليه وسلم على الإيمان به ونصرته فكيف بنا يا أمته ثم يمضي بن غنام فيقول فلما وصل الشيخ عبد العزيز الحسين نزل على الشريف الملقب بالفعر واجتمع هو وبعض علماء مكة عنده وهم يحيى بن صالح الحنفي وعبد الوهاب بن حسن التركي مفتي السلطان وعبد الغني بن هلال وتفاوضوا في ثلاث مسائل وقعت المناظرة فيها الأولى ما نوسب إلينا من التكفير بالعموم الثانية هدم القباب التي على القبور الثالثة إنكار دعوة الصالحين للشفاعة فذكر لهم الشيخ عبد العزيز أن نسبة التكفير بالعموم إلينا زور وبهتان علينا وأما هدم القباب التي على القبور فهو الحق والصواب كما ورد في كثير من الكتب وليس لدى العلماء فيه شك وأما دعوة الصالحين وطلب الشفاعة منهم والاستغاثة بهم في النوازل فقد نص عليه الآئمة وقرروا أنه من الشرك الذي فعله القدماء ولا يجادل في جوازه إلا كل ملحد أو جاهل فأحذروا كتب الحنابلة فوجدوا أن الأمر على ما ذكر فامتنعوا واعترفوا بأن هذا دين الله وقالوا هذا مذهب الإمام المعظم وانصرف منهم الشيخ مبجلا معززا انتهى كلام بن غنام وقد أورد هذه القصة الشيخ عبد الله البسام رحمه الله في كتابه علماء نجد خلال ثمانية قرون في ترجمته للشيخ عبد العزيز الحسين رحمه الله وقال وبعد البحث أذعنوا يقصد علماء مكة بأن الصواب في المسألة الثانية والثالثة وهو هذم القباب ومن عطل بالشفاعة إلا من الله تعالى وأنه مذهب الإمامين أبي حنيفة وأحمد كما بيّن لهم الشيخ الحسين أن نسبة تكفير عموم المسلمين إلى أهل نجد كذب وبهتان فرجع منهم ظافرا مكرما هذه هي حقيقة القصة فهل كان أهل نجد لا يدينون إلا بدين الزنادقة كما يزعمه دحلان وأيضا لنرى ما يقوله أحد آئمة الدعوة في أوائل القرن الثالث عشر الهجري بعد وفاة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب يقول الشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمهم الله وهو يتحدث مع علماء مكة عام ألف مئثين وثمانية عشر عن الشبه والأكاذيب التي رمي بها أهل هذه الدعوة يقول وأما ما يكذب علينا سترا للحق وتلبيسا على الخلق بأننا نفسر القرآن برأينا ونأخذ من الحديث ما وافق أفهامنا من دون مراجعة شرح ولا معول على شيخ وأننا نضع من رتبة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بقولنا رمة في قبره وعصى أحدنا أنفع له منه وليس له شفاعة وأن زيارته غير مندوبة وأنه كان لا يعرف معنى لا إله إلا الله حتى نزل عليه فاعلم أنه لا إله إلا الله مع كون الآية مدنية وأننا لا نعتمد على أقوال العلماء فنتلف مؤلفات أهل المذاهب لكون فيها الحق والباطل وأننا نكفر على الإطلاق أهل زماننا ومن بعد الستمائة سنة إلا من هو على ما نحن عليه وأننا ننهى عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ونحرم زيارة القبور المشروعة مطلقا فلا وجه لذلك فجميع الخرافات وأشباهها لما استفهمنا عنها أولا كان جوابنا في كل مسألة من ذلك سبحانك هذا بهتان عظيم فمن روى عنك شيئا من ذلك أو نسبه إلينا فقد كذب علينا وافترى ومن شاهد حالنا وحضر مجالسنا وتحقق ما عندنا علم أن جميع ذلك وضعه علينا وافتراه أعداء الدين انتهى ورسالة دحلان المذكورة ذات شطرين الشطر الأول يدور حول دعاوى إثبات التوسل بذوات الأموات ودعائهم في الكربات والمهمات والشطر الثاني يدور حول هذه الشبه والمفتريات الكاذبة التي رمى بها أهل هذه الدعوة والتي قال عنها الشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب آنفا سبحانك هذا بهتان عظيم فهو ينفيها عن أهل هذه الدعوة جملة وتفصيلا ولولا خشية الإطالة لأتينا على كل فقرة مما ذكره دحلان لكن الشيخ محمد بشير السهسواني الهندي قد كفان الرد عليها في كتابه صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان فهدم كل ما بناه دحلان لأنه وضع على غير أساس قال تعالى أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أمن أسس بنيانه على شفى جرف نهار فانهار به في نار جهنم ورسالة دحلان في الجملة يقول عنها الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله تدور جميع مسائلها على قطبين اثنين قطب الكذب والافتراء على الشيخ وقطب الجهل بتخطئته فيما هو مصيب فيه ويقول عنها الشيخ محمد بشير السهواني وقفت على الرسالة التي جمعها الشيخ أحمد ابن زيني دحلان أنقذه الله من دحلان الخدلان وسماها الدرر السنية في الرد على الوهابية رأيت مؤلفها يدعي في ديباجة رسالته الباطلة الساقطة الدنية الردية أنه جمع فيها ما تمسك به أهل السنة في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم والتوسل به من الدلائل والحجج القوية من الآيات والأحاديث النبوية فتعجبت منه التعجب الصراح كيف وليس في الباب حديث واحد حسن فضلا عن الصحاح فتأملت فيها تأمل الناقد البصير لكي أعلم أنه أهل صدق في تلك الدعوة أم كذب كذب المجادل الضرير فوجدت دعواها عارية من لباس الصدق والحق المبين محلات بحلية الزور والكذب والباطن المهين هذه لمحة عن رسالة دحلان الساقطة التي طالما تناقلت عباراتها الألسن والأقلام ممن لا يعرف شيئا عن حقيقة الدعوة السلفية وما عليه أهلها من الإيمان والإسلام ولم يكتف دحلان فيما افتراه في هذه الرسالة بل كرر كذبه وافتراءاته على أهل هذه الدعوة في عدد من الكتب التي ألفها مثل كتابه خلاصة الكلام في بيان أمراء البلد الحرام وكتاب الفتوحات الإسلامية بعد مضي الفتوحات النبوية فقد تناول في مواضع متعددة من هذين الكتابين أطعن في هذه الدعوة وسب أهلها من الأمراء والعلماء من آل سعودة وآل الشيخ ووصفهم بأنهم زنادقة وبغاة تارة وبأنهم خوارج تارة أخرى وما الذي حمله على ذلك وهو يكتب للتاريخ كما يزعم ويروي صورة حياة الأمم الماضية للأمة الحاضرة والقادمة وكيف ساغ له تعمد الكذب الصريح على أهل هذه الدعوة لا نجد لذلك سببا سوى تعصبه لهواه والخوف على مركزه الإجتماعي والديني في مكة ومجاراته لولاة مكة في ذلك الوقت فإذا كان كذلك فأي قيمة لنقله ولدينه وأمانته وقد يقول قائل لعله لم يطلع على حقيقة ما كان عليه أهل هذه الدعوة فنقول من المستبعد جدا أن يكون دحلال لم يطلع على ذلك لكون هذه الدعوة المباركة قد انتشرت في بلاد الحرمين الشريفين وعرف الناس حقيقتها وقت دعاتها الأوائل زمن الإمام عبد العزيز ابن محمد ابن سعود وابنه الإمام سعود ابن عبد العزيز والشيخ عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب والشيخ عبد العزيز الحسين والشيخ حمد ابن ناصر معمر وغيرهم في أول القرن الثالث عشر الهجري وتداول الناس رسائل ومصنفات أئمة الدعوة واجتمع علماء الحرمين بعلماء الدعوة مرارا ودحلان قد عاش في مكة المكرمة في النصف الثاني من القرن الثالث عشر الهجري كما سبق فلا تخفى عليه حقيقة هذه الدعوة والله المستعان خامسا الكذب الشيعي الرافضي مذكرات هانفر وهو المقصود من هذه الرسالة وهو غير مستغرب منهم لأنه أكذب الناس كما بيّن العلماء ولأن دعوة الشيخ قد خالفت عقائدهم الباطلة القائمة على تعظيم غير الله وصرف العبادة له وأنقل هنا بعض مقولات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيهم وهو الخبير بمذهبهم وألاعيبهم ثم أتبعها بسوابق لهم في مجال اختراع الكتب ونسبتها لغيرهم إما ترويجا لمذهبهم الباطل أو تشويها لأهل الحق قبل أن آتي إلى مذكرات هانفر قال ابن تيمية رحمه الله وقد اتفق أهل العلم بالنقل والرواية والإسناد على أن الرافضة أكذب الطوائف والكذب فيهم قديم ولهذا كان أئمة الإسلام يعلمون امتيازهم بكثرة الكذب قال أبو حاتم الرازي سمعت يونس بن عبد الأعلى يقول قال أشهب بن عبد العزيز سئل مالك عن الرافضة فقال لا تكلمهم ولا تروي عنهم فإنهم يكذبون وقال أبو حاتم حدثنا حرم له قال سمعت الشافعية يقول لم أر أحدا أشهد بالزور من الرافضة وقال مؤمن ابن إهاب سمعت يزيد بن هارون يقول يكتب عن كل صاحب بضعة إذا لم يكن داعية إلا الرافضة فإنهم يكذبون وقال محمد ابن سعيد الأصبهاني سمعت شريكا يقول احمل العلم عن كل من لقيت إلا الرافضة فإنهم يضعون الحديث ويتخذونه دينا وقال رحمه الله وفي الجملة فمن جرب الرافضة في كتابهم وخطابهم علم أنهم من أكذب خلق الله وقال والقوم من أكذب الناس في النقليات ومن أجهل الناس في العقليات يصدقون من المنقول بما يعلم العلماء بالإذطرار أنه من الأباطيل ويكذبون بالمعلوم من الإذطرار المتواتر أعظم تواتر في الأمة جيلا بعد جيل ولا يميزون في نقله العلم وروات الأحاديث والأخبار بين المعروف بالكذب أو الغلط أو الجهل بما ينقل وبين العدل الحافظ الضابط المعروف بالعلم والآثار وقال وأما الرافضة فعمدتهم السمعيات لكن كذبوا أحاديث كثيرة جدا راج كثير منها على أهل السنة وروا خلق كثير منها أحاديث حتى عسر تمييز الصدق من الكذب على أكثر الناس إلا على أئمة الحديث العارفين بعلله متنا وسندا وقال إن الذي وضع الرفضة كان زنديقا ابتدأ تعمد الكذب الصريحي الذي يعلم أنه كذب كالذين ذكرهم الله من اليهود الذين يفترون على الله الكذب وهم يعلمون ثم جاء من بعدهم من ظن صدق ما افتراه أولئك وهم في شك منه كما قال تعالى وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب وقال عن المنافقين ولهذا كان أعظم الأبواب التي يدخلون منها باب التشيع والرفض لأن الرافضة هم أجهل الطوائف وأكذبها وأبعدها عن معرفة المنقول والمعقول وهم يجعلون التقية من أصول دينهم ويكذبون على أهل البيت كذبا لا يحصيه إلا الله حتى يرون عن جعفر الصادق أنه قال التقية ديني ودين آبائي والتقية هي شعار النفاق فإن حقيقتها عندهم أن يقولوا بألسنتهم ما ليس في قلوبهم وهذا حقيقة النفاق ثم إذا كان هذا من أصول دينهم صار كل ما ينقله الناقلون عن علي أو غيره من أهل البيت مما فيه موافقة أهل السنة والجماعة يقولون هذا قالوه على سبيل التقية ثم فتحوا باب النفاق للقرامطة الباطنية وقال في معرض كلامه عن الدولة العبيدية وإنما القصد أنهم كانوا من أكذب الناس وأعظمهم شركا وأنهم يكذبون في النسب وغير النسب ولذلك تجد أكثر المشهدية الذين يدعون النسب العلوي كذابين وقال وأما عقول الكفار فلا ريب وإن كانت عقول جنس المؤمنين خيرا من عقولهم لكن قد يكون عند الكفار من عقل التمييز ما يمنعه أن يقول ما يقوله كثير من أهل البدع ألا ترى أن أكاذيبا رافضة لا يرضاها أكثر العقلاء من الكفار وقال وهذا مثل كلام الرافضة وأمثالهم من أهل الفرية الذي يتضمن قولهم التكذيب بالحق والتصديق بالباطل وقال ولهذا فإن كل من كان على التوحيد والسنة أبعد كان إلى الشرك والابتداع والافتراء أقرب كالرافضة الذين هم أكذب طوائف أهل الأهواء وأعظمهم شركا فلا يوجد في أهل الأهواء أكذب منهم ولا أبعد عن التوحيد حتى إنهم يخربون مساجد الله التي يذكر فيها اسمه فيعطلونها عن الجمعات والجماعات ويعمرون المشاهد التي أقيمت على القبور التي نهى الله ورسوله عن اتخاذها والله سبحانه في كتابه إنما أمر بعمارة المساجد للمشاهد من أساليب الكذب عند الرافضة قال الدكتور ناصر القفاري في رسالته أصول مذهب الشيعة إن الرافضة استغلوا التشابه في أسماء بعض أعلامهم مع أعلام أهل السنة وقاموا بتس فكري رخيص يضلل الباحثين عن الحق حيث ينظرون في أسماء المعتبرين عند أهل السنة فمن وجدوه موافقا لأحد منهم في الإسم واللقب أسندوا حديث رواية ذلك الشيعي أو قوله إليه ومن ذلك محمد بن جرير الطبري الإمام السني المشهور صاحب التفسير والتاريخ فإنه يوافقه في هذا الإسم محمد بن جرير بن رسطم الطبري من شيوخهم وكلاهما في بغداد وفي عصر واحد بل كانت وفاتهما في سنة واحدة وهي سنة ثلاثمائة وعشرة وقد استغل الروافض هذا التشابه فنسبوا للإمام بن جرير بعض ما يؤيد مذهبهم مثل كتاب المسترشد في الإمامة مع أنه لهذا الرافضي وهم إلى اليوم يسندون بعض الأخبار التي تؤيد مذهبهم إلى ابن جرير الطبري الإمام ولقد ألحق صنيع الروافض هذا أيضا الأذى بالإمام الطبري في حياته وقد أشار ابن كثير إلى أن بعض العوام اتهمه بالرفض ومن الجهلة مرماه بالإلحاد وقد نسب إليه كتاب عن حديث غدير خم يقع في مجلدين ونسب إليه القول بجواز المسح على القدمين في الوضوء ويبدو أن هذه المحاولة من الروافض قد انكشف أمرها لبعض علماء السنة من قديم فقد قال ابن كثير ومن العلماء من يزعم أن ابن جرير إتنان أحدهما الشيعي وإليه ينسب ذلك وينزهون أبا جعفر من هذه الصفات وهذا القول الذي نسبه ابن كثير لبعض أهل العلم هو عين الحقيقة كما تبين ذلك من خلال كتب التراجم ومن خلال آثارهما وأين الثرى من الثرية فالفرق بين آثار الرجلين لا يقاس وعقيدة الإمام ابن جرير لا تلتقي مع الرفض بوجهه فهو أحد آئمة الإسلام علماً وعملاً بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهناك رافضي آخر يدعى بأبي جعفر الطبري وهو غير الأول وإن كان الأستاذ فؤاد سوزوكين قد خلط بينهما رغم أنه يفصلهما عن بعض أكثر من قرنين وقد نشرت لهذا الرفضي الأخير جريدة المدينة المنورة حكاية موضوعة بعنوان عقد الزهراء وما كانت لتأخذ طريقها للنشر لو لا استغلال الروافض للتشابه في الأسماء ومثل ابن جرير آخرون كابن قتيبة فإنهما رجلان أحدهما عبد الله بن قتيبة رافضي غالي وعبد الله بن مسلم ابن قتيبة من ثقات أهل السنة وقد صنف كتاباً سماه بالمعارف فصنف ذلك الرافضي كتاباً سماه بالمعارف قصداً للإضلال وقد احتار الباحثون في نسبة كتاب الإمامة والسياسة إلى ابن قتيبة السني لما فيه من أباطيل وحاول بعضهم التعرف على المؤلف فلم يفلح حتى قال الدكتور عبد الله عسيلان لقد حاولت كثيراً أن أتعرف على شخصية المؤلف الحقيقي لكتاب الإمامة والسياسة ولكني لم أعثر على شيء بل قد طرح افتراض أن يكون المؤلف من أتباع الإمام مالك رغم أن الكتاب فيه مسحة رافضية جلية واضحة حيث الطعن في الصحابة ودعوى أن عالياً رفض بيعة أبي بكر لأنه كما يزعم أحق بالأمر وقد ساق الدكتور أمثلة لذلك من الكتاب المذكور وغاب عنه وعن الكثيرين الدسائس الرافضية وأن ابن قتيبة رجلان وكتاب الإمامة والسياسة هو لذلك الرافضي بل لم أر من نبه على ذلك مع أهميته والمقام لا يحتمل البسط فإن هذا الأمر يستحق دراسة خاصة وقال الدكتور القفاري أيضاً ومن ذلك أن الروافض من ذأبهم وضعوا بعض المؤلفات ونسبتها لبعض مشاهير أهل السنة كما وضعوا كتاب سر العالمين ونسبوه إلى أبي حامد الغزالي كما أن أول كتاب ألفه الروافض وهو المسمى عندهم أبجد الشيعة أعني كتاب سليم ابن قيس قد تبين أنه موضوع بإقرار بعض أساطين الرفض ولكنهم يقولون إنه موضوع لغرض صحيح فكأنهم يستجيزون لأنفسهم هذا الوضع ما دام له هدف صحيح عندهم وهذا الباب عند الروافض يستحق دراسة مستقلة لخطورته من جانب ولأهميته في كشف حقيقة مذهبهم من جانب آخر وما دام القوم كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته وأهل بيته فهل يستكثر منهم بعد ذلك أن يكذبوا على الآخرين كذب أحد علمائهم كتاب المراجعات وهو كتاب ألفه شيخهم عبد الحسين شرف الدين المسوي نشر فيها مرسلات مزورة رغم أنها دارت بينه وبين شيخه الأزهر في وقته الشيخ سليم البشري رحمه الله انتهت بينهما بإقرار الشيخ سليم بصحة مذهب الشيعة قال الدكتور ناصر القفاري أما كتاب المراجعات فقد استحوذ على اهتمام دعاة التشيع وجعلوه من أكبر وسائلهم التي يخدعون بها الناس أو بعبارة أدق يخدعون به أتباعهم وشيعتهم لأن أهل السنة لا يعلمون عن هذا الكتاب شيئا ولا غيره من عشرات الكتب التي تخرجها مطابع الروافد اللهم إلا من له عناية واهتمام خاص بمذهب الشيعة وقد طبع هذا الكتاب أكثر من مئة مرة كما زعم ذلك بعض الروافد والكتاب في زعم مؤلفه واقعة من وقائع التقارب بين أهل السنة والشيعة وهو عبارة عن مراسلات بين شيخ الأزهر سليم البشري وبين عبد الحسين شرف الدين الموسوي انتهت بإقرار شيخ الأزهر بصحة مذهب الروافد وبطلان أهل السنة والكتاب لا شك موضوع ومكذوب على شيخ الأزهر وبراهين الكذب والوضع له كثيرة نعرض لبعض منها أولا الكتاب عبارة عن مراسلات خطية بين شيخ الأزهر سليم البشري وبين هذا الرافضي ومع ذلك جاء نشر الكتاب من جهة الرافضي وحده ولم يصدر عن البشري أي شيء يثبت ذلك وجاء نشر الرافضي للكتاب خاليا من أي توثيق فلم يرد فيه ما يثبت صحة نسبة تلك الرسائل إلى سليم البشري بأي وسيلة من وسائل التوثيق كأن يثبت صورا لبعض الرسائل الخطية المتبادلة والتي بلغت 112 رسالة نصيب البشري منها 56 رسالة فهل كلها ذهبت؟ وهذا ما يطعن في صحة نسبة تلك الرسائل إلى الشيخ سليم أصلا ثانيا أن هذا الكتاب لم ينشره واضعه إلا بعد عشرين سنة من وفاة البشري فالبشري توفي سنة 1335 وأول طبعة لكتاب المراجعات هي سنة 1355 في صيدا ثالثا أن أسلوب هذه الرسائل واحد هو أسلوب الرافضي ولا تحمل رسالة واحدة أسلوب البشري وهذا ما يفضح الرافضي ويثبت كذبه بلا ريب وقد اضطر الرافضي إلى أن يفضح نفسه في مقدمته لأنه لا سبيل له لأن يصنع رسائل تحاكي أسلوب البشري فأقر بأنه وضع هذه الرسائل بأسلوبه الخاص فقال وأنا لا أدعي أن هذه الصحف تقتصر على النصوص التي تألفت يومئذ بيننا ولا أن شيئا من ألفاظ هذه المراجعات خطه غير قلمي وأضاف لذلك فضيحة أخرى بقوله إنه زاد في هذه الرسائل ما يقتضيه المقامة والنصحة والإرشاد رابعا أما نصوص الكتاب فتحمل في طياتها الكثير والكثير من أمارات الوضع والكذب فمن ذلك ما يلي أن شيخ الأزهر سليم البشري وهو في ذلك شيخ الأزهر والعلم والمكانة لا في المنصب والوظيفة يسلم لهذا الرافضي التفسير الباطني لكتاب الله عز وجل وهو تأويل ينكره صغار طلبة العلم فضلا عن شيوخ الأزهر ولكن هذا الرافضي يروي أن شيخ الأزهر قد قال عن رسالته التي حملت تلك التأويلات الباطنية يقول أما مرسومك الأخير فقد جئت فيه بالآيات المحكمات والبينات القيمة فالراد عليك سيء اللجاج صلف الحجاج يباري في الباطل ثم إن هذا الرافضي ينقل إقرار شيخ الأزهر بصحة وتواتر أحاديث هي عند أهل الحديث ضعيفة أو موضوعة ولا يجهل ضعفها أو وضعها صغار المتعلمين فضلا عن شيخ الأزهر وفي ذلك الوقت بالذات الذي لا يصل إلى منصب المشيخة إلا من ارتوى من معين العلم وتضلع في علوم الإسلام وليس ذلك فحزب بل إن هذا الرافضي صور شيخ الأزهر بصورة العاجز حتى عن معرفة أحاديث في كتب أهل السنة لا في كتب الشيعة فنجد شيخ الأزهر كما يزعم الرافضي يرسل رسالة يقول فيها تكرر منك ذكر الغدير فاتل حديثه من طريق أهل السنة نتدبره وفي رسالة أخرى يقول البشري كما يزعم هذا الرافضي حددنا بحديث الوراة من طريق أهل السنة والسلام فهل شيخ الأزهر يجهل ذلك؟ وهل يعجز شيخ الأزهر عن البحث؟ ولديه المكتبات؟ وهل يضطر إلى تكليف هذا الرافضي؟ ولديه علماء الأزهر وطلابه؟ ومتى كان الرافضي أمينا في نقل الحديث عند محدثي السنة؟ انتهى كلام الدكتور القفاري قلت وقد رد غير واحد من أهل السنة على هذا الكتاب المختلق بيان الدكتور طارق عبد الحليم البشري أحد أحفاد الشيخ سليم عن كتاب المراجعات أحمد الله سبحانه على نعمة الإسلام ومنة الإيمان وأصلي على رسوله المبعوث بالهدى المعروف بالصدق والأمانة في كل أمره وأبرأ إلى الله من الكذب والخداع والنفاق وأهل الكذب والخداع والنفاق وعلى رأسهم الروافض الذين تكاد تتفطر الأرض بكذبهم وتخر الجبال هدا ببهتانهم وإفكهم وما تجنينا على هؤلاء الضالين بل هذا ما تواطأت عليه أقوال أئمة أهل السنة والجماعة في كافة العصور اسمع إلى أقوالهم في هؤلاء المبتدعة قال أشهب سئل الإمام مالك عن الرافضة فقال لا تكلمهم ولا تروي عنهم فإنهم يكذبون قال حرم له سمعت الشافعية يقول لم أرى أشهد بالزور من الرافضة قال يزيد بن هارون يكتب على كل صاحب بدعة إذا لم يكن داعية إلا الرافضة فإنهم يكذبون قال شريك القاضي احمل العلم عن كل من لقيت إلا الرافضة فإنهم يضعون الحديث ويتخذونه دينا قال جعفر الصادق رحمه الله وردي عنه رحم الله عبدا حببنا إلى الناس ولم يبغضنا إليهم أما والله لو يروون محسن كلامنا لكانوا به أعز وما استطاع أحد أن يتعلق عليهم بشيء ولكن أحدهم يسمع الكلمة فيحط عليها عشرا وقال أيضا إن من ينتحل هذا الأمر لهو شر من اليهود والنصارى والمجوس والذين أشركوا وهذا الكلام قاله زرارة بن أعين أعظم روات الشيعة على الإطلاق وقال أيضا لو قام قائمنا لبدأ بكذابي الشيعة فقتلهم وقال أيضا ما أنزل الله من آية في المنافقين إلا وهي في من ينتحل التشيع وقال أيضا إن ممن ينتحل هذا الأمر لا يكذب حتى إن الشيطان لا يحتاج إلى كذبه وقال محمد الباقر رحمه الله وردي عنه لو كان الناس كلهم لنا شيعة لكان ثلاثة أرباعهم لنا شكاكا والربع الآخر أحمق وقال محمد باقر البهبودي ومن الأسف أننا نجد هذه الأحاديث يعني الضعيفة والكذوبة في روايات الشيعة أكثر من روايات أهل السنة وما دعاني إلى التعرض لأمر هؤلاء الكذابين المبهتين إلا أنه قد رسلني أحد الإخوة الأفاضلي من البحرين يستنجد من الرافضة وما يبذلونه من جهد في نشر ما وضعه أحد أئمتهم في الكذب وهو شرف الدين الموسوي صاحب ما يسمى بكتاب المراجعات حيث طبعه ووزعه بين أهل السنة ليستميلوا عقول من خفت عقولهم وضعفت عن الجذال حججهم وذكر أن منهم من يقول كيف لم نسمع من عائلة البشري شيء يكذب هذا الأمر وهو شائع مشتهر منذ عقود وإني كحفيد للشيخ الإمام السليم البشري شيخ الإسلام وشيخ الأزهر الذي افترى عليه الموسوية ما خيلت له أحلامه وتشعبت به طرق الخداع أوهامه أقرر لكل من تقع عيناه على هذا الافتراء البين الموسوم بالمراجعات أن ليس لهذا الكتاب صلة بالشيخ البشري رحمه الله فهو لم يكتبه ولا سئل سؤالا ورد فيه ولا اطلع عليه إذ إن الكاذب الموسوي قد نشر أوهامه بعد سنوات من وفاة البشري ليضمن انتشار كذبه دون مراجعة صادقة لمراجعاته الكاذبة ولو كان لهذا الوهم المكذوب أثر لوجده أولاده وهم تسعة أولاد وفيهم من هو في مقام من العلم لا يضاه كجد الشيخ عبد العزيز البشري إمام العربية وجاحظ العصر أو لوجده من بعده أحفاده كما وجد أخوالي حسين وعبد الحميد عبد العزيز البشري مسودات كتاب الشيخ عبد العزيز بعد وفاته فحققوها وطبعوها في كتاب قطوف أو الأستاذ الجليل خالنا المستشار طارق عبد الفتاح البشري الذي نشأ في منزل الشيخ سليم ونقب فيما ترك من ورائه منذ طفولته أو من بعد أولاده أحفاده ممن اهتم بالعلم الشرعي ونقب فيه عما خبئ من آثار تعاقبت الأجيال الثلاثة ولم يسمع أحد لهذا الآثار من ركز إلا من طريق من شهدت عليه أحجار الأرض بالكذب والوضع ونعجب إن كان دين هؤلاء الرافضة هو تكثير الصحابة رضوان الله عليهم والكذب عليهم وهم أعلام هذه الأمة وأسيادها كيف يستغرب كذبهم ووضعهم على شيخ الإسلام سليم البشري وقد تعرض عدد من علماء السنة لرد على أوهام الموسوي منهم العلامة المحدث الألباني الذي خرج الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي حشى بها الموسوي مراجعاته كما أخرج الشيخ عثمان الخميس ردا شافيا مفصلا على الكتاب يعتبر مرجعا في هذا الأمر وأود أن أحيل إلى بعض ما يدل على بطلان نسب هذا الوليد غير الشرعي الذي خرج من متعة الموسوي بأوهامه وأخيلته ثم رد الدكتور طارق على بعض ما في كتاب المراجعات جزاه الله خيرا المبحث الثالث ملخص لمذكرات هامفر يبدأ هامفر مذكراته بهذه العبارة كانت دولة بريطانيا العظمى تفكر منذ وقت طويل حول إبقاء الإمبراطورية واسعة كبيرة كما هي عليها الآن من إشراق الشمس على بحارها حين تشرق وغروب الشمس في بحارها حين تغرب فإن دولتنا كانت صغيرة بالنسبة إلى المستعمرات الكثيرة التي كنا نسيطر عليها في الهند وفي الصين وفي الشرق الأوسط وغيرها صحيح إننا لم نكن نسيطر سيطرة فعلية على أجزاء كبيرة من هذه البلاد لأنها كانت بيد أهاليها إلا أن سياستنا فيها كانت سياسة ناجحة وفعالة وكانت في طريق سقوطها بأيدينا كلية فكان اللازم علينا أن نفكر مرتين مرة لأجل إبقاء السيطرة على ما تم السيطرة عليه فعلا ومرة لأجل ضم ما لم تتم السيطرة عليه فعلا إلى ممتلكاتنا ومستعمراتنا ثم يخبر عن مهمته وما يقلق حكومته فيقول وعوهد إلي بمهمة شركة الهند الشرقية التي كانت مهمتها في الظاهر تجارية البحتة وفي الباطن تعزيز سبل السيطرة على الهند وعلى طرقها الموصلة إلى هذه الأراضي الشاسعة شبه القارة لكن الذي كان يقلق بالنا هي البلاد الإسلامية إن الإسلام كان ذات يوم دين حياة وسيطرة لم نكن نأمن من تحرك الوعي في نفوس آل عثمان وحكام فارس بما يوجب فشل خططنا الرامية إلى السيطرة كنا شديد القلق من علماء المسلمين فعلماء الأظهر وعلماء العراق وعلماء فارس كانوا أمنع سدا أمام آمالنا يتابع أوفدتني وزارة المستعمرات عام 1710 إلى كل من مصر والعراق وطهران والحجاز والأسيتان لأجمع المعلومات الكافية التي تعزز سبل تمزيقنا للمسلمين ونشر السيطرة على بلاد الإسلام وبعث في نفس الوقت تسعة آخرون من خيرة الموظفين لدى الوزارة ممن تكتمل فيهم الحيوية والنشاط والتحمس لسيطرة الحكومة إلى سائر الأجزاء للإمبراطورية وسائر بلاد المسلمين وقد زودتنا الوزارة بالمال الكافي والمعلومات اللازمة والخرائط الممكنة وأسماء الحكام والعلماء ورؤساء القبائل فأبحرت أنا ميمما وجهة الأسيتانة مركز الخلافة الإسلامية وبعد سفرة مدنية وصلت إلى أسيتانة وسميت نفسي محمدا وأخذت أحضر المسجد مكان اجتماع المسلمين لعبادتهم وقد التقيت هناك بعالم طاعن في السن اسمه أحمد أفندم وكان من طيب النفس ورحابة الصدر وصفاء الضمير وحب الخير وقال لهنفر المتنكر في زي مسلم إن الواجب أن نحترمك لعدة أسباب لأنك مسلم والمسلمون إخوة ولأنك ضيف وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم الضيف ولأنك طالب علم والإسلام يؤكد على إكرام طالب العلم ولأنك تريد الكسب وقد ورد نص بأن الكاسب حبيب الله وقد أعجبت أنا بهذه الأمور أيما إعجاب وقلت في نفسي يا ليت كانت المسيحية تعي مثل هذه الحقائق النيرة لقد كنت أيام إقامتي في الأستانة أنام عند خادم المسجد لقاء ما أعطيه من المال وكان إنسانا عصبي المزاج أما سائر الأيام فقد كنت أذهب إلى نجار هناك أشتغل عنده لقاء أجر زهيد كان يدفعه لي أسبوعيا وحيث كان عملي في فترة الصباح فقط فقد كان يجري لي نصف أجور سائر عماله وكان اسم النجار خالد وكان إذا خلا بي طلب مني أن يلوط بي وأظن أنه كان يعمل ذلك مع بعض آخر من عماله حيث كان أحد العاملين شابا جميلا من سيلانيك وكان يهوديا قد أسلم فكان يسحبه معه أحيانا إلى خلف المحل الذي كان مخزنا لأخشابه ويتظاهران أنهما يذهبان هناك لإصلاح المخزن لكني كنت أعلم أنهما يذهبان لقضاء الحاجة بعد إتمام سنتين من مكثي في الأسيتانة استأذنت للعودة إلى وطني وقد جرت العادة طيلة مكثي في الأسيتانة أن أقدم كل شهر تقريرا عن حالي وعن التطورات وعما شاهدته إلى وزارة المستعمرات وبعد عودة هامفر من مهمته بالأسيتانة قال له سيكرتير وزارة المستعمرات البريطانية إن مهمتك يا هامفر في السفرة القادمة أمران أولا أن تجد نقطة الضعف عند المسلمين والتي نتمكن بها من أن ندخل في جسمهم ونبدد أوصالهم فإن أساس النجاح على العدو هو هذا وأن تكون أنت المباشر لهذا الأمر إذا ما وجدت نقطة الضعف فإن قدرت على المهمة فسوف أطمئن بأنك أنجح العملاء وستستحق وسام الوزارة بقيت في لندن مدة ستة أشهر وتزوجت بابنة عمي وإذا بالأوامر الصارمة تصدر من الوزارة في أن أتوجه إلى إقليم العراق البلد العربي الذي استعمرته الخلافة منذ زمن طويل وبعد ستة أشهر وجدت نفسي في البصرة من العراق يتذكر هامفر مقولة سيكرتير وزارة المستعمرات له مهمتك في هذه السفرة أن تتعرف على هذه النزاعات بين المسلمين وتعرف البركان المستعد للإنفجار منها وتزود الوزارة بالمعلومات الدقيقة حول ذلك وإن تمكنت من تفجير النزاع كنت في قمة الخدمة لبريطانيا العظمى لما وصلت إلى البصرة ذهبت لتوي إلى أحد المساجد وكان المسجد لعالم من أهل السنة عربي الأصل واسمه الشيخ عمر الطائي فتعرفت عليه وتلاطفت معه إلا أن هامفر لم يرتح معه وعلى كل فلم أجد بدا من أن أنسحب عن مسجد الشيخ عمر إلى خان كان محل الغرباء والمسافرين وقد استأجرت غرفة في الخان وكان صاحب الخان رجلا أحمق يسلب راحتي كل صباح فقد كان يأتي أول الفجر إلى باب الغرفة ويطرقه بعنف لأقوم لصلاة الصبح ثم يأمرني بقراءة القرآن إلى طلوع الشمس ولما قلت له إن قراءة القرآن ليست واجبة فلماذا هذا الإصرار؟ قال بأن من ينام في هذا الوقت يجلب الفقر والنكبة للخان ولأهل الخان وحيث لم يكن لي بد من إجابته إذ هددني بالطرد إن لم أعمل بما يقول صرت مجبورا على أن أصلي أول الآذان ثم أتل القرآن أكثر من ساعة كل يوم إلا أن هامفر أيضا لم يرتح عنده أيضا وأخيرا رضخت لأمر الأفندم ووجدت مكانا عند نجار تعاقدت معه أن أعمل كعامل عنده بأجرة زهيدة ويكون أكلي ونومي أيضا عنده وكان رجلا شهما شريفا عاملني كأحد أولاده وكان اسمه عبد الرضا وكان شيعيا فارسيا من أهالي خرسان تعرفت على شاب كان يتردد على هذا الدكان يعرف اللغات الثلاث التركية والفارسية والعربية كان في زي طلبة العلوم الدينية وكان يسمى بمحمد ابن عبد الوهاب وكان شابا طموحا للغاية عصبي المزاج ناقما على الحكومة العثمانية أما حكومة فارس فلم يكن له شأن بها وكان سبب صداقاته مع صاحب المحل عبد الرضا أن الاثنين كانا ناقمين على الخليفة وإني لا أعلم من أين هذا الشاب يعرف اللغة الفارسية مع أنه كان من أهل السنة وكيف تصادق مع عبد الرضا الشيعي إلا أن كل الأمرين لم يكن غريبا ففي البصرة يلتقي السني بالشيعي وكأنهما إخوة كما يعرف كثير من القاطنين في البصرة اللغتين الفارسية والعربية وأن كثيرا منهم أيضا يعرف اللغة التركية كان محمد عبد الوهاب شابا متحررا بكل معنى الكلمة لا يتعصب ضد الشيعة كما كان هو الحال عند غالب أهل السنة حيث يتعصمون ضد الشيعة حتى أن جماعة من مشايخ أهل السنة يكثرون الشيعة ويقولون إنهم ليسوا مسلمين كما أنه لم يكن يرى أي وزن لأتباع المذاهب الأربعة المتداولة بين أهل السنة ويقول إنها ما أنزل الله بها من سلطان وكان الشاب الطموح محمد يقلد فهم نفسه في فهم القرآن والسنة ويضرب بآراء المشايخ لا مشايخ زمانه والمذاهب الأربعة فحسب بل بآراء أبي بكر وعمر أيضا عرض الحائط إذا فهم هو من الكتاب على خلاف ما فهموه ثم نقل هامفر حوارا جرى بين الشيخ محمد ابن عبد الوهاب وأحد علماء الشيعة عن صحة مذهب الشيعة ثم قال لقد وجدت في محمد عبد الوهاب ضالة المنشودة فإن تحرره وطموحه وتبرمه من مشايخ عصره ورأيه المستقل الذي لا يهتم حتى بالخلفاء الأربعة أمام ما يفهمه هو من القرآن والسنة كان أكبر نقاط الضعف التي كنت أتمكن أن أتسلل منها إلى نفسه وأين هذا الشاب المغرور من ذلك الشيخ التركي الذي درست عنده في تركيا فإنه كان مثال السلف كالجبل لا يحركه شيء إنه كان إذا أراد أن يأتي بإسم أبي حنيفة وكان الشيخ حنفي المذهب قام وتوضأه ثم ذكر إسم أبي حنيفة وإذا أراد أن يأخذ كتاب البخاري وهو كتاب عظيم عند أهل السنة يقدسونه أيما تقديس قام وتوضأه ثم أخذ الكتاب أما الشيخ محمد عبد الوهاب فكان يزدري بأبي حنيفة أي مزدراء وكان يقول عن نفسه إنني أكثر فهما من أبي حنيفة وكان يقول إن نصف كتاب البخاري باطل لقد عقدت بيني وبين محمد أقوى الصلاة والروابط وكنت أنفخ فيه باستمرار وأبين له أنه أكثر موهبة من علي وعمر وأن الرسول لو كان حاضرا لاختارك خليفة له دونهما وكنت أقول له دائما آمل من تجديد الإسلام على يدك فإنك المنقذ الوحيد الذي يرجى به انتشال الإسلام من هذه السقطة وقد قررت مع محمد أن نناقش في تفسير القرآن على ضوء أفكارنا الخاصة لا على ضوء فهم الصحابة والمذاهب والمشايخ وكنا نقرأ القرآن ونتكلم عن نقاط منها كنت أقصد من ورائها إقاع محمد في الفخ وكان هو يسترسل في قبول آرائي ليظهر نفسه بمظهر متحرر وليجلب ثقتي أكثر فأكثر ثم ذكر بعض محاوراته معه حول مسائل شرعية منها زواج المتعة ثم قال ولما وجدت سكوته دليل الاقتناع وقد أثرت فيه الغريزة الجنسية ولم تكن له إذ ذاك زوجه قلت له ألا نتحرر أنا وأنت ونتخذ متعة نستمتع بها فهز رأسه علامة الرضا وقد اغتنمت أنا هذا الرضا أكبر اقتنام وقررت موعدا لآتي إليه بامرأة ليتمتع بها وكان همي أن أكثر خوفه من مخالفة الناس لكنه اشترط علي أن يكون الأمر سرا بيني وبينه وأن لا أخبر المرأة باسمه فذهبت فورا إلى بعض النساء المسيحيات التي كن مجندات من قبل وزارة المستعمرات لإفساد الشباب المسلم ونقلت لها كامل القصة وجعلت لها اسم صفية وفي يوم الموعد ذهبت بالشيخ محمد إلى دارها وكانت الدار خالية إلا منها فقرأنا أنا والشيخ صيغة العقد لمدة أسبوع وأمهرها الشيخ نقدا ذهبيا فأخذت أنا من الخارج وصفية من الداخل نتراوح على توجيه الشيخ محمد عبد الوهاب وبعدما أخذت صفية من محمد كل مأخذ وتذوق محمد حلاوة مخالفة أوابر الشريعة تحت غطاء الإجدهاد والاستقلال في الرأي والحرية وفي اليوم الثالث من المتعة أجريت مع محمد حوارا طويلا عن عدم تحريم الخمر وكلما استدل بالآيات القرآنية والأحاذيث زيفتها إلى أن قال أخذ يسمعني محمد بكل قلبه ثم تنهد وقال بل ثبت في بعض الأخبار أن عمرا كان يكسر الخمر بالماء ويشربها ويقول إن سكرها حرام لا إذا لم تكن تسكر ثم أردف الشيخ قائلا وكان عمر صحيح الفهم في ذلك لأن القرآن يقول إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويا صدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فإذا لم تسكر الخمر لم تفعل هذه الأمور التي ذكرت في الآية وعليه فلا نهي عن الخمر إذا لم تكن مسكرة أخبرت صفية بما جرى وأكدت عليها أن يسقى الشيخ في هذه المرة خمرة مغلظة ففعلت وأخبرتني بعد ذلك أن الشيخ شرب حتى الثمالة وعربد وجامعها عدة مرات في تلك الليلة وهكذا استوليت أنا وصفية على الشيخ استيلاء كاملا ويا لها من روعة تلك الكلمات الذهبية التي قالها لي وزير المستعمرات حين ودعته إن استرجعنا إسبانيا من الكفار يقصد المسلمين بالخمر والبغاء فلنحاول أن نسترجع سائر بلادنا بهاتين القوتين العظيمتين ثم ذكر هانفر أنه تناقش مع الشيخ عن فرضية الصوم والصلاة حتى أقنعه بعدم فرضيتها فاقتنع ثم قال وهكذا أخذت أسحب رداء الإيمان عن عاتق الشيخ شيئا فشيئا وأردت ذات مرة أن أناقش حول الرسول لكنه صمد في وجهي صمودا كبيرا وقال لي إن تكلمت بعد ذلك حول هذا الموضوع قطعت علاقتي بك وخشيت أن ينهار كل ما بنيته من أجل ذلك أحجمت عن الكلام حول الرسول لكن أخذت في إذكاء روحه في أن يكون لنفسه طريقا ثالثا غير السنة وغير الشيعة وكان يستجيب لهذا الإيحاء كل استجابة لأنه كان يملأ غروره وتحرره وبفضل صفية التي دامت علاقتها معه بعد الأسبوع أيضا في متعات جديدة تمكننا في الأخذ بقيادة الشيخ كاملا وذات مرة قلت للشيخ هل صحيح أن النبي آخى بين أصحابه؟ قال نعم قلت هل أحكام الإسلام وقتية أم دائمة؟ قال بل دائمة لأن الرسول يقول حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة قلت إذن فلنت آخى أنا وأنت فتواخينا ومنذ ذلك الحين كنت أتبعه في كل سفر وحضر وكنت أهتم لأن تأتي الشجرة التي غرستها ثمارها التي صرفت لأجلها أثمن أوقات شبابي وكنت أكتب النتائج إلى الوزارة كل شهر مرة كما كانت عادتي منذ أن خرجت من لندن وكان الجواب يأتيني بالتشجيع الكافي فكنت أنا ومحمد نسير في الطريق الذي رسمناه بخطا سريعة ولم أكن أفارقه لا في السفر ولا في الحضر وكانت مهمتي أن أربي فيه روح الاستقلال والحرية وحالة التشكيك وكنت أبشره دائما بمستقبل زاهر وأمدح فيه روحه الوقادة ونفسه النقادة ولفقت له ذات مرة حلما وقلت له إني رأيت البارحة في المنام رسول الله ووصفته بما كنت سمعته من خطباء المنابر جالسا على كرسي وحوله جماعة من العلماء لم أعرف أحدا منهم وإذا بي أراك قد دخلت ووجهك يشرق نورا فلما وصلت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قام إجلالا لك وقبل بين عينيك وقال لك يا محمد أنت سميي ووارث علمي والقائم مقامي في إدارة شؤون الدين والدنيا فقلت أنت يا رسول الله إني أخاف أن أظهر علمي على الناس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لك لا تخف إنك أنت الأعلى فلما سمع محمد بالمنام كاد أن يطير فرحا وسألني مكررا هل أنت صادق في رؤياك وكلما سأل أجبته بالإيجاب حتى اطمأن وأظن أنه صمم من ذلك اليوم على إظهار أمره في هذه الأيام جاءتني الأوامر من لندن على أن أتوجه إلى كربلاء والنجف ما هو قلوب المسلمين الشيعة ومركز علمهم وروحانيتهم ولهذين البلدين قصة طويلة ومن الحلة ذهبت إلى النجف في زي تاجر من تجار أذربيجان واقتلفت برجال الدين وأخذت أراودهم وحضرت مجالس دروسهم وأعجبت بهم أيما إعجاب لصفاء روحهم وغزارة علمهم وشدة تقواهم لكن وجدتهم قد مر عليهم الزمن ولا يفكرون في تجديد أمرهم فقد كانوا على شدة عدائهم للسلطة في تركيا لا يفكرون في منازلتها وفي التخلص منها كما أنهم كانوا قد حصروا أنفسهم في علوم الدين أمثال قساوستنا في عصر الجمود وقد تركوا علوم الدنيا إلا بمقدار قليل لا ينفع وكذلك وجدتهم لا يفكرون فيما يجري حولهم في العالم وقد قلت في نفسي مساكين هؤلاء فإنهم في سبات حيث الدنيا في يقظة وسيأتي يوم يجرفهم السيل وقد حاولت مكررا استنهاضهم لمحاربة الخلافة فلم أجد فيهم أذنا صاغية وكان بعضهم يسخر مني وكأني أقول له اهدم الكون فقد كانوا ينظرون إلى الخلافة كأنها مارد لا يمكن أن يقصر إلا إذا ظهر ولي الأمر عجل الله فرجه بقيت في كربلاء والنجف مدة أربعة أشهر وقد تمردت في النجف مرضا حادا وبعد أن أبللت من المرض ذهبت إلى بغداد وهناك كتبت تقريرا مفصلا عن مشاهداتي في النجف وكربلاء والحلة وبغداد والطريق في تقرير المسهب وسلمت التقرير إلى ممثل الوزارة في بغداد وقد كنت أيام مغادرة البصر إلى كربلاء والنجف قلقا أشد القلق على مصير الشيخ محمد عبد الوهاب حيث كنت لا آمن الانحراف على الطريقة التي رسمتها له فإنه كان شديد التلون عصبي المزاج فكنت أخشى أن تنهار كل آمالي التي بنيتها عليه بعد مدة من مكوثي في بغداد أتتني الأوامر بضرورة التوجه إلى لندن فورا فتوجهت إليها وهناك اجتمع بالسكرتير وبعض أعضاء الوزارة وأخبرتهم بمشاهداتي وما عملته في سفرة الطويلة ففرحوا بمعلوماتي عن العراق أشد الفرح وقد أبدى الوزير ارتياحه الكبير من السيطرة على محمد وقال إنه ضالة الوزارة وأكد علي مكررا بأن أعاهده بكل أنواع المعاهدة وقال إنك لو لم تحصل في كل أتعابك إلا على الشيخ كان جديرا بكل تلكم الأتعاب ثم منحوا لي إجازة عشرة أيام لكي أنصرف إلى أهلي وخرجت من الوزارة ميمما نحو أهلي راجعت الوزارة لأتخذ الأوامر بشأن المستقبل قال للسيكريتير لقد أمرني الوزير شخصيا كما خولتني اللجنة الخاصة بشؤون المستعمرات أن أطلعك على سرين هامين جدا وذلك لكي تستفيد منهما في المستقبل أما الأول فهو اختيار الوزارة لخمسة بودلاء يتقمصون هذه الشخصيات السلطان العثماني شيخ الإسلام في الدولة العثمانية ملك فارس عالم البلاط الشيعي وأحد مراجع الشيعة وذلك ليعرفوا طريقة تفكير كل منهم مع مجموعة من الأفكار التي ينبغي بثها بين المسلمين ولم يكن السر الثاني إلا وثيقة في خمسين صفحة تتعرض للخطط الرامية إلى تحطيم الإسلام والمسلمين خلال قرن واحد ثم ذكر نماذج منها شكرت السيكريتير على تزويده لي بصورة من هذه الوثيقة وبقيت في لندن مدة شهر آخر حتى أتتنا أوامر الوزارة بالتوجه إلى العراق مرة أخرى لتكميل الشوط مع محمد عبد الوهاب وقد أمرني السيكريتير بأن لا أفرط في حقه مقدار ذرة حيث قال إنه حصل من مختلف التقارير الواردة إليه من العملاء أن الشيخ أفضل شخص يمكن الاعتماد عليه ليكون مطية لمآرب الوزارة ثم قال السيكريتير تكلم مع الشيخ بصراحة وقال إن عميلنا في أصفهان تكلم معه بصراحة وقبل الشيخ العرض على شرط أن نحفظه من الحكومات والعلماء الذين لا بد أن يهاجموه بكافة السبل حينما يبدي آراءه وأفكاره وأن يزوده بالمال الكافي والسلاح إذا اقتضى الأمر ذلك وأن نجعل له إمارة ولو صغيرة في أطراف بلاد نجد وقد قابلت الوزارة كل ذلك ولقد كدت أن أخرج عن جلدي من شدة الفرح بهذا النبأ ثم قلت للسيكريتير إذن فما هو العمل الآن وبماذا أكلف الشيخ ومن أين أبدأ قال السيكريتير لقد وضعت الوزارة خطة دقيقة لأن ينفذها الشيخ وهي أولا تكفير كل المسلمين وإباحة قتلهم وسلب أموالهم وهتك أعراضهم وبيعهم في أسواق النخاسة ثانيا هدم الكعبة باسم أنها آثار وثنية إن أمكن ومنع الناس عن الحج وإغراء القبائل بسلب الحجاج وقتلهم ثالثا السعي لخلع طاعة الخليفة والإغراء لمحاربته وتجهيز الجيوش لذلك ومن اللازم أيضا محاربة أشراف الحجاز بكل الوسائل الممكنة والتقليل من نفوذهم رابعا هدم القباب والأضرح والأماكن المقدسة عند المسلمين في مكة والمدينة وسائر البلاد التي يمكنه ذلك فيها باسم أنها وثنية وشرك والاستهانة بشخصية النبي محمد وخلفائه ورجال الإسلام بما تيسر خامسا نشر الفوضى والإرهاب في البلاد حسب ما يمكنه ذلك سادسا نشر قرآن فيه التعديل الذي ثبت في الأحاذيث من زيادة ونقيصة ثم يختم هانفر مذكراته بقوله بعد أيام استأذنت الوزير والسكرتير وودعت الأهل والأصدقاء وخرجت قاصدا نحو البصرة وبعد صفرة مضنية وصلت إليها ليلا وذهبت إلى دار عبد الرضا وكان نائما ولما رآني رحب بي واستقبالني استقبالا حارا ونمت هناك حتى الصباح وقال لي إن الشيخ محمد رجع إلى البصرة ثم سافر وأودع عنده كتابا موجها إليك وفي الصباح قرأت الكتاب وإذا به يخبرني فيه إنه سافر إلى نجد وقد ذكر عنوان محله في نجد فسافرت في الصباح ميمما وجهة نجد ووصلتها بعد مشقة بالغة وجدت الشيخ محمد في داره وقد ظهرت عليه آثار الضعف فلم أبح له بشيء ثم تبين لي فيما بعد أنه تزوج وأنه ينهك قواه مع زوجته فنصحته بالإقلاع فسمع كلامي وقد صار القرار أن أجعل نفسي عبدا له وقد اشتراه من السوق وأن العبد الآن جاء من السفر وهكذا كان وبقيت عنده سنتين وهيأنا الترتيب اللازم لإظهار الدعوة وفي سنة 143 هجرية قويت عزيمته وقد جمع أنصارا لا بأس بهم فأظهر الدعوة بكلمات مبهمة وألفاظ مجملة لأخص خواصه وكلما أظهر الدعوة أكثر صار أعداؤه أكثر وأحيانا كان يريد التراجع من ضغط بعض الإشاعات ضده لكني كنت أشد من عزيمته وأقول له إن محمدا النبي رأى أكثر من ذلك وإن هذا هو طريق المجد وإن كل مصلح لا بد وأن يتلقى العنة والإرهاق لقد وعدني الشيخ بتنفيذ كل الخطة السوداسية إلا أنه قال إنه لا يتمكن في الحال الحاضر إلا على الإجهار ببعضها وهكذا كان وقد استبعد الشيخ أن يقدر على هدم الكعبة عند الاستيلاء عليها كما لم يبح عند الناس بأنها وثنية وكذلك استبعد قدرته على صياغة قرآن جديد وكان أشد خوفه من السلطة في مكة وفي الآستانة وكان يقول إذا أظهرنا هذين الأمرين لا بد وأن يجهز إلينا جيوش لا قبل لنا بها وقبلت منه العذر لأن الأجواء لم تكن مهيئة كما قال الشيخ بعد سنوات من العمل تمكنت الوزارة من جلب محمد بن سعود إلى جانبنا فأرسلوا إلي رسولا يبين لذلك ويظهر وجوب التعاون بين المحمدين فمن محمد بن عبد الوهاب الدين ومن محمد السعود السلطة ليستولوا على قلوب الناس وأجسادهم فإن التاريخ قد أثبت أن الحكومات الدينية أكثر دواما وأشد نفوذا وأرهب جانبا وهكذا كان وبذلك قوي جانبنا قوة كبيرة وقد اتخذنا الدرعية عاصمة للحكم والدين الجديد وكانت الوزارة تزوذ الحكومة الجديدة سرا بالمال الكافي كما اشترت الحكومة الجديدة في الظاهر عدة من العبيد كانوا من خيرة ضباط الوزارة الذين دربوا على اللغة العربية والحروب الصحراوية فكنت أنا وإياهم وعددهم أحد عشر نتعاون بوضع الخطط اللازمة وكان المحمدان يسيران على ما نضع لهما من الخطط وكثيرا ما نتناقش الأمر بناقشة موضوعية إذا لم يكن أمر خاص من الوزارة وقد تزوجنا جميعا من بنات العشائر وقد أعجبنا بإخلاص المرأة المسلمة لزوجها وبذلك اشتبقت أواصر الصلة بيننا وبين العشائر أكثر فأكثر والأمر الآن يسير من حسن إلى أحسن والمركزية تتقوى يوما بعد يوم وإذا لم تقع كارثة مفاجئة فقد بذرت البذرة الصالحة لأن تنمو وتنمو حتى تؤتي الثمار المطلوبة المبحث الرابع الأدلة على اختلاق مذكرات هامفر الأول لا يوجد أي مصدر إنجليزي لمذكرات الإنجليزي هامفر المزعومة بل لا توجد لها في أي مكتبة أمريكية أو بريطانية نسخة بلغتها الأصلية التي ترجمت عنها إلى اللغة العربية فلماذا لم يبرز مترجمها هذا الأصل إن كان موجودا أو يدل القارئ عليه؟ يقول الدكتور عبد الله العسكر لقد بحثت عن أصل المذكرات باللغة الإنجليزية فلم أجد لها أصلا ويقول الدكتور فهد السماري في رده على الفنجر لقد بحثت شخصيا في أرشيف دار السجلات العامة بلندن وأرشيف وزارة الهند ووزارة المستعمرات في لندن التي ورد في هذا الكتاب المذيف أنها هي الجهة التي كلفت المؤلف بالمهمة ولم أعثر على أصل له بل لم أعثر على شخصية بريطانية بهذا الإسم في تلك الفترة المبكرة باعتباره موظفا في وزارة المستعمرات كلف بمهمة شركة الهند الشرقية كما زعم الكتاب الثاني كاتب المذكرات هنفر اسم وهمي ونكرة لا يعرف وإلا فأين هي المعلومات التفصيلية عنه من حيث اسمه ورتبته وما يتعلق بوظيفته ومهمته من كتب ووثائق الحكومة البريطانية يقول الدكتور عبد الله العسكر بحث في أسماء الموظفين الكبار في شركة الهند الشرقية فلم أجد اسم هنفر كما لم أجد من أحال إليه من المؤرخين والكتاب المعروفين الثالث هل يعقل أن تظهر مثل هذه المذكرات بالإنجليزية ولا يعرف عنها أحد سوى الجهة التي تبنت صناعته ونشره بالعربية مع علمنا بأن المصادر الإنجليزية واضحة ومعلنة ومتوفرة ومتاحة وليست مجالا للسرية والانغلاق أين هذه الأحداث والتطورات وهي برعاية وزارة المستعمرات البريطانية من التقارير التي نشرها مبعوثون بريطانيون زاروا المنطقة في القرن التاسع عشر الميلادي مثل ويليام بيلغريف والويس بيلي وإذا رجعنا إلى التقارير البريطانية المشهورة مثل تقارير السلدانة البريطانية والتي صدرت في عام 1904 حول شؤون نجد خلال الفترة 1804-1904 وتضمنت رصدا بأبرز التطورات في تاريخ الدولة السعودية من منظور بريطاني لم يظهر به أي إشارة إلى ما ورد في هذا الكتاب المزعوم الرابع النسخة العربية المطبوعة من هذه المذكرات لم يذكر فيها أي معلومات عن مصدرها ومؤلفها والنسخة الأصلية التي ترجمت عنها وهل هي مطبوعة أم مخطوطة وبأي لغة وكل هذه الأدلة تؤكد للمنصفين اختلاقها الخامس كلما عرفناه عن مترجم المذكرات أنه نكره رمز لنفسه على غلاف المذكرات بالذكتور جيم خاء فمن هو؟ حتى تطلب منه أصول المذكرات ولماذا التخفي خلف الرموز؟ أو أن التخفي الرافضي كان له دور هنا؟ السادس جاء في الورقة الأخيرة من المذكرات هذا التاريخ إثنان واحد ألف تسعمائة وثلاثة وسبعين فما المقصود به؟ هل هو تاريخ كتابة هانفر لمذكراته مثلا؟ كما هو معتاد عند كتابة أي مذكرات؟ أو هو تاريخ افتراء واختلاق المذكرات؟ السابع لا يوجد أي ذكر لهذه المذكرات المزعومة في التاريخ الذي شهد صولات وجولات بين أتباع الدعوة السلفية منذ زمن الشيخ محمد رحمه الله وخصومهم رغم حرص أولئك الخصوم على تشويهها ونشر كل ما يسيء إليها فخروج المذكرات في هذا الوقت المتأخر هو دليل على افترائها وتلفيقها الثامن إنما في كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب كله يكذب ما ورد في هذه المذكرات كما سيأتي إن شاء الله التاسع وصف هامفر بريطانيا في بداية مذكراته بأنها الإمبراطورية التي لا تغرب عنها الشمس ومن المعلوم أنه في تلك الفترة لا وجود لشيء اسمه الإمبراطورية البريطانية التي لا تغيب عنها الشمس فقد احتلت بريطانيا الهند سنة 1819 واحتلت بورما سنة 1824 واحتلت الصين سنة 1842 واحتلت مصر سنة 1882 فكيف وصفها بوصف لم تستحقه إلا بعد أعوام طويلة العاشر قال هامفر لكن الذي كان يقلق بالنا هي البلاد الإسلامية فإنا وإن كنا قد عقدنا مع الرجل المريض يقصد الدولة العثمانية عدة من المعاهدات كلها كانت في صالحنا وكان تقديرات خبراء وزارة المستعمرات أن الرجل يلفظ نفسه الأخير في أقل من قرن قلت إطلاق وصف الرجل المريض على الدولة العثمانية كان في بداية القرن العشرين مع ظهور بوادر ضعفها الكبير وتفككها أمام زمن هامفر المزعوم وهو بداية القرن الثامن عشر ألف سبعمائة فقد كانت الدولة العثمانية إمبراطورية ضخمة تحارب في عدة جبهات لم يطلق عليها الوصف السابق وهذا ما يفضح كاذب المذكرات الجاهلة بالتاريخ الحادي عشر إن واقع الشيخ رحمه الله وواقع دعوته ينفي ذلك كله الثاني عشر شهادة أعداء الشيخ رحمه الله من مسلمين وكفار تنفي عنهما في هذه المذكرات وهذا أمر مستفيد ولو تتبعناه لطالبنا البحث الثالث عشر يقول هامفر في بداية مذكراته أوفدتني وزارة المستعمرات عام 1710 إلى كل من مصر والعراق وطهران والحجاز والأستانة لأجمع المعلومات الكافية التي تعزز سبل تمزيقنا للمسلمين ونشر السيطرة على بلاد الإسلام قلت ابتدأ مخترع المذكرات مذكراته بالكذب لأنه نسي أنه في عام 1710 لم يكن في بريطانيا وزارة مستعمرات أصلا وإنما كانت مجرد شركات تجارية استعمارية استغلت التجارة في غزو الدول وهذا يؤكد مقولة إذا كنت كذوبا فكن ذكورا ويؤكد أن مذكراته المختلقة قد ولدت ميتة ولله الحمد الرابع عشر ادعى هامفر أنه التقى بالشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عام 1713 ووصفه بأنه شاب كان يتردد على هذا الدكان يعرف اللغات الثلاث التركية والفارسية والعربية قلت نسي كاذب المذكرات أيضا أن الشيخ محمد في هذا التاريخ المزعوم كان عمره عشر سنوات توضيحه أن هامفر ذكر أن وزارة المستعمرات البريطانية أوفدته إلى الأستانة مركز الخلافة العثمانية عام 1710 وهو يوافق 1122 هجرية ثم ذكر أنه مكث في الأستانة سنتين ثم رجع إلى لندن حسب الأوامر لتقديم تقرير مفصل عن الأوضاع في عاصمة الخلافة ثم ذكر أنه مكث في لندن ستة أشهر ثم ذكر أنه توجه إلى البصرة وأخذت منه الرحلة ستة أشهر وفي أثناء وجوده في البصرة التقى بالشيخ محمد رحمه الله فيكون عام التقائه المزعوم بالشيخ إذن هو عام 1713 وهو يوافق عام 1125 هجرية والشيخ رحمه الله كما هو معلوم ولد عام 1115 فيكون عمره وقت لقاء هامفر المزعوم به عشر سنين وهذا واضح جدا في بطلان هذه المذكرات جملة وتفصيلا ثم كيف استطاع طفل العاشرة الذي جاء من صحراء نجد أن يتكلم الفارسية والتركية وأهل نجد لا يعرفون هاتين اللغتين زمن الشيخ أصلا ولا يتكلمهما أحد منهم فمتى تعلمهما وأين الخامس عشر قال هامفر كان محمد بن عبد الوهاب شابا متحررا بكل معنى الكلمة كما أنه لم يكن يرى أي وزن لأتباع المذاهب الأربعة ولا يخفى على المتأمل في هذا الكلام من كذب فاضح فكيف يكون من تربى في الصحراء متحررا وليس متحررا عاديا ولكن بكل ما لهذه الكلمة من معنى وكيف لا يقيم الشيخ محمد وزنا للمذاهب الأربعة وهو لم يخرج عنها ولم يتجاوزها وها هي كتبه منشورة بين الناس ومتاحة للجميع وقد قرأها علماء الأمة فما اتهمه عالم واحد بمثل هذا القول ولو انتقص الشيخ أحد الأئمة لهب له العلماء وردوا عليه السادس عشر ذكر هنفر أن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب كانت له صداقة مع رجل شيعي اسمه عبد الرضا وقال عن الشيخ كان محمد ابن عبد الوهاب لا يتعصب ضد الشيعة وهذا من أوضح الباطل لأن موقف الشيخ من الرافضة مشهور معروف وقد ألف رحمه الله رسالة مطبوعة متداولة بعنوان رسالة في الرد على الرافضة ذكر فيها عقائدهم الشنيعة وهذه بعض عباراته عنهم وكأنه رحمه الله يوجهها إلى مختلق مذكرات هنفر حيث قال عنهم هؤلاء الكذبة وقال فانظر أيها المؤمن إلى سخافة رأي هؤلاء الأغبياء يختلقون ما يرده بذيهة العقل وصراحة النقل السابع عشر ذكر هنفر أنه في البصرة يلتق السني والشيعي وكأنهما إخوة وهذا أمر يدل على جهله وهو لم يكن في يوم من الأيام ولن يكون أبدا فأهل السنة يكفرون الشيع الذين يعتقدون تحريف القرآن وتكفير الصحابة إلا نفرا يسيرا ويغلون في أئمتهم ويوصلونهم إلى مرتبة الألوهية إلى غير ذلك من عقائدهم الكفرية فكيف يكون السنة إخوة لهم إلا عند جهول بمذهبهم الخبيث ولم يكن الشيخ كذلك وهو الذي ألف رسالة في الرد عليهم كما سبق الثامن عشر ذكر هنفر أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب لم يكن يرى أي وزن لأتباع المذاهب الأربعة المتداولة بين أهل السنة ويقول إنها ما أنزل الله بها من سلطان وهذا من الكذب لأن موقف الشيخ رحمه الله من المذاهب الأربعة واضح في كتبه ومن أقواله نحن مقلدون للكتاب والسنة وصالح سلف الأمة وما عليه الاعتماد من أقوال الآئمة الأربعة أبي حنيفة النعمان بن ثابث ومالك بن أنس ومحمد بن إدريس وأحمد بن حنبل رحمهم الله وقال رحمه الله أما مذهبنا فمذهب الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة ولا ننكر على أهل المذاهب الأربعة إذا لم يخالف نص الكتاب والسنة وإجماع الأمة وقول جمهورها وقال رحمه الله وأما المتأخرون رحمهم الله فكتبهم عندنا نعمل بما وافق النص منها وما لم يوافق النص لا نعمل به وقال ابنه الشيخ عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله لما دخلوا مكة سنة ألف ومائتين وثمانية عشر ونحن أيضا في الفروع على مذهب الإمام أحمد بن حنبل ولا ننكر على من قلد أحد الآئمة الأربعة دون غيرهم لعدم ضبط مذاهب الغير الرافضة الزيدية والإمامية ونحوهم ولا نقرهم ظاهرا على شيء من مذاهبهم الفاسدة بل نجبرهم على تقليد أحد الآئمة الأربعة وقال الشيخ رشيد رضا رحمه الله عن أتباع الدعوة السلفية وأنهم في الأصول على مذهب جمهور السلف الصالح وفي الفروع على مذهب الإمام أحمد وأنهم يحترمون مذاهب الآئمة الأربعة ولا يفرقون بين أحد من مقلديهم وإنما قال ابن عبدين ومن تبعه ما قاله تصديقا لأكاذب الشيخ أحمد دحلان ومفترياته مع عدم وجود شيء من كتب الشيخ وكتب أولاده وأحفاده في الأيدي ونحن كنا نصدق هذه الإشاعات التي أشاعتها السياسة التركية عنهم تصديقا لابن عبدين وأمثاله وقد طبعت كتبهم وكتب أنصارهم في عصرنا فلا عذر لأحد في تصديق الحشوية والمبتدعة وأهل الأهواء فيهم وقد ذكرت هذه الإشاعات مرة بمجلس الأستاذ الكبير الشيخ أبي الفضل الجيزاوي شيخ الأزهر في إدارة المعاهد الدينية فاستحضرت لهم نسخا من كتاب الهدية الثانية فراجعها الشيخ الكبير وعنده طائفة من أشهر علماء الأزهر فاعترفوا بأن ما فيها هو عين مذهب جمهور أهل السنة والجماعة التاسع عشر ذكر هنفر أن الشيخ رحمه الله كان له رأيه المستقل الذي لا يهتم حتى بالخلفاء الأربعة الراشدين رضي الله عنهم أمام ما يفهمه هو من القرآن والسنة قلت اعتقاد الشيخ رحمه الله في الصحابة الرضوان الله عليهم أوضحه في كتبه ورسائله بما يغني عن هذه الافتراءات قال رحمه الله وأتولى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذكر محاسنهم وأترضى عنهم وأستغفر لهم وأكف عن مساويهم وأسكت عما شجر بينهم وأعتقد فضلهم وقال رحمه الله وقد جاءت الآيات والأحاديث الناصة على أفضلية الصحابة واستقامتهم على الدين وقال رحمه الله وقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على كمال الصحابة رضي الله عنهم خصوصا الخلفاء الراشدين فإنما ذكر في مدح كل واحد مشهور بل متواتر لأن نقالة ذلك أقوام يستحيل تواطؤهم على الكذب ويفيد مجموعة أخبارهم العلم اليقينية بكامل الصحابة وفضل الخلفاء وقال رحمه الله ومن اعتقد منهم أي الرافضة ما يوجب إهانتهم أي الصحابة فقد كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به من وجوب إكرامهم وتعظيمهم ومن كذبه فيما ثبت عنه قطعا فقد كفر وقال رحمه الله فمن سبهم فقد خالف أمر الله به من إكرامهم ومن اعتقد السوء فيهم كلهم أو جمهورهم فقد كذب الله تعالى فيما أخبر من كمالهم وفضائلهم ومكذبه كافر العشرون ذكر هنفر أنه قال للشيخ محمد بن عبد الوهاب بأن الجهاد ليس فرضا وبعد نقاش هز الشيخ رأسه علامة للرضاء أقول مذهب الشيخ رحمه الله في الجهاد بيّنه بقوله وأرى الجهاد ماضيا مع كل إمام برا كان أو فاجرا وصلاة الجماعة خلفهم جائزة والجهاد ماض منذ بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل الواحد والعشرون ذكر هنفر أنه أقنع الشيخ محمد بن عبد الوهاب بأن متعة النساء جائزة وأن الشيخ استجاب وتمتع بإمرأة نصرانية من التي كن مجندات من قبل وزارة المستعمرات لإفساد الشباب المسلم أقول الرافضة أبناء المتعة يودون لو أن الشيخ كان مثلهم راتعا في أخية الزنا كما قال الله عن الكفار ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء وأن لهم ذلك وقد برأه الله العظيم عن هذا المنكر الذي تهافت إليه الرافضة وهو الذي بيّن حرمته في رده عليهم قال رحمه الله في نهاية حديثه عن المتعة والحاصل أن المتعة كانت حلالا ثم نسخت وحرمت تحريما مؤبدا فمن فعلها فقد فتح على نفسه باب الزنا الثاني والعشرون ذكر هنفر أنه بعد نقاش مع الشيخ محمد بن عبد الوهاب أقنعه بأن شرب الخمر ليس بحرام وأن الصلاة ليست فرضا فشرب الشيخ الخمر وتهاون في الصلاة أقول هذا الكذب يدل على وقاحة مفتريه وخبث معدنه وهو ليس بمستغرب على من له سابقة في الإفتراء والبهتان على أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم وأما الشيخ رحمه الله فقد قال في رسالته إلى عالم بغداد الشيخ عبد الرحمن السويدي رحمه الله بعد أن بيّن له عقيدته وما يدعو الناس إليه من إخلاص العبادة لله تعالى وإنكار ما فشى في الناس من أمر الشرك من دعاء الأموات والالتجاء إليهم من دون الله تعالى يقول فإني ألزمت من تحت يدي بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وغير ذلك من فرائض الله ونهيتهم عن الربى وشرب الخمر والمسكرات وأنواع المنكرات فلم يمكن الرؤساء القدح في هذا وعيبه لكونه مستحسنا عند العوام فجعلوا قدحهم وعداوتهم فيما آمر به من التوحيد وأنهى عنه من الشرك ولبسوا على العوام أن هذا خلاف ما عليه أكثر الناس وكبرت الفتنة جدا وأجلبوا علينا بخيل الشيطان ورجله منها إشاعة البهتان بما يستحي العاقل أن يحكيه فضلا أن يفتريه وبعد أن عدد أمورا كثيرة مما نسب إليه قال والحاصل أن ما ذكر عنا من الأسباب غير دعوة الناس إلى التوحيد والنهي عن الشرك فكله من البهتان وهذا لو خفي على غيركم فلا يخفى عليكم وقال رحمه الله في رده على الرافضة مشنعا عليهم مطلب تركهم الجمعة والجماعة فهو يعيب عليهم ترك الجماعة فضلا عن الصلاة نفسها فكيف يزعم المفتري أنه يتهاون فيها الرابع والعشرون ذكر هانفر أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب ذهب إلى أصفهان وشيراز وهذا من الكذب ولم يذكر الثقات الذين ترجموا للشيخ وحارصوا على تدوين كل ما يتصل برحلاته وبذكر البلاد التي زارها أنه رحمه الله ذهب إلى فارس وإيران وقوم أصفهان وشيراز ومن ذكر هذا إنما نقله عن بعض الكتب غير الموثوقة أو بعض المستشرقين الذين ذكروا ذلك في مؤلفاتهم المعروفة بالأخطاء ومجانبة الحقيقة أمثال مارغيليوث في دائرة المعارف الإسلامية وبرايكس وهيوغز وزيمر وبيلغريف الرابع والعشرون ذكر هانفر أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب يؤمن بالتقية والجواب عن هذا الكذب أن الشيخ رحمه الله قال في معرض رده على الرافض في مسألة التقية والمفهوم من كلامي أن معنى التقية عندهم كتمان الحق أو ترك اللازم أو ارتكاب المنهي خوفا من الناس والله أعلم فانظر إلى جهل هؤلاء الكذبة وبنوا على هذه التقية المشؤومة كتم علي نص خلافته ومبايعة الخلفاء الثلاثة وهذا يقتضي عدم الوثوق بأقوال أئمة أهل البيت وأفعالهم لاحتمال أنهم قالوها أو فعلوها تقية ما أشنع قول قوم يلزم منه نقص أئمتهم المبرئين عن ذلك الخامس والعشرون ذكر هانفر أن من الخطط التي وضعت للشيخ محمد بن عبد الوهاب تكفير كل المسلمين وإباحة قتلهم وسلب أموالهم وهذا من الافتراءات الكثيرة التي روجها أعداء الدعوة السلافية وقد أجاب عنها عدد من الباحثين ومن أقوال الشيخ محمد رحمه الله التي تضحض هذا الافتراء قوله أركان الإسلام الخمسة أولها الشهادتان ثم الأركان الأربعة إذا أقر بها وتركها تهاونا فنحن وإن قاتلناه على فعلها فلا نكفره بتركها والعلماء اختلفوا في كفر التارك لها كسلا من غير جحود ولا نكفر إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم وهو الشهادتان وقال رحمه الله وأما الكذب والبهتان فمثل قولهم إنا نكفر بالعموم ونوجب الهجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه وأننا نكفر من لم يكفر ومن لم يقاتل ومثل هذا وأضعاف أضعافه فكل هذا من الكذب والبهتان الذي يصدون به الناس عن دين الله ورسوله وقال رحمه الله ولا نشهد لأحد من المسلمين بجنة ولا نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكني أرجو للمسلم وأخاف على المسيء وقال رحمه الله ولا أكفر أحدا بذنب ولا أخرجه من دائرة الإسلام وقال رحمه الله وأما ما ذكره الأعداء عني أني أكفر بالظن والموالاة أو أكفر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة فهذا بهتان عظيم يريدون به تنفير الناس عن دين الله ورسوله وقال رحمه الله والله يعلم أن الرجل ابن سحيم افترى علي أمورا لم أقلها ولم يأتي أكثرها على بالي فمنها أني أكفر البوصيري وأني أكفر من حلف بغير الله جوابي عن هذه المسائل أن أقول سبحانك هذا بهتان عظيم وقال رحمه الله وأجلب علينا بخيل الشيطان ورجله منها إشاعة البهتان بما يستحي أن يحكيه فضلا على أن يفتريه ومنها ما ذكرتم أني أكفر جميع الناس إلا من اتبعني وأزعم أن أنكحتهم غير صحيحة ويا عجبا كيف يدخل هذا في عقل عاقل هل يقول هذا مسلم أو كافر أو عارف أو مجنون وقال رحمه الله وكذلك تمويهه على الطغام بأن ابن عبد الوهاب يقول الذي ما يدخل تحت طاعة كافر ونقول سبحانك هذا بهتان عظيم بل نشهد على ما يعلمه من قلوبنا بأن من عمل بالتوحيد وتبرأ من الشرك وأهله فهو مسلم في أي زمان وأي مكان وإنما نكثر من أشرك بالله في إلهيته بعدما تبين له الحجة على بطلان الشرك وقال رحمه الله وأما القول أن نكثر بالعموم فذلك من بهتان الأعداء الذي يصدون به عن هذا الدين ونقول سبحانك هذا بهتان عظيم وقال الشيخ محمد بشير السهزواني الهندي نافيا عن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب تهمة تكفير المسلمين واستباحة قتلهم وسلب أموالهم وهتك أعراضهم يقول إن الشيخ وأتباعه لم يكفروا أحدا من المسلمين ولم يعتقدوا أنهم هم المسلمون فقط وأن من خالفهم هم المشركون ولم يستبيحوا قتل أهل السنة وسبي نسائهم ولقد لقيت غير واحد من أهل العلم من أتباع الشيخ وطالعت كثيرا من كتبهم فما وجدت لهذه الأمور أصلا وأثرا بل كل هذا بهتان وافتراء وعلق الشيخ محمد رشيد رضا على كلامه بقوله بل في هذه الكتب خلاف ما ذكر وضده ففيها أنهم لا يكفرون إلا من أتى بما هو كفر بإجماع المسلمين السادس والعشرون ذكر همفر أن من الخطط التي وضعت للشيخ محمد بن عبد الوهاب نشر قرآن فيه تعديل أقول الشيعي كاذب المذكرات يرمي الشيخ بدائه كما قيل رمتني بدائها وانسلت فالرافضة هم من يعتقد تحريف القرآن لا أهل السنة الذين برأهم الله من هذه العقيدة الكفرية والشيخ محمد رحمه الله من كبار علمائهم وقد بيّن حكم من يعتقد الزيادة في القرآن أو النقص منه قال رحمه الله في رسالته الرد على الرافضة من اعتقد عدم صحة حفظه أي القرآن الكريم من الإسقاط واعتقد ما ليس منه أنه منه فقد كفر وقال رحمه الله ومكذب القرآن كافر ليس له إلا السيف وضرب العنق وقال رحمه الله ومن هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول فهو كافر السابع والعشرون ذكر همفر أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب أظهر دعوته سنة 1143 وهذا دليل واضح يبين كذب المذكرات لأن تاريخ إعلان الشيخ رحمه الله لدعوته هو في السنة التي توفي فيها والده وهي سنة 1153 كما عليه المؤرخون قال ابن بشر في تاريخه توفي أبوه عبد الوهاب في سنة 53 ومئة ألف ثم أعلن بالدعوة والإنكار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتبعه ناس من أهل البلد الثامن والعشرون ذكر أنه بعد سنوات من العمل تمكنت الوزارة من جلب محمد بن سعود إلى جانبها فأرسلوا إلى محمد بن عبد الوهاب رسولا يبين له ذلك ويظهر وجوب التعاون بين المحمدين فمن محمد بن عبد الوهاب الدين ومن محمد بن سعود السلطة أقول المذكور الثابت في كتب التاريخ أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب ذهب إلى الدرعية بلد محمد بن سعود فعلم به خصائص من أهل الدرعية فزاروه خفية ورأوه لا يزال على سبيل الرسول صلى الله عليه وسلم ثابتا فأرادوا أن يخبروا محمد بن سعود ويشيروا عليه بنصرته فهابوا فأشارت امرأة محمد بن سعود على زوجها وكذلك أخواه ثنيان ومشاري بمساعدة الشيخ ونصرته وألقى الله سبحانه في قلبه للشيخ محبة فقام من فوره وسار إليه ومعه أخواه فسلم عليه ورحب به وأبدى غاية الإكرام والتبجيل وأخبره أنه يمنعه مما يمنع منه نساءه وأولاده وقال أبشر ببلاد خير من بلادك وأبشر بالعز والمنع فقال الشيخ وأنا أبشرك بالعز والتمكين وهذه كلمة لا إله إلا الله من تمسك بها وعمل بها ونصرها ملك البلاد والعباد وهي كلمة التوحيد وأول ما دعت إليه الرسل من أولهم إلى آخرهم ثم أخبره بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما دعا إليه وما عليه أصحابه رضي الله عنهم من بعده وما أمروا به ونهوا عنه وما أعزهم الله به بالجهاد في سبيله فأغناهم وجعلهم إخوانا ثم أخبره بما عليه أهل نجد اليوم بالمخالفتهم بالشرك بالله تعالى والبدع والجور والظلم فلما تحقق محمد بن سعود من معرفة التوحيد وفضله ورأى بعد الناس في الواقع عنه قال للشيخ يا شيخ إن هذا دين الله ورسوله الذي لا شك فيه وأبشر بالنصرة لك ولما أمرت به والجهاد لمن خالف التوحيد إلى آخره التاسع والعشرون قامت مذكرة هانفر المزعومة على محور أساس وهو أن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هي مجرد صنيعة بريطانية كما سبق ومن المعلوم عند الباحثين المتجردين أن موقف الحكومة البريطانية من دعوة الشيخ لم يكن التأييد والدعم كما يزعم صاحب مذكرات هانفر وإنما العداء والمحاربة فقد لمس الإنجليز آتار دعوة الشيخ رحمه الله السلفية في الهند أعظم مكان يعتزون باستعماره والاستيلاء على خيراته وذلك عندما تلقفها بعض الهنود على يد الشيخ أحمد بن عرفان وأتباعه ثم من بعده في حركات أخرى مثل حركة الفرائضيين وحركة نزار علي تلك الحركات التي نوأت القذيانية الكافرة التي أرادها الإنجليز واجهة إسلامية تحقق مآربهم وينضوي تحتها من لا يعرف من الإسلام إلا اسمه ويظهر انزعاج الإنجليز وحرصهم على القضاء على دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله التي تمثل يقاضة جديدة في الدين الإسلامي ودعوة إلى فهمه من مصادره الصافية كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أنهم بذلوا جهودا وأموالا في هذا السبيل وقد أبانت رحلة سادلير عن ذلك وهو الضابط البريطاني وقائد الفوج 47 ومبعوث الحكومة البريطانية في الهند الذي قام برحلة شاقة من الهند إلى أن وقف على أطلال الدرعية التي هدمها إبراهيم باشا بناء على تخطيط اشترك في الإعداد له الإنجليز ليطمئنوا على تفتيت الحكومة الإسلامية التي تحركت في الجزيرة لإيقاظ المسلمين وليقضي على قاعدة الدعوة السلفية بنفسه لما أحدثته من خوف وقلق داخل الحكومة الإنجليزية خوفا على مصالحها وقد كان في رحلته هذه ضمن قافلة كبيرة أغلبها من الأطراق فقد مر سادلير بالدرعية متخفيا في 13 أغسطس من عام 1819 وبعد أن ارتاحت نفسه شد الرحال لاحقا بإبراهيم باشا حتى أدركه في آبار علي على مقربة من المدينة المنورة ليقدم له تهاني الحكومة البريطانية بهذا النصر مقرونة بهدايا حكومة الهند الشرقية الحكومة البريطانية يقول الشيخ حمد الجاسر عين سادلير من قبل حكومة الهند عام 1819 لمقابلة إبراهيم باشا لتهنئته على انتصاره بعد تلك الغزوة الظالمة وليؤكد له رغبة الحكومة البريطانية في التعاون معه للقضاء على ما بقي للدولة السعودية من نفوذ في الخنيج ويقول السفير في الخارجية السورية محمد عدنان مراد في كتابه صراع القوى في المحيط الهندي والخليج العربي جذوره التاريخية وأبعاده كانت بريطانيا هي الوحيدة المستفيدة من الحرب التي انتهت بتحطيم النفوذ السعودي خوفا من انتشاره إلى الخليج والبحر العربي ويبدو من قول السيد فرانسيس واردين عضو المجلس في بومباي ومساعد المقيم العام في تقريره الذي قدمه عن تاريخ الدولة السعودية وتبنيها دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 1817-1795-1818 كيف كان الحقد يأكل قلب الإنجليز ضدهم حيث كتب وهكذا قامت وسقطت تلك الفرقة الشاذة لا قامت ثانية وبحمايتها وتشجيعها انتشرت الغارات البحرية في الخليج وفي البحار الهندية بدرجة من النجاح والجرأة والهمجية لم تفقها إلا وقاحة الجزائريين في أوروبا وقال الشيخ رشيد رضا رحمه الله إن الإنجليز يعدون نجاح الوهابية أكبر الأخطار على مطامعهم في العرب والإسلام وقال الأستاذ محمد كرد علي وإذا أردنا أن ننظر بعين المؤرخ المنصف نرى بريطانيا العظمى هي التي اقتضت سياستها القضاء على أماني محمد علي بل أماني العرب من إنشاء دولة عربية كما أوجبت سياستها قبل ثلاثين سنة أن تدعو الدولة العثمانية إلى حرب الوهابيين في نجد والحجاز حربا عوانا لأنه كان يخشى أن يؤسس أيضا دولة عربية جديدة ربما كانت عثرة في سبيل أماني تلك الحكومة في شبه جزيرة العرب الثلاثون إدعى هامفر أنه عاش في الدرعية مع مجموعة من الضباط البريطانيين المتنكرين يقول وقد اتخذنا الدرعية عاصمة للحكم والدين الجديد وكانت الوزارة تزود الحكومة الجديدة سرا بالمال الكافي كما اشترت الحكومة الجديدة في الظاهر عدة من العبيد كانوا من خيرة ضباط الوزارة الذين دربوا على اللغة العربية والحروب الصحراوية فكنت أنا وإياهم وعددهم أحد عشر نتعاون بوضع الخطط اللازمة وكان المحمدان يسيران على ما نضع لهما من الخطط وكثيرا ما نتناقش الأمر مناقشة موضوعية إذا لم يكن أمر خاص من الوزارة قلت أين غاب هذا الأمر الخطير العظيم الذي يدرك بسهولة عن أعين المناوئين لدعوة الشيخ في زمنه وهم من أجهدوا أنفسهم في الترصد للدعوة وأهلها ووصمهم بما ليس فيهم ثم قول هانفر وقد اتخذنا الدرعية عاصمة للحكم والدين الجديد يعني أن هذا تم قبل اللقاء التاريخي بين الشيخ محمد والأمير محمد ابن سعود رحمهم الله فلماذا تجاهله أهل التاريخ لقد فات كاذب المذكرات أن الدولة السعودية عندما قامت على أرض الجزيرة العربية وبدأت بالدرعية لم تأتي من فراغ لأن استقرار أسرة آل سعود في المنطقة يعود إلى أزمنة قديمة باعتبارهم ينتمون إلى قبائل بني حنيفة التي كانت تستوطن المنطقة وتاريخها معروف وأعادوا تأسيس حكمهم في الدرعية في منتصف القرن الخامس عشر الميلادي وناصروا دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في منتصف القرن الثامن عشر الميلادي ليؤسسوا بذلك الدولة السعودية الأولى وعندما سقطت تلك الدولة بفعل الهجوم التركي عليها بقيادة إبراهيم باشا سنة 1818 عادت الدولة السعودية الثانية إلى الظهور سنة 1824 وعندما سقطت الدولة السعودية الثانية بفعل الخلافات بين أبناء الإمام فيصل ابن تركي سنة 1891 عادت مرة ثالثة لتظهر في بداية القرن العشرين الميلادي عندما تمكن الملك عبد الإنجليز لا رحمه الله من استعادة تأسيسها في الرياض سنة 1902 ميلادية ولتصبح ما يعرف اليوم بالمملكة العربية السعودية هل هذه الدولة المستمرة التي تضرب بشذورها في عمق التاريخ صنيعة أو ضمن مخاطط مختلق كما زعم هذا الكتاب المصنوع؟ أليست هذه التطورات تدل على أن الدولة السعودية راسخة وقوية ومبادئها واضحة مكنتها من الظهور عند اختفائها لعوامل سياسية؟ المبحث الخامس الأدلة على شعية كاتب مذكرات هامفر إن الذي يقرأ مذكرات هامفر يجزم بأن مؤلفها ليس نصرانيا لوجود كثير من العبارات التي فيها الطعن والانتقاص من الدين النصراني والإنجليز أنفسهم وفيهم بعض العبارات التي تمدح الإسلام كما أن فيها وهو المهم هنا معلومات عن مذهب الشيعة لا يمكن لجاسوس مستجد أن يلم بها مع ترويج لها بطريقة ماكرة واستعمال مفردات ونصوص من التراث الشيعي بما يفضح صاحبها المتخفي كما قال تعالى ولتعرفنهم في لحن القول وقال أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم وقال الشاعر ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي وقال الآخر وليد تنطق والأفواه صامتة حتى ترى من ضمير القلب ما كان وإليك بعض الأدلة على شيعية كاذب المذكرات وقد قسمتها إلى عنوين الأول مدح الشيعة وتلميع مذهبهم وشخصياتهم أولا قال هنفر وكان المسلمون الشيعة في البلاد الفارسية أخطر حيث إنهم يرون المسيحية كفارا ناجسين وهذا مجرد محاولة لتحسين صورة الشيعة والدعاء أنهم يقفون ضد مخططات الغرب النصراني الكافر وكاذب المذكرات يعلم أن هذا شرف لا يستحقه الروافض وأظن خياناتهم للأمة وتواطؤهم مع أعدائها لم يعد يخفى على أحد قديما وحديثا ثانيا قال هنفر علماء فارس كانوا أمنع سدا أمام آمالنا وهذا مدح لعلماء الشيعة ومثله قوله ومن الحلة ذهبت إلى النجف في زي تاجر من تجار أذربيجان والتقيت برجال الدين وأخذت أراودهم وأحضر مجالسهم وأعجبت بهم أي ما إعجاب لصفاء روحهم وغزارة علمهم ثالثا قال هنفر فيه يام شيعي أما مرقد الإمام أمير المؤمنين كما يسمونه فهو مرقد جميل مزخرف بأنواع الزخرفة الجميلة وله حرم جميل وعليه قبة ذهبية ومنارتان ضخمتان ذهبيتان رابعا قال هنفر وقبل أن ينتهي الشهر خرجت من الخان لألقي رحلي في دكان النجار وكان رجلا شهما شريفا عاملني كأحد أولاده وكان اسمه عبد الرضا وكان شيعيا فارسيا من أهالي خرسان قلت تأمل وصفه للشيعي عبد الرضا بأنه شهم شريف وقارنه بوصم السني خالد بالشذود كما سيأتي خامسا قال هنفر وإني أظن أن الحق مع الشيعة في خلافة علي والحسن والحسين لأن الثابت من التاريخ الإسلامي حسب مطالعاتي أن علي كان يمتاز بصفات عالية تؤهله للقيادة ولا أستبعد أن يكون الرسول محمد قال بأن الحسن والحسين أيضا إمامان وهذا لا ينكره أهل السنة أيضا قلت لم يستطع الشيعي كاذب المذكرات أن يخفي مذهبه فصدرت منه هذه الفلتة في محاولة سادجة لتصحيحه وترويجه سادسا قال هنفر عن محاولة الشيخ محمد مع الشيخ الشيعي القمي جرى بين محمد والشيخ حوار عنيف لم أحفظ كله وإنما حفظت مقتطافات عنه قال له القمي إذا كنت أنت متحررا ومجدهدا كما تدعي فلماذا لا تتبع عليا كالشيعة قال محمد لأن عليا مثل عمر وغيره ليس قوله حجة وإنما الحجة الكتاب والسن فقط قال القمي ألم يقل الرسول أنا مدينة العلم وعلي بابها إذن ففرق بين علي وبين باقي أصحابه قال محمد إذا كان قول علي حجة فلماذا لم يقل الرسول كتاب الله وعلي بن أبي طالب قال القمي بل قال حيث قال صلى الله عليه وسلم كتاب الله وعطرتي أهل بيتي وعلي سيد العطرة فأنكر محمد أن يكون الرسول قال ذلك لكن الشيخ القمي جاء إليه بأدلة مقنعة حتى سكت محمد ولم يحر جوابا قلت تأمل كيف بث الشيعي كاذب المذكرات مذهبه على لسان هنفر النصراني زاعما أن الشيخ محمد لم يحر جوابا لهذه الأدلة المقنعة ولا تغفل أن العقل الشيعي كما يعلم الباحثون مولع بفبركة المناظرات الوهمية بين علماء السنة وعلماء مذهبه ويستحيل أن تجد مؤلفا لشيعي معاصر أو من القدماء إلا وتجد له مناظرات مع أهل السنة وجميعها تنتهي بالانتصار المؤذر للرافضة سابعا قال هنفر قلت له أي الشيخ محمد ذات مرة متعة النساء جائزة قال كلا قلت فالله يقول فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن قال عمر حرم المتعة قائلا متعتان كانتا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أحربهما وأعاقب عليهما قلت أنت تقول أنا أعلم من عمر فلماذا تتبع عمر ثم إذا قال عمر إنه حرمها وأن الرسول حللها فلماذا تترك رأي القرآن ورأي الرسول وتأخذ برأي عمر فسكت قلت تأمل كيف انقلب النصراني هنفر إلى مبشر بعقائد الرافضة وهو هناك ما يقال أصاب عصفورين بحجر واحد وأراد من هذا الحوار المختلق أمرين أولا أن حجة المحللين للمتعة وهو الرافضة أقوى من حجة المحرمين لها وهم أهل السنة ثانيا لمز عمر رضي الله عنه بأنه المحرم للمتعة وأنه بهذا خالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فحرم ما أحله وهي شنشينة رافضية يرددونها عند الحديث عن المتعة ثامنا قال هنفر على لسان الخطة التي وضعها الإنجليز لإضعاف الإسلام وأهله أما المقابر فاللازم هدمها بحجة أنها لم تكن في عصر النبي وأنها بدعة كما أن اللازم صرف الناس عن الزيارات بالتشكيك في كون هذه المقابر الموجودة للنبي والآئمة والصالحين والبقيع يجب تسويتها مع الأرض كما يجب هدم كل القباب والأضرحة الموجودة للمسلمين في كل بلادهم قلت يريد الرافضي الكذوب إهام القراء أن هدم القباب المبنية على القبور هو مخطط إنجليزي لا تباعا من فاعله وعلى رأسهم أتباع الدعوة السلفية للسنة ومثله قوله والحسينيات يجب هدمها واتهامها بأنها بدعة وضلالة وأنها لم تكن في عهد الرسول وخلفائه كما يجب منع الناس من ارتيادها بكل الوسائل تاسعا جعل هامفر من مهمتهم لإضعاف المسلمين التشكيك في الخمس والتشكيك في إعطائه للعلماء فكأنه يوجه رسالة تحذير لعوام الشيعة المقلدين بأن من يشكك في الخمس هو عميل وجاسوس يهدف إلى إسقاط ركيزة مهمة من ركائز المذهب ليضمن تدفق الأموال إلى المراجع عاشرا قال هامفر أصبح عددهم أي الشيعة بعدد أهل السنة قلت هذه شنشينة شيعية تتردد كثيرا في كتاباتهم في محاولة منهم لتكثير سوادهم ولو بالكذب الثاني استعمال العبارات والآثار الشيعية قال هامفر فكنت أعتكف أيام مرضي في مكان تحت الأرض يسمى السرداب ثانيا قال هامفر وكنت قد قلت للشيخ أحمد فندم إني شاب قد مات أبي وأمي وليس لي إخوة وتركوا لي شيئا من المال ففكرت أن أكتسب وأن أتعلم القرآن والسنة فجئت إلى مركز الإسلام لأحصل على الدين والدنيا فرحب بي الشيخ كثيرا وقال لي ما نصه وقد كتبته بلفظه إن الواجب أن نحترمك لعدة أسباب لأنك مسلم والمسلمون أخوة ولأنك ضيف وقد قال رسول الله أكرم الضيف ولأنك طالب علم والإسلام يؤكد على إكرام طالب العلم ولأنك تريد الكسب وقد ورد نص بأن الكاسب حبيب الله قلت قوله الكاسب حبيب الله هذا من أحاديث الشيعة والعبارات الدارجة عندهم وفي كتبهم ثالثا قال هامفر هل صحيح أن النبي آخى بين الصحابة قال نعم قلت هل أحكام الإسلام وقتية أم دائمة قال محمد بل دائمة لأن الرسول يقول حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة قلت هذا الحديث المزعوم هو أيضا من أحاديث الشيعة رابعا قال هامفر ولفقت له ذات مرة حلما فقلت له إني رأيت البارحة في المنام رسول الله ووصفته بما كنت سمعته من خطباء المنابر جالسا على كرسي وحوله جماعة من العلماء لم أعرف أحدا منهم وإذا بي أراك قد دخلت ووجهك يشرق نورا فلما وصلت إلى الرسول قام الرسول إجلالا وقبل عينيك وقال لك يا محمد أنت سميي ووارث علمي والقائم مقامي في إدارة شؤون الدين والدنيا قلت قوله سميي ووارث علمي والقائم مقامي عبارة شيعية بامتياز فقد ذكر شيخهم الكليني حديثا طويلا عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أبي عليه السلام لجابر بن عبد الله الأنصار إن لي إليك حاجة فمتى يخف عليك أن أخلو بك فأسألك عنها فقال له جابر أي الأوقات أحببته فخال به في بعض الأيام فقال له يا جابر أخبرني عن اللوح الذي رأيته في يد أمي فاطمة عليها السلام إلى أن قال قال جابر فأشهد بالله أني هكذا رأيت في اللوح مكتوبا بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من الله العزيز الحكيم حق القول مني لأسرنه أي الريضة عليه السلام بمحمد ابنه وخليفته من بعده ووارث علمه فهو معدن علمي وموضع سري وحجتي على خلقي خامسا قال هنفر ويأمرهم أي الإسلام بقوة الاقتصاد ففي الحديث من لا معاش له لا معاد له قلت هذا الحديث من أحاديث الشيعة التي تتردد في كتبهم لا سيما المعاصرة سادسا قال هنفر ويأمرهم بمعاهدة أبدانهم وصحتهم ففي الحديث إنما العلوم أربعة علم الفقه لحفظ الأديان وعلم الطب لحفظ الأبدان وعلم النحو لحفظ اللسان وعلم النجوم لحفظ الأزمان قلت وهذا الحديث المزعوب مما ينسبه الشيعة لعلي رضي الله عنه سابعا قال هنفر وأما قصة كربلاء فإنها تبتدئ منذ قتل فيها سبط رسول الله الحسين بن علي وابن فاطمة بنت الرسول فقد دعا أهل العراق الحسين ليأتيهم من المدينة الحجاز ليتخدوه خليفة لكنه لما وصل هو وأهل بيته إلى أرض كربلاء التي تبتعد عن الكوفة قرابة 12 فرسخا قلب أهل العراق عليه الأمر وخرجوا لقتاله بأمر من يزيد بن معاوية الخليفة الأموية القاطنة في الشام فقاتل الحسين بن علي مع أهل بيته الجيش الأموي الكثيف العدد قتال الأبطال حتى قتل هو وأهل بيته وقد أبدى الجيش الأموي في هذه المعركة كل ناذالة وسفالة قلت تأمل العاطفة واللغة الشيعية كيف غلبت كاذب المذكرات في صياغة هذا الحدث مع تعريضه بالأمويين وهو النصراني المحايد الثالث تشويه مذهب أهل السنة والشخصيات التي يعاديها الشيعة أولا قال هنفر وقلت له أي الشيخ محمد لقد صح أن معاوية ويزيد وخلفاء بني أمية وخلفاء بني العباس كانوا يتعاطون الخمر فهل من الممكن أن يكون كل أولئك على ضلال وأنت على صواب إنهم لا شك كانوا أفهم لكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم مما يدل على أنهم لم يفهموا التحريم وإنما فهموا القراهة والإعافة وفي الأصفار المقدسة لليهود والنصارى إباحة الخمر فهل يعقل أن يكون الخمر حراما في دين وحلالا في دين والأديان كلها من عند إله واحد ثم إن الروات رو أن عمر شرب الخمر حتى نزلت الآية فهل أنتم منتهون ولو كانت الخمر حراما لعاقبه الرسول صلى الله عليه وسلم فعدم عقاب الرسول دليل الحلية قلت بهذا الأسلوب ظاهر البراءة والتجرد لم يكتفي الشيعي كاذب المذكرات بتشويه صورة الشيخ محمد فقط وإنما ضم إليه مجموعة ممن تعدهم الشيعة من أعدائها وهم عمر ومعاوية رضي الله عنهما ويزيد وبني أمية وبني العباس معتمدا على الكاذب الرخيص ثانيا قال هانفر مخاطبا بديل شيخ الإسلام للدولة العثمانية الممثلة لوجهة نظر السنة بزعمه فقدمت إلى البدل وقلت له أفندم هل تجيب طاعة الخليفة؟ قال نعم يا ولدي مثل وجوب طاعة الله ورسوله قلت له أفندم بأي دليل؟ قال ألم تسمع قول الله تعالى أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم؟ قلت أفندم إذا كان الخليفة أولي الأمر فكيف يأمرنا الله بطاعة يزيد الذي أباح المدينة المنورة لجيشه وقتل الحسين سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف يأمرنا الله بطاعة الوليد الذي كان يشرب الخمر إلى آخره؟ قلت تأمل كيف أصبح أمر يزيد حاضرا في ذهن كاتب المذكرات النصراني المزعوم حتى شغل سؤاله الوحيد لبديل شيخ الإسلام في تركيا فأصبح على رأس اهتماماته إنها نفس الأمور التي تشغل أذهان الرافض في كل عصر ومكان يزيد مقتل الحسين الوليد إلى آخره قال هنفر أما سائر الأيام فقد كنت أذهب إلى نجار هناك أشتغل عنده لقاء أجر زهيد كان يدفعه لي أسبوعيا وحيث كان عملي في فترة الصباح فقط فقد كان يجري لي نصف أجور عماله وكان اسم النجار خالد وكان يسرثر في أوقات فراغه عن فضائل خالد بن الوليد وكان خالد صاحب المحل سيء الأخلاق عصبي المزاج إلى أبعد حد وكان يطمئن مني طمئنانا لم أدر سببه ولعله وثق بي حيث كنت مطيعا سماعا له لا أناقشه في شؤونه الدينية ولا في شؤون دكانه وكان إذا خلا بي طلب مني أن يلوط بي قلت تأمل هذا الطعن المبطن لعدوهم قاهر الفرس المجوس وبطل الفتوحات الإسلامية وسيف الله المسلول خالد بن الوليد رضي الله عنه حيث جعل اسمه لرجل شاذ وهذا الطعن الصبياني الوقح غير مستغرب على من نشأ سبابا شتاما لأهل الفضل منذ صغره وكم لهم من مثل هذه المواقف الشيء الكثير رابعا قال هنفر شارحا مذهب أهل السنة بزعمه أما أهل السنة فإنهم يقولون بأن المسلمين رأوا بعد الرسول أن أبا بكر ثم عمر ثم عثمان أصلحوا للخلافة من علي ولذلك تركوا أمر الرسول محمد واتخذوا هؤلاء خلفاء للرسول قلت تأمل كيف حشر عبارة تركوا أمر الرسول تصحيحا لمذهب أسلافه الرافضة وتخطئة لأهل السنة على لسان النصراني الذي أصبح هو الخصم والحكم خامسا قال هنفر عن محاولتهم نشر الدكتاتورية بين المسلمين فأبو بكر جاء للحكم بسيف عمر وإرهابه وإحراقه للبيوت التي لم ترضخ لطاعة كبيت فاطمة بنت محمد قلت تأمل مكر الرافضي كاذب المذكرات حيث مرر هذه الحادثة الشهيرة عند الشيعة بحادثة كسر ضلع فاطمة على لسان النصراني هنفر وكأنها حقيقة ثابتة كل هذا نكاية في عدوهم عمر رضي الله عنه الرابع محاولة تثوير الشيعة على وضعهم أولا قال هنفر قلت لأحدهم أحد علماء الشيعة أليس الواجب أن تغير الظلم كما غير رسول الإسلام قال الرسول كان يسنده الله ولذا تمكن قلت في قرآن الحكيم إن تنصر الله ينصركم فأنتم أيضا يسندكم الله إن قمتم بالسيف في وجه طغيان الخليفة قال أنت تاجر وهذه مواضع علمية يقصر فهمك على ملاحقتها الخامس استعداء المسلمين على السلفية وأنها مذهب جديد أولا قال هنفر أخذت في إذكاء روحه أي محمد بن عبد الوهاب في أن يكون لنفسه طريقا ثالثا غير السنة والشيعة قلت هذه الأسطوانة نسمعها كثيرا من الشيعة حيث يحاولون إيهام المسلمين أن الدعوة السلفية التي يسمونها الوهابية مخالفة للشيعة وللسنة والسنة عندهم هم من يسوغ القبوريات والبدع في محاولة ماكرة منهم لإقامة الحواجز بين المسلمين وبين هذه الدعوة المباركة وقد أثار مثل هذا الافتراء بعض المناوئين زمن الشيخ فقال رحمه الله لهم إنا لما أنقرنا عبادة غير الله بالغتم في عداوة هذا الأمر وإنكاره وزعمتم أنه مذهب خامس وأنه باطل ثانيا قال هنفر أما الشيخ محمد عبد الوهاب فكان يزدري بأبي حنيفة أي مزدراء وكان يقول عن نفسه إني أكثر فهما من أبي حنيفة قلت محاولة ساذجة من الرافضي لتهييج الأحناف على الشيخ محمد ودعوته السلفية لا سيما وهم كثرة في بلده العراق كما أن قبر الإمام أبي حنيفة بها وردا على هذا الافتراء قال الشيخ نحن مقلدون للكتاب والسنة وصالح سلف الأمة وما عليه الاعتماد من أقوال الأئمة الأربعة أبي حنيفة النعمان بن ثابت ومالك بن أنس ومحمد بن إدريس وأحمد بن حنبل رحمهم الله وقال أما مذهبنا فمذهب الإمام أحمد إمام أهل السنة ولا ننكر على أهل المذاهب الأربعة إذا لم يخالف لص الكتاب والسنة وإجماع الأمة وقول جمهورها وقال رحمه الله ونحن ولله الحمد متبعين غير مبتدعين على مذهب الإمام أحمد بن حنبل وحتى من البهتان الذي أشاع الأعداء أني أدعي الإجدهاد ولا أتبع الأئمة من هو كاذب مذكرات هنفر؟ بعد أن قرأنا بعض الشواهد التي تؤكد شيعية كاتب المذكرات المنسوبة زورا للجاسوس النصراني النكرة هنفر يحسن بي نقل اعتراف أحد الشخصيات المعاصرة الموثوقة عند الشيعة ممن لا تلحقه التهمة أو المحابات عندهم وهو حسن بن فرحان المالكي الذي أنطقه الله بالحق ليكتب في رسالته محمد بن عبد الوهاب داعية وليس نبيا يقول أما اتهام الوهابية بأنهم صنيعة بريطانية بناء على مذكرات رجل بريطاني اشتهرت كثيرا عبر منتداية الأنترنت فهي باطلة وكان ذلك البريطاني الذي نسبت إليه المذكرة واسمه هنفر قد زعم فيها أنه التقى الشيخ في البصرة وأنه وجهه إلى نجد نكاية بالدولة العثمانية إلى آخره فهذا من البهتان والباطل المكشوف لأسباب أهمها الأول أن الشيخ وأئمة آل سعود محمد وابنه عبد العزيز لبيثوا يحاربون الرياض ودخنة ومنفوحة وتلك الأحياء القريبة من الدرعية ما يزيد على عشرين سنة ولو كان عندهم دعم البريطاني لما لبيثوا في حرب تلك المدن والأحياء القريبة إلا أياما أو شهورا على أبعد تقدير الثاني مذكرات ذلك البريطاني المسمى هنفر لا تصح وقد أخبرني بعض الإخوة من الشيعة المعتدلين أن الذي وضعها هو أحد المراجع الشيعية الإمامية نكاية بالوهابية وعندي اسم ذلك الشيخ الإمامي الذي وضع تلك المذكرة على لسان هنفر وقد ذكر ما يمكن أن يدل على أن واضع تلك المذكرة هو ذلك الشيخ الشيعي قلت والحق ما شهدت به الأعداء وأما اسم كاذب المذكرات فقد اشتهر بأنه مرجعهم الهالك قريبا محمد مهد الشيرازي ومما يقوي هذا ما جاء في كتاب المعارض الشيعي المعاصر عادل اللباد الإنقلاب عند ذكره زيارته ومن معه للشيرازي في قم قال وعند انتهاء الكلمة قدم لنا الشاي ثم أهدينا جميعا بعد مؤلفات الإمام الشيرازي ومذكرات ميستر هنفر فما الذي حشر هذه المذكرات مع كتبه حتى أصبح يرفقها بها وكأنها منها ختاما قال الشيخ مالك بن حسين في مقاله وبعد دراسة لهذه المذكرات تبين لي أن هذه المذكرات من نسج خيال فرض أو مجموعة المقصود منها تشويه دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بالكاذب والإفتراء والأدلة على ما أقول كثيرة قلت وقد عرفنا الأدلة وهي تدين كاذب المذكرات وتجعله ممن قال الله عنهم والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا والله الهادي وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ملحق عن رحلات الشيخ محمد بن عبد الوهاب العلمية بما أن مذكرات هنفر تمحورت كما سبق حول الدعاء لقاء هنفر بالشيخ محمد رحمه الله أثناء وجوده في البصرة فقد ارتعيت أن أنشر ملخصا لرحلات الشيخ العلمية التي ذكرها المؤرخون الثقات دفعا للخلط الذي يقع فيها مما قد يستغله الأفاكون ومروجوء الأكاذيب سفره لطلب العلم كانت الانطباعات التي تكونت لدى الشيخ محمد إبان حجه الأول لا تزال عالقة في ذهنه حينما هم بمغادرة العيينة لمواصلة تعلمه وكان ما رآه في الحرمين الشريفين من حلقات العلم والوعب كافيا لإقناعه بأن تكون خطوته الأولى في أسفاره العلمية إلى الحجاز وهكذا سافر إلى مكة المكرمة حيث حج مرة تانية ومع أنه من المحتمل أن الشيخ محمد بقي في تلك البلدة المقدسة بعد الحج للدراسة فإن المصادر لا تذكر دراسته على علماء فيها ولعله لم يمكث هناك مدة تستحق العناية والتسجيل على أنه ما لبث أن سافر من مكة إلى المدينة حيث بدأ رحلة مهمة من مراحل دراسته وكانت المدينة المنورة ملتقى العلماء وطلاب العلم من الأقطار الإسلامية المختلفة وكان بعض هؤلاء يأتون إليها ويستقرون فيها للمجاورة أما البعض الآخر فيقدمون إليها ويمكثون فيها فترة ثم يغادرونها عائدين إلى أوطانهم ومع أنه من المرجح أن الشيخ محمداً قد حضر دروس عدة علماء في المسجد النبوي فإن صلته بالشيخين عبد الله بن سيف ومحمد حياة السندي كانت أوثق وأعمق من صلته بأي عالم غيرهما وكان لهذين العالمين الجليلين أثر كبير على الشيخ محمد لا بالنسبة لتحصيله العلمي فقط وإنما بالنسبة لاتجاهه الإصلاحي أيضاً خاصة أن صلته بهما قد تمت وهو في مرحلة من مراحل عمره القابلة للتأثر والتوجيه كان بن سيف من بلدة المجمعة في نجد وكان عالماً بالفقه الحنبلي والحديث الشريف كما كان معجباً بشيخ الإسلام بن سيمية ولا شك أنه شجع تلميذه على قراءة كتب ذلك العالم الجليل أما محمد حياة السندي فكان علامة في الحديث وعلومه وكان من الداعين إلى الإجتهاد في الشريعة ومن المعارضين للتعصب المذهبي وبالإضافة إلى ذلك كان من أشد المحاربين للبدع في الدين وللأعمال التي قد تؤدي إلى الشرك وكل هذه الأفكار والمواقف تنطبق مع الأفكار والمواقف التي نادى بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب ووقفها فيما بعد ولا تذكر المصادر التي تحدثت عن حياة الشيخ محمد طول المدة التي قضاها في المدينة المنورة وحينما عاد منها إلى العيينة كانت قد تبلورت لديه فكرة المنادات بالإصلاح لكنه لم يصبح بعد مؤهلا تأهيلا كافيا من الناحية العلمية ولذلك فإن إنكاره لبعض الأمور التي لا تتفق مع الدين الإسلامي الخالص كان محدودا في مداه وفي تأثيره على الآخرين وإدراكا منه لوجوب إكمال تأهيله العلمي من ناحية ولعدم تأثير أقواله على دو الشأن في بلدته من ناحية ثانية قرر أن يسافر مرة أخرى لطلب العلم وكانت البصرة البلدة التي اتجه إليها محمد بن عبد الوهاب بعد إقامته في العيينة سنة واحدة تقريبا منذ عودته إليها من المدينة وقد درس في البصرة الفقه والحذيث على عدد من علمائها لكن العالم محمدا المجموعي كان الشيخ الذي لازمه أكثر من غيره على أنه درس إلى جانب العلمين السابقين قواعد اللغة العربية حتى أتقنها وفي ذلك ما فيه من منفعة لمن كان يعد نفسه ليصبح قائد دعوة تحتاج إلى من يكتب مرغبا فيها ومدافعا عنها والبصرة كما هو معروف ميناء تجاري تلتقي فيه طواعف من مجتمعات مختلفة ومن المرجح أنه كان فيها كثير من الأمور التي تتعارض مع نظرة رجل قادم من بلدة صغيرة كالعيينة ومجتمع محافظ كالمجتمع النجدي حين ذاك وكان فيها أيضا كثير من الشيعة ومن المعروف ما بين هؤلاء وبين السنة المحافظين من اختلاف في وجهات النظر في المسائل الدينية وفي ذل تلك الظروف بدأ الشيخ محمد بن عبد الوهاب ينكر ما هو مخالف للحق وهكذا لم يعد مجرد طالب علم في تلك المدينة وإنما أصبح داعية يعد فيستمع إليه ومن الواضح أن جوا إججماعيا كجو البصرة لا بد وأن يكون مؤيد الشيخ محمد فيه أقل بكثير من معارضيه وقد أصبحت المناقشات بينه وبين خصومه حادة ومثيرة وكان أكثرها حدة وإثارة ما يتعلق بالعقيدة وقضية التوحيد والشرك ونتيجة لذلك رأى المسؤولون هناك أنه قد يثير القلاقل فاضطروه إلى مغادرة البصرة ومرة أخرى لا تحدد المصادر الموثوقة طول المدة التي قضاها الشيخ محمد في البصرة لكن منها ما يفيد بأنها كانت أطول إقامة له خارج وطنه وقد مر بالزبير بعد خروجه من البصرة لكنه لم يمكث فيها طويلا وكانت الأحساء من المناطق التي زارها الشيخ محمد وأقام فيها بعض الوقت ولعله استفاد من علمائها في بعض الأمور الشرعية وقد ناقش عددا من أولئك العلماء في شؤون التوحيد والعقيدة ومن بين هؤلاء عبد الله بن فيروز ومحمد بن عفالق وعبد الله بن عبد اللطيف وقد عاد الشيخ محمد في نهاية المطاف إلى نجد منهيا بذلك رحلاته العلمية وكان أبوه عبد الوهاب قد عزل عن قضاء العيينة سنة 1139 فانتقل إلى حري ملاء حيث أصبح قاضيا لها وبذلك اتجه الشيخ محمد إلى هذه البلدة ليلتحق بأبيه وأسرته والمصادر الموثوقة المقربة من الشيخ محمد لا تذكر أن رحلاته العلمية خارج نجد تجاوزت ثلاثة أمكنة الحجاز والإحساء والبصرة لكن بعض المصادر أشارت إلى أنه سافر إلى بلدان أخرى في العراق والشام وفارس غير أن النتيجة التي يصل إليها الباحث من خلال مقارنة جميع المصادر هي الأخذ برواية المؤرخين المؤيدين للشيخ محمد المقربين منه وذلك لسببين أحدهما أنهم أدرى بتفاصيل حياته من غيرهم وثانيهما أنهم حرسوا كل الحرس على تدوين فضائله ومن المعروف أن السفر في طلب العلم فضيلة ولو سافر الشيخ محمد إلى بلدان غير التي ذكروها لما ترددوا في تدوين ذلك وتفصيله إظهارا لفضله تم الكتاب بفضل الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك